اشتركوا في القناة وفيها سار الامام تركي بجنود المسلمين وقصد ناحية الوشم وغار على عربان اهتئم وغيرهم وهم في الفروع واخذ كثيرا من اغنامهم واتاتهم وقتل منهم عدة رجال وقتل الاراب رجلين من المسلمين من اهل استير ثم رحل الى القرائم وكان عربان الدواسر في تلك الارض فنازلهم فطلبوا منه العفر فعفى عنهم واخذ منهم زكاة السنة التي هو فيها وزكاة السنة التي قبلها واخذ منهم نكالا ثم اذن لأهل النواحي يرجعون الى اوطانهم وقفل الى وطنه وفيها غار على اهل حسن من الدواسر وهم في ارض الخرج فاخذهم وفيها ارخص الله الاسعار وكثرت الامطار وفاضت الابار فاول ما نزل الغيث في الوسمي وزرع الناس فلما حصد الناس زروعهم وجعلوه في البيادر تابع الله سبحانه الغيث على عباده فاعطنت الزروع وسودت ابن وتغير الحب وقام الناس نحو عشرين يوم كل يوم ينزل الغيث اخر النهار واوله صحوا ثم انه لما كبر بصر النخ وصار كالبندق والعفص احدث الله وجعا في ثمرة النخ وهي دودة تضرب البصرة من عند القمع فتسقط وسقطت ثمر النخ الا الاقل وكانت ثمرة النخ قبل ذلك في غاية الكثرة واستمر ذلك في السنة التي تليها لكنه اخف من التي قبلها وفيها قتل حماد بن عريع القتلوه المناصير وفيها قتل ناصر بن راشد امير زبير وسبب ذلك انه وقع بين سليمان بن عبدالله صميط من اهل حرمة حاشية الصميط من قبيلة سبيع انتهت الحاشية وفيها قتل ناصر بن راشد امير الزبير وسبب ذلك انه وقع بين سليمان بن عبدالله صميط من اهل حرمة وبين عبدالرحمن بن مبارك بن راشد رئيس اهل حرم الذين في الزبير سباب وكلام عند حفر بئر في بيت صميط فوثب رجال من آل راشد على سليمان الصميط فقتلوه فكمن لناصر المذكور محمد بن فوزان الصميط في بيت في النهار فلما خرج ناصر للسوق اعترضه فقتله فظهر آل راشد واتباعهم وآل زهير واتباعهم من البصرة وقدموا بلد الزبير وحصل حروب بين الفريقين ثم وقع الصلح واجتمعوا له وحضره العلماء والرؤساء والمشايخ وكتبوا بينهم صحيفة كتبها محمد بن سلوم الفرضي وأودعوها شيئا من العهود والمواثيق وقد رأيت تلك الصحيفة فحسبت من فيها من الشهود على تلك العقود فإذا هم ثمانية وعشرون شاهدا وعلى كل شهادة ختم صاحبها وفيها من المشايخ عشرة ثم إن آل راشد وآل ازهير أرادوا النقب فلم يقدروا إلا من جهة متسلم البصرة فدبروا الحيلة في نقطه وطلبوا من متسلم البصرة أن يقتل جاسر ابن فوزان الصميط وبذلوا له على ذلك أموالا عظيمة فأرسل المتسلم إلى جاسر ابن فوزان الصميط وهو إذا كرئيس أهل حرمة وأتباعهم وقال له إنه لا يستقيم رياسة بلد الزبير إلا لك فأقبل إلينا بأعوانك فأمسك على الزبير أميرا فأمسك 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 بأمسك أمسك أمسك حتى مات أمسك فأمسك في الرياض أمسك 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 تركي وطلبوا منه قاضيا ومعلما وسرية تقاتل معهم عدوهم فأرسل الإمام معهم عمر بن محمد بن فيصان في جيش وبعث معه قاضيا الشيخ محمد بن عبدالعزيز العوسجي فلما وصلوا إلى عمان كاتبهم أهل الظاهرة وبعض أهل الباطنة من عمان ووفد أكثرهم عليهم واستعمل عليهم أميرا عبدالله بن سعود من أهل القويعية ونزل قصر البريمي وفيها سار الإمام تركي ومعه ابنه فيصل واستنفر جميع رعيته من الجنوب والوشم وسدير وغيرهم وقصد جهة الوشم وكان إذاك في بلدان الوشم وباء من الضرب المسمى أبو زويعة ثم رحل من الوشم وقصد إلى سدير فلما وصل إلى وادي المجمعة وقع في الغزو المرض المذكور فمات منهم عدد كثير نحو سبعين رجل منهم سلطان بن عبدالله رئيس ترمدة وفوزان أبو شويربات رئيس البرزان من طير وولده وبتال المطير رئيس الجيوش في عمان ونزل تركي خارج بلد المجمعة والأمر على حاله ثم خطفه الله فلم يصب أهل البلد من ذلك المرض شيء ثم إنه أمر على ابنه فيصل فركب فيه نحو ماءتي مطية وأغار على عربان من الصقور من عنزة وهم على ماء قرب الدهنى فأنذروا عنه وهربوا فرجع قافلا وقام تركي في بلد المجمعة نحو شهر ثم رحل منها وأذن لأهل النواحي يقصدون أوطانهم وقفل إلى وطنه ووفد عليه في منزله ذلك كثير من رؤساء العربان وكانت الأسعار إذ ذاك في غاية الرخص بيعت الحنطة ثمانية عشر صاعم بريال وفيها عزل تركي ابن عبدان عن إمارة سدير واستعمل فيه أحمد ابن ناصر الصانع أميرا وقابضا لبيت المال وفيها توفي الشيخ العالم الفاضل عبد العزيز ابن الشيخ العالم حمد ابن ناصر ابن عمر رحمه الله ببلد البحرين حاشية هو الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ حمد ابن ناصر ابن عثمان ابن عمر من أهل معمر أهل العينة وهم من بني سعد ابن زيد مناه ابن تميم ولد الشيخ عبد العزيز في الدرعية سنة ألف وميتين وثلاثة هجرية وآخذ العلم عن والده الشيخ حمد بن ناصر بمعمر وعن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن الشيخ حسين بن غنام وعن الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق نزيل الدرعية فمهر في جميع العلوم وله مصنفات وفتاوى وأشعار ومن أشهر مصنفاته وأجلها الكتاب المسمى منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب طبع ومن مصنفاته اختصار نظم بن عبد القوي للمقنع طبع ولما تفرق علماء الدرعية وقادت الدعوة الإسلامية الذين كانوا بها على أثر سقوط الدرعية واستيلاء إبراهيم باشا عليها سنة 1233 هجرية فر المترجم له الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن محمر من الدرعية إلى البحرين وبقي بها حتى توفي في هذه السنة التي ذكرها المؤلف هنا وهي سنة 1244 هجرية رحمه الله تعالى وعفى عنه وغفر له انتهت الحاشية وفيها توفي الشيخ العالم الفاضل عبد العزيز بن الشيخ العالم حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله ببلد البحرين كان فقيها أديبا متواضعا حسن السمت والسيرة ذا شهرة في العلوم والديانة وله أشعار رائقة لا سيما في أهل الدرعية وله القصيدة الطنانة التي رتاهم بها وذكر ما جرى لهم وعليهم وأولها قوله إليك إله العرش أشكو تضرعا وأدعوك في الضراء ربي لتسمعا إلى أن قال وكم قتلوا من عصبة الحق فثية هداة وضاة ساجدين وركعا وكم دمروا من مربع كان آهلا فقد تركوا الدار الأنيسة بلقعا فأصبحت الأموال فيهم نهائبا وأصبحت الأيتام غرثا وجوعا وفر عن الأوطان من كان قاطنا وفرق إلفا كان مجتمعا معا إلى أن قال مضوا وانقضت أيامهم حين أوردوا ثناء وذكرا طيبه قد تضوعا فجازاهم الله الكريم بفضله جنانا ورضوانا من الله أرفعا فإن كانت الأشباح منا تباعدت فإن لأرواح المحبين مجمعا عسى وعسى أن ينصر الله ديننا ويجبر منا كل ما قد تصدعا ويعمر للسمحا ربوعا تهدمت ويفتح سبلا للهداء يتمهيعا ويظهر نور الحق يعلو ضياؤه فيضحي ظلام الشرك والشك مقشعا إلهي فحقق ذا الرجاء وكن بنا رؤوفا رحيما مستجيبا لنا الدعاء إلى أن قال ألا يا أيها الإخوان صبرا فإنني أرى الصبر للمقدور خيرا وأنفعا ولا تيأسوا من كشف ما ناب إنه إذا شاء ربي كشف ذا تمزعا فما قلت ذا أشكو إلى الخلق نكبة ولا جزعا مما أصاب فأوجعا فما كان هذا الأمر إلا بقدرة بها قهر الله الخلائق أجمعا وذاك عن ذنب وعصيان خالق أخذنا به حينا فحينا لنرجعا وقد آن أن نرجو رضاه وعفوه وأن نعرف التقصير منا فنقلعا فيا محسنا قد كنت تحسن دائما ويا واسعا قد كان عفوك أوسعا نعود بك الله من سوء صنعنا فإن لنا في العفو منك لمطمعا أغثنا أغثنا وادفع الشدة التي أصابت وصابت واكشف الضر وارفعا فجد وتفضل بالذي أنت أهله من العفو والغفران يا خير من دعا ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائتين وعلم وفي أولها غزى محمد بن عفيصان بأمر الإمام تركي بجيش من المسلمين وقصد ناحية الأحسى فأغار على قافلة مقبلة من بندر العقير وأخذها وكان معها من الأموال ما لا يحصى وفيها غزى طلال بن حميد بجيش وخيل وكمن لأهل حرمة وأرسل شرزمة من غزوه فأخذوا أغنامهم ففزع البلد عليهم فخرج عليهم الكمين وقتلوا من أهل البلد ستة رجال وجرحوا فيهم جراحات كثيرة وكانت هذه آخر غزو آل حميد ولم يتمتعوا بعدها حتى دارت عليهم الدوائر وتجرعوا غصص الدهر الغابر وقعت السبية على بني خالد وفيها وقعت السبية المشهورة سميت بذلك لكثرة ما سبي فيها حاشية هذا التعليل فيه نظر فالسبية قديمة وهي أقواز من الرمل تقع شرق الدهنة وقد جاء ذكر السبية في شعر ذرمه غيلان بقوله وقد جعلوا السبية عن يمين مقادر المهر وانتجع الرماله ولعله يسر القارع في هذه المناسبة أن نورد له ترجمة ذرمه فنقول هو أبو الحارث غيلان ابن عقبة ابن بهيش ابن مسعود ابن حارثة ابن عمر ابن ربيعة ابن ملكان ابن عدي ابن عبد مناه ابن أد ابن طابخة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن سعد ابن عدنان الشاعر المشهور كانت وفاته سنة سبع وماية من الهجرة انتهى نقلا عن وفيات الأعيان لابن خلكان انتهت الحاشية وفيها وقعت السبية المشهورة سميت بذلك لكثرة ما سبي فيها من الحلي والحلل والأثاث والأغنام والابن وذلك أن محمد بن عرير وأخاه ماجد بن عرير وبنيهما خرجوا من الأحساب أتباعهم وقبائلهم من بني خالد وقصدوا إلى نجد لمحاربة تركي ونزلوا خفيسة المهري الخبرى المعروفة بين الدهن والصمان ويشربون من عقل ماء قريبا منهم واجتمع إليهم في هيد بن بارك السيافي رئيس اسبيع وضواحي الفغم رئيس أصحبهم طين وعربانه ومزيد من هلهل بن هذال وأتباعه من عربان عنزة ومطلق بن خيلان رئيس بن حسين بعربانه فلما علم بذلك تركي بن عبدالله أمر على نواحي المسلمين بن نفير مع ابنه فيصل وأمر على أتباعه من البوادي من سبيع وغيرهم فسار المسلمون مع فيصل ومعهم البوادي مطلق المصخ وأتباعه من سبيع وعساف أبو اثنين وأتباعه من سبيع وضواحي بن خزيم بن لحيان وأتباعه من السهول ومحمد بن هادي بن قرملة وأتباعه من قحطان وغيدان وأتباعه من آل ثامر والعجمان وسلطان بن قويد وأتباعه من الدواسر ونزلوا بين بني خالد وبين الماء الذي يشربون منه ووقع بينهم القتال وتصادمت الفرسان والأبطال ونشرت الرايات والبنود وتزاحمت الجموع والجنود وثارت نيران العزائم القوية ودارت بينهم كوس المنية وعمل أهل البنادق المتارس بالحجارة وتعاقبت الفرسان بينهم كالخطاطي في الطيارة وأظلم الجو من وقع سنابك الخيل ودخان البارود وتحير الجبان وأيقن أنه اليوم الموعود واستمر هذا القتال والطراد والحرب والضرب والجلاد مدة أيام وهم يديرون رأيهم وحيلهم فلم يدركوا إلا أن ساقوا على رمات المسلمين إبلهم فأغاثهم الذي أنشأهم أول مرة بعدما ساقوها على المسلمين مرة بعد مرة وأرسل الموت على ماجد بن عريعر فذاق حلوه ومره وذلك في أول رمضان فلما بلغ الإمام والمسلمين ذلك استبشروا وتيقنوا أنهم قد نصروا وأرسل فيصل إلى أبيه يبشره بالذي أوقع الله ويستنفره فركب بشردمة قليلة من خدمه ورجاجيله واستنفر حشد ابن مغريك رئيس آل عاصم من قحطان وقدم على ابنه في العشر الأواخر من رمضان فلم ينزل حتى قابل خيمة محمد بن عريعر وضرب خيمته قبالها فوقع الفشل فيهم حين رفعها وأقامها وأنزل الله النصر لذلك القدوم وبالاعتماد على دعاء الحي القيوم فتزاحمت جموع العربان وتلاقت الأبطال والفرسان وقتل ذلك اليوم المصخ رئيس اسبيع وقتل من بني خالد عدة فرسان وعدد من الرجال والخيل حتى قاربوا الهزيمة فلما كان صبح سبع وعشرين من رمضان حمل الجموع المسلمين على جموع بني خالد ونزل النصر من الصمد الواحد فانهزموا هزيمة شنيعة وانخذلوا خذلة فضيعة فولوا جميعا هاربين وعلى أعقابهم مدبرين لا يلوي منهم واحد على أحد ولا والد على ولد والمسلمون في ساقتهم يغنمون ويحمدون لربهم ويشكرون واستولى الإمام على محلهم وخيامهم وسوادهم وبياضهم من الأمتعة والفرش والأغنام وجميع ما معهم من الحلي والأواني وآلات الحرب ولا سلم إلا الشريد على ظهر فرسه إلا بعض فرقان من طير هربوا بإبلهم هذا وهم في أعظم عدد وعدة وقوة هائلة وشدة وقد أقبلوا لحرب المسلمين في أعظم عدة ولو فهموا لقالوا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخضلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وأقام الإمام وابنه فيصل في منزل هؤلاء الجنود يوما أو يومين يجمع الأخماس من تلك الغنائم ثم رحل ونزل الخفيسة وأقام فيها أكثر من عشرة أيام يجمع الغنائم ويفرقها وكتب إلى رؤساء الأحسى يدعوهم إلى المتابعة والمبايعة فأجابوه إلى ذلك فركب بمن معه من جنود المسلمين وقصدوا الأحسى وكان محمد بن عريعر ومن معه من عشيرته لما صارت الهزيمة عليهم قصدوا الأحسى فدخلوه ورتبوا قصوره وثغوره وضبطوه ولكن المقادير تغلب التدابير وربك على كل شيء قدير فلما قرب تركي من الأحسى ونزل الحويرات أوقع الله الرعب في قلوب بني خالد فهرب برؤسائهم على ظهور خيلهم وتركوا النساء والأبناء والأموال فرحل تركي ونزل البلد ودخلها من غير قتال وكان منزله تحت الجبل المسمى أبو غنيمة وظهر إليه رؤساء أهل الأحسى وأعيانهم وعلماءهم وبايعوه على القيام بدين الله ورسوله والسمع والطاعة وبقي قصر الكوت فيه محمد بن عريعر وخيله وبعض رجاله فأرسل إليه التركي وقال لك إن شئت أن تخرج على إحساننا وإساءتنا فخرج فخرج فعامله بالإحسان والإكرام والأمان وأعطاه ما يحتاج إليه من الخيل والركاب العمانيات والأمتاع وأمر على عمر بن محمد بن عفيصان في جيش وخيل من المسلمين أن يركبوا في طلب طلال بن برغش بن حميد والذين هربوا معه من بني خالد فأتركوهم في أطراف الأحسى فهربوا على ظهور خيولهم وتركوا ما معهم وقام الإمام تركي وابنه فيصل في الأحسى أكثر من أربعين يوما وأخذ الإمام تركي ما وجد من أموال بني خالد من الذهب والفضة والخيل والركاب وغير ذلك وأخذ نخيلهم بيت مال ورتب رجالا في التغور والقصور ورتب في كل قرية إماما للصلاة وأمر بأدب من تخلف عن الصلاة وحظهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع على الذكر في المجالس وتعليم الجهال أصل الإسلام وخمسة الأركان واستعمل فيهم قاضيا الشيخ عبد الله لهيبي ووفد إليه رؤساء القطيف وبايعوه ووفد عليه أيضا رؤساء أهل عمان من أهل رأس الخيمة وغيرهم وانتظمت له الأمور وارتحل من الأحسى وهو مسهور منصور بعد أن استعمل على الأحسى أميرا عمر بن عفيصان ولم يختلف عليه من أهل الأحسى إثنان وقصد الإمام تركي إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وفيها أرخص الله الأسعار وفاضت الآبار وبلغ سعر البر خمسة وثلاثين صاعا بريال حاشية كل ما جاء في هذا الكتاب من ذكر الريال فالمراد به الريال الفرنسي لأنه كان عملة أهل نجد في ذلك الزمن إلى سنة 1350 هجرية حيث حل محله في المملكة العربية السعودية الريال السعودي وصار التعامل به فجرى عليه الغرب فإذا ذكر اليوم الريال فالمراد به الريال السعودي لا غير لأنه أصبح علما عليه دون غيره انتهت الحاشية وكثرت الخيرات والبركات وفيها سار تركي إلى الأفلاج لأنه بلغه عنهم بعض المخالفة وقطع نخيلا وأجلا منهم رجالا ثم دخلت سنة 46 ومائتين وعلم وفي شعبان منها سار الإمام تركي بجنود المسلمين وقصد جهة الشمال فصادف فهيد الصيفي من سبيع بأتباعه من سبيع ومعهم أخلاط من بن حسين وغيرهم نازلين بين حفر الباطن والوقبة فأخذهم وحاز أموالهم فحضر عنده رؤساؤهم وادعوا أن لهم عنده ذمة وعهدا فرد عليهم جميع ما أخذ منهم ثم سار ونزل الصبيحية الماء المعروف قرب الكويت وأقام عليها أكثر من أربعين يوما وأهدى إليه جابر بن عبد الله بن صباح رئيس الكويت هدايا ووفد إليه كثير من رؤساء العربان ثم بلغه أن ابن عمه مشاري بن عبد الرحمن خرج من الرياض برجال معه من أعوانه مغاضبا له فقفل إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وأما مشاري فإنه لما هرب من الرياض وجد منديل بن غنيمان رئيس الملاعبة منطير هو وعربانه في المستوي فطلب منه النصرة فأبى فرحل من عنده وكاتب رعساء القصيم يطلب منهم النصرة فأبوا عليه فسار إلى عربان عنزه فلم يغن عنه شيئا فسار إلى مكة وقصد الشريف محمد بن عون وهو رئيس مكة إذاك فأكرمه فطلب منه النصرة فأبى عليه وأقام عنده مدة أشهر فلما رأى أنه لا ناصر له خرج من مكة قاصدا خاله الإمام تركي في بلد الرياض فلما وصل إلى بلد المذنب طلب من رؤسائهم يركبون معه إلى خاله الإمام تركي ويأخذون له ذمة وعهدا وأنه ندم على ما سلف فركبوا معه وقدموا على تركي في الرياض فعفى عنه وأكرمه وأنزله في بيت عنده وذلك في أول السنة الثامنة على ما يأتي وفي آخر ذي القعدة منها هب بريح عاصف وقت العشاء الآخرة ورمت نخيلا في سدير وغيره وأحصي الذي طاح من قريتنا من النخل حاشية قرية المؤلف هي بلدة جلاجل بناحية سدير انتهت الحاشية فكان أربعمائة نخلة ومن قدرة الله تعالى أن أكثر الانكسار من النخل القصار وأما النخل الطوال فلم يختلف منه إلا القليل وهذه من العايات وخوارق العادات التي طمت وعمت حتى قيل أنها فعلت كذا في الأقطار وفيها وقع وباء وموت عظيم في مكة المشرفة وهو أبو زويع عند العامة وهو العقاص الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما وقع فيها قبل قدوم الحاج في ذا القعدة ومات منه فئام من الناس ثم ارتفع منها على دخول ذا الحجة فلما كان يوم النح حل الوباء والموت ثانيا في الحاج وغيرهم ومات في أيام التشريق خلق كثير ذكر لنا أنه ما بقي من الحاج الشامي إلا نحو الطلب ومن حاج أهل نجد نحو النص وذكر لنا أنه أحصي من مات من أهل مكة فكانوا ستة عشر ألفا وقدم علينا أناس من أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بعد الحج وذكروا أنه لما قدم الحاج الشامي المدينة بالليل راجعا من مكة وقع الموت في الناس وقت السحر وحل بهم أمر عظيم فخرج أهل المدينة من البيوت بالنساء والأطفال وتضرعوا إلى الله تعالى في حرم النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوا الله عنهم انتهى كلامهم ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين وألف وفي صفر منها سار فيصل بن تركي بشوكة المسلمين من أهل العارض والجنوب سدير والوشم وغيرهم ومعهم أخلاط من أعراب سبيع والسهول والعجمان وبن حسين وغيرهم وقصدوا عالية نجد فشنوا الغارة على أعراب مجتمعة على طلال الماء المعروف في عالية نجد من اهتيبه وغيرهم ورئيسهم سلطان أبر بيعان فانهزم الأعراب وصار المسلمون في ساقتهم يقتلون ويغنمون وكان بن بصيص وعربانه من بره وغيرهم قريبا منهم فاستصرخوهم العتبان فأقبلوا إليهم فقويت قلوب العتبان وكروا على المسلمين وهم يحوزون الغنائم فحصل على المسلمين هزيمة فركب فيصل في شجعان قومه وحموا ساقة المسلمين ومعهم من الغنيمة نحو ثلاثة آلاف بعير ونزلوا بلد القويعية ثم أذن فيصل لغزوانه يرجعون إلى أوطانهم وفيها قدم علي باشا واليا على بغداد من جهة السلطان محمود وعزل داود أفندي وأشخصه إلى اسطنبول واستولى على خزائنه وكان داود هذا مشغوفا بجمع الأموال وخزنها ومصادرة الرجال وأخذ الأموال ذكر لنا أنه إذا لم يجد من يأخذ منه ربط ولده وحبسه وأظهر أنه غصب منه مالا ثم سبب من يشير على أعيان الدولة ويجمعون له مالا ويعطونه إياه ويفكون ولده من الحبس وصار عنده بهذا السبب أموال عظيمة وذكر لنا أنه في حال ولايته لبغداد وجد خزانة لبن ذهب وفضة عليها ختم هارون الرشيد على شاطئ دجلة أظهرها الماء فأخذها داود وأدخلها خزانته ومع هذه الأموال ضرب النحاس لرعاياه يبيعون بها ويشترون وفرقها على الجند فلما أنفض الله فيه أمره وأمضى عليه قضاءه وقدره لم ينفعه ما جمع وذهب سدى وتفرق وتمزق بأيدي الأصحاب والعداء وكذا كل مال يؤخذ بهذا الأسلوب ويجمع من هذا الطريق المنكوب لا ينفع من جمعه بل يضر صاحبه ويهلك معه وهيهات كيف ينفع وقد أخذ بلوعة قلب وأنين واكتئاب وتوجع حزين وسلب بالقهر والقصر من كل مظلوم مسكين وكيف ينفع سالبه وقد ضر صاحبه ويتهنى به من اكتسبه وقد أبكى كاسبه كما قيل ألا كل ما جاء من غير حله سيخرب أهليه ومن كان قاربه وكان قد صادر أناسا من رؤساء بغداد وأخذ أموالا منهم ولما استقر علي باشا في بغداد أرخص لعيال حمود بن ثامر وأذن لهم يرجعون إلى أهليهم وأمر بعزل عقيل بن محمد بن ثامر عن ولاية المنتفق وتكون الولاية لهم فلما وصلوا إلى عربانهم اجتمع إليهم جموع كثيرة من الضفير والمنتفق وشمر وغيرهم وجمع عقيل جميع عربانه فالتقى الفريقان في الجزيرة قرب السوق وحصل طراد خيل وقتال قتل فيه من الفريقين عدة رجال وصارت الغلبة أولا لعقيل وأتباعه ثم حصل بينهم وقعة ثانية وتبين من بعضهم خيانة عليه فانكسر عقيل وقومه فعثرت به جواده فقتل واستقل بالولاية ماجد بن حمود بن ثامر فلم يلبث حتى مات بالطاعون الآتي ذكره وأراد إخوته القيام مقامه فنهض إيسى أخ عقيل لحربهم وكتب إلى صاحب بغداد يطلب منه ولاية المنتفق فجاء التقرير من علي باشا فاستقل إيسى بولاية المنتفق وعزل عيال حمود في هذه السنة حصل غيارات عند طلوع الشمس وعند غروبها ففي صفر لخمس بقين منه صار في السماء والأرض نور قريب من نور القمر واستمر إلى آخر الشهر وعجب الناس من ذلك فلما كان سابع من ربيع الأول صار قتر في السماء وتغيرت الشمس وأول العشر الأواخر منه ظهرت الشمس من المشرق خضراء كأنها قطعة زجاج وصارت تلك الخضرة في الأرض والجدران وحسبها أكثر الناس كسوفا وفي هذا الشهر صار في الأفق حمره زائدة بعد غروب الشمس وبعد طلوعها واستمر أياما وشوهد قبل انفجار الصبح حمرة بادية من الشمال إلى ثلاثة أيام وفي النصف من هذا الشهر أعني ربيع الأول ظهر في الأفق حمرة عظيمة بعد صلاة المغرب من جهة الجدي ثم سارت إلى المغرب وأضاءت الأرض والجدران واخضرت ثم حمرت حتى ظن الناس أن الشمس لم تغرب وفي أول ربيع الثاني اجتمع من السيارات خمسة في برج الأسد الشمس والقمر والمريخ وزحل وعطارد وفي هذه السنة وقع الطاعون العظيم الذي عم العراق والسواد والمجرة وسوق الشيوخ والبصرة والزبير والكويت وما حولها وليس هذا مثل الوباء الذي قبله المسمى العقاص بل هذا هو الطاعون المعتاد نعود بالله من غضبه وعقابه وحل بهم الفناء العظيم الذي انقطع منه قبائل وحمائل وخلت من أهلها منازل وإذا دخل في بيت لم يخرج منه وفيه عين تطرف وجث الناس في بيوتهم لا يجدون من يدفنهم وأموالهم عندهم ليس لها والي وانتنت البلدان من جي في الإنسان وبقيت الدواب والأنعام سائبة في البلدان ليس عندها من يعلفها ويسقيها حتى مات أكثرها ومات بعض الأطفال عطشا وجوعا وخر أكثرهم في المساجد صريعا لأن أهاليهم إذا أحسوا بالألم رموهم في المساجد رجاء أن يأتيهم من ينقذهم فيموتون فيها لأنه لا يقام فيها جماعة وبقيت البلدان خالية لا يأتي إليها أحد وفيها من الأموال ما لا يحصي عده إلا الله تعالى فلما كان في النصف من ذي الحجة من السنة المذكورة ارتفع بإذن الله تعالى واجتمع أناس من بقية الهاربين وأكثرهم من أصلبه واهتيم فدخلوا بلد الزبير وأطراف البصرة ونهبوا من الأموال ما لا يحصى وليس لهم صاد ولا راد ثم تراجع بعد ذلك في البلدان من كان مسافرا أو حاجا ومن كان قد برئ ومن كان سالما وهم القليل فضبطوا بلدانهم وحموها من صليب وأخوانهم فلما علم بذلك أهل نجد وكان أكثر من في تلك البلدان أرحاما لهم وأصهارا سافروا إليها وأخذوا ما وجدوا من تراثهم وتفرقت أموالهم في يد الوارث وغير الوارث كما قيل مصائب قوم عند قوم فوائد حاشية هذا البيت لأحمد بن الحسين وقد شطره المؤلف حيث ترك صدره والبيت هو ما يأتي بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد انتهت الحاشية وفي هذا الطاعون مات علي بن يوسف ألزهير رئيس الزبير وكان آخر من مات ولم يمت أحد بعده وفيه توفي الشاعر المشهور محمد بن حمد بن محمد بن لعبون المدلجي الوايلي مات في بلد الكويت وكان شعره جيدا إلا أن فيه تخبيطا في العقيدة وقيل أنه أنشأ قصيدة تاب فيها وتضرع إلى الله تعالى وفيها سار الإمام تركي بجنوده المسلمين ونزل الرمحية الماء المعروف في العرمة وأقام فيها نحو أربعين يوما وفد عليه كثير من رؤساء العربان من أهل الشمال وغيرهم وأتاه كثير من الهدايا من الخيل والركاب وغير ذلك وأتى إليه مكاتبات من علي باشا بغداد فبعث إليه الإمام تركي هدية مع حمد بن يحيى بن غيهب رئيس شقرة وبعث عماله للبوادي يقبضون الزكاة إلا بادية العجمان حاشية معناه أن جميع البوادي أدوا زكاتهم لعمال الإمام تركي إلا بادية العجمان امتنعوا عن أداء الزكاة لعمال الإمام والعمال هم جبات الزكاة انتهت الحاشية فإنهم امتنعوا فرحل من موضعه إذاك وعدى عليهم فلما وصل أبا لجفان الماء المعروف بلغه أنهم دفعوها إلى عماله فقفل راجعا إلى وطنه وأذن لغزوانه يرجعون إلى أوطانهم ثم دخلت سنة الثمان وأربعين ومائتين وألف وفيها أمر الإمام تركي على ابنه فيصل أن يسير بجنود المسلمين قزات فسار بهم وعدى على بن عشيه وأتباعه من أنزه وهم في الدهن فسبقه النذير إليهم فهربوا فرجعا ونزل بلد المجمعة وأقام فيها أياما وجهز جيشا إلى عمان واستعمل عليهم أميرا سعد بن محمد بن عيقل وكتب إلى عمر بن محمد بن محمد بن عفيصان أمير الأحسى أن يتجهز من الأحسى برجال معه إلى عمان ويصير أميرا على الجميع فساروا إلى عمان وفتحوا فيه بلدانا وأخذوا عربانا وأقام في المجمعة نحو عشرة أيام ثم رجع إلى وطنه وأذن للغزو بالرجوع إلى أوطانهم وفيها ظهر في الشرق والغرب حمرة وصفرة بعد غروب الشمس ودامت أشهرا وفي تاسع عشر جماداء الآخرة ليلة الثلاثة بعد نصف الليل تطايرت النجوم في السماء كأنها الجراد وكأنها شعل النار وقد حزند من جميع الجهات وصار فيها شهب عظيمة تنقض وتضيء بالأرض ويبقى موضع الشهاب ساعة لا يزول وانزعج الناس لذلك واستمر إلى طلوع الفجر حتى ستره النهار وأخبرني من أثق به أنه رآ شهبا تنقض بعدما طلعت الشمس يراها كأنها الدخان وعند ذكر هذه الحادثة ينبغي أن نذكر نظير ذلك مما وقع قبل ذلك فمن ذلك ما ذكره السيوطي في تاريخ القلفاء وصاحب تاريخ الخميس أنه في سنة تسع وتسعين وتسع ما عفت سلاخ المحرم ماجت النجوم وتطايرت تطاير الجراد ودام ذلك إلى الفجر وانزعج الناس وضجوا بالابتهال إلى الله تعالى قال السيوطي عند ذكر هذه الحادثة ولم يعرف إلا عند ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القطب الحنفي في تاريخ مكة في ترجمة المتوكل بن المعتصم قال وفي أيامه وقع جائب منها أن النجوم ماجت في السماء وتناثرت الكواكب ولم يعهد قط مثل ذلك ورميت قرية السويد بناحية مصر بأحجار من السماء فوزن حجر منها فكان عشرة أرطال وسار جبل باليمن عليه مزارع إلى جبل آخر ووقع في جبل طاير أبيض دون الرخمة فصاحب يا معشر الناس اتقوا الله أربعين مرة وجاء من الغد ففعل مثل ذلك فكتبوا خبر ذلك على البريد إلى بغداد وكتبوا شهادة خمسمائة إنسان سمعوا ذلك بآذانهم وذلك في رمضان سنة إحدى وأربعين ومائتين وحصل زلازل وغارت عيون مكة فأرسل المتوكل مائة ألف دينار فأجرى عين عرفات رجعنا إلى ما نحن فيه وفيها سار الإمام تركي بجنود المسلمين وعدى على فلاح بن حثلين وعربان من العجمان ومعهم أخلاط من العربان وهم على أم أربعها الماء المعروف في ديرة بني خالد فسبقه النذير إليهم فانهزموا فنزل الإمام تركي بجنود المسلمين على أم أربعه فلما استقر فيها أتى إليه المرضف وأتباعه من آل مرة فصالحوا على أنفسهم فلما علم بذلك بن حثلين دخله الرعب وأتى إلى تركي بلا ذمة ولا عهد فقيده في الحديد وأقام في الاعتقال سبعة أيام ثم أرسله إلى الرياض واعتقلوه فيه ثم سار الإمام من موضعه ذلك ونزل البياض الموضع المعروف عند القطيف وقدم إليه أمير القطيف عبد الله بن غانم ومعه عدد من الرؤساء وأهدوا له الهدايا وأقام نحو ثلاثة عشر يوما ثم رحل إلى الأحصى وتزوج فيه بنت هادي بن مذود رئيس عربان آل كثير وأقام فيه نحو شهر ثم رجع بها إلى الرياض فلما خرج من الدهن نزل على غدير يقال له ثيلان فأمر على رؤساء النواحي أن يجتمعوا فلما حضروا قام فيهم وذكرهم نعمة الله عليهم بالاجتماع بعد الفرقة والأخوة بعد العداوة والغنى بعد العيلة واعترف عند ذلك بنعمة الله عليه وضعفه وعجزه وتقصيره وحقر نفسه ثم أنه أغلظ الكلام على الأمراء وتهددهم وتوعدهم عن ظلم الرعاية والأخذ منهم غير الحق ثم قال وإنكم إذا ورد أمري عليكم بالمغزى حملتموهم زيادة لكم وإياكم وذلك فإنه ما معنى أن أجعل على أهل البلدان زيادة ركاب في غزوهم إلا الرفق بهم وإني ما حملتهم إلا بعض ما حملهم الذين من قبلي والله تعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وإنه إذا ورد عليكم أمري فرحتم بذلك لتأكلوا في ضمنه وصرتم كراصد النخر يفرح بشدة الريح ليكثر الساقطة عليه وعلموا أني لا أبيحكم أن تأخذوا من الرعايا شيئا ومن حدث منه منكم ظلم على رعيته فليس أدبه عزله بل أجليه عن وطنه ثم قال للرعايا أيما أمير ظلمكم فاخبروني فقام أمير بريدة عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن فقال يا إمام المسلمين خص بقولك ولا تعم به فإن كنت نقمت على أحد منا فأخبره بفعله فقال إنما القول فيك وفي أمثالك تحسبون أنكم ملكتم البلدان بسيوفكم وإنما أخذها لكم وذل لها سيف الإسلام والاجتماع على إمام ولما فرغ من الكلام قال أنتم في حفظ الله وآمانه وكل منكم يقصد بلده فرجعوا إلى أوطانهم وفيها مات فيصل بوطبان الدويش رئيس بواد مطير وتولى بعده ابن محمد المكنى أبو عمر وفيها حدث برد أضر بالنخيل وقطرت عسبان النخل مثل الدبس من شدة البرد فلما جاء فصل الصيف بان الخلل في النخيل ويبس أكثر عسبانها وأما الزرء والقطت وسائر النباتات فضررها قليل حكمة بالغة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ثم حصل في السنة التي تليها برد أعظم من الأول بحيث أن الماء الذي يقطر على الدراج وقت السقي هو وما تحته يعترض على حافة البئر جامدا كأنه العمود وجمد الماء في السواقي وما بين الميزاب والأرض وأضر على النخيل مثل الأول وفي هاتين السنتين ما اختلت ثمرة النخيل بل كانت على العادة فلما كان سنة خمسين ما حملت النخيل إلا بنصف حملها المعتاد وما قصر أهلها عن سقيها المعتاد فلا يعلم هل هو من البرد المتقدم أو أنه ما بان ضرره إلا فيما بعد أو أن ذلك إرادة الذي يعلم السر وأخفى قال وهو أصدق القائلين وما تخرج من تمرات من أكمامها وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه وفيها جاء رجل من مصر وادعى أنه خالد بن سعود وقدم بريده وتزوج فيها وأمر تركي على أهل البلدان بإكرامه والقيام بما ينوبه من بيت المال فلما قدم الرياض ورآه أناس يعرفون خالد بن سعود في مصر لم يصدق هؤلاء الناس أنه خالد بن سعود وقالوا ليس هذا بخالد بن سعود فهرب من الرياض إلى مصر إلى أنه قتله محمد علي باشا مصر فيها أقبل مشار بن عبد الرحمن من مكة بعد هربه من الرياض كما تقدم فقدم الرياض ومعه رؤساء أهل المذنب فشفعوا فيه عند خاله تركي فعفى عنه وأكرمه وسكن في بيت عند أولاده وفي هذه السنة والأسعار في غاية الرخص بيع البر خمسة وعشرين صاعا بريال والتمر سبعين وزنه بريال وفيها حارب رئيس المنتفق عيسى بن محمد بن تامر وعشيرته وأتباعه بلد الزبير وحشدوا عليه ونازلوا أهله وحشد معه محمد بن براهيم بن تاقب ابو وطبان وأتباعه من أهل حرمة وغيرهم الذين أجلوهم عن الزبير آل الزهير وحشد معهم عبد الرحمن بن بارك من أهل حراملة فنزلوا على الماء المعروف بالدراهمية واستداروا على البلد وحصروا أهلها فوقع بينهم وقعات عديدة قتل فيها من الفريقين عدة رجال وهلك فيها أموال فلما كان في أثناء الحرب حصل وقعة بينهم قتل فيها عم عيسى علي بن ثامر فاشتد الحرب بعد قتله وطال الحصار وساعدهم رئيس الكويت جابر بن عبد الله الصباح ودام هذا الحصار سبعة أشهر إلى أثناء سنة تسع وأربعين حتى تفاقم الأمر على أهل زهير وأتباعهم بسبب غلاء الزاد بل نفاده عن أهل البلد ونفاد البارود والرصاص فلما كان في آخر صفر من السنة التاسعة أرسل عبد الرحمن بن بارك رئيس الراشد في الزبير ورؤساء عشيرته إلى محمد بن براهيم وعيسى بن محمد وطلبوا الأمان والصلح على أنفسهم وعشيرتهم فقال عيسى لا يتم الصلح إلا عليكم وأما آل زهير فلا نصالحكم عليهم فصالحوهم على أنفسهم وعشيرتهم وأدخلوهم البلد في الليل وأمسكوا عبد الرزاق آل زهير وإخوته واستولوا على البلد وأخذوا جميع أملاك آل زهير من الفضة والذهب والسلاح والفرش والأمتعاه وغير ذلك ثم قتلوا عبد الرزاق وإخوته ولم يبق إلا واحد اختفى في بيت عجوز وأقام فيه نحو شهرين فعلم به متسلم البصرة فأخذه عنده فبذل فيه محمد بن براهيم بن تاقل كثيرا من الدراهم حتى قتل وتولى في بلد الزبير محمد بن براهيم المذكور ورجع من كان جاليا في الكويت من أهل الزبير واستولى على جميع أموال آل زهير وعلى نخيلهم التي في البصرة فلما تم له الأمر قتل ونهبت أمواله كما يأتي إن شاء الله وكذلك قتل عبد الرحمن آل مبارك وتعذيبه نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم دخلت سنة تسع وأربعين وماتين والف وفيها سارت قبائل عسير والمع إلى المخى البلد المعروف في اليمن وقد أخذها عسكر الترك وملكوها يريدون أن يستنقذوها من الترك وكان في عسكر عسير وأتباعهم نحو ألفي رجل قد لبسوا أكفانهم فقصدوا سورها وتسوروا جدرانها فقتل أكثرهم فوق السور فلم ينتني عزم الباقين حتى نزلوا فيه وتبعهم الباقون من عسير فأخذوا البلد عنوة من أيدي الترك وغنموا أموالا لا تحصى ورئيس عسير القائم في هذا العمر علي بن مجتل وذكر لي رجل دخل المخى بعد الوقعة قال إن رجلا من الترك بعدما دخل عسير البلد وأخذوها قال لهم إن في هذا الخان أربع مائة صندوق من الفلوس والقماش والسلاح فامشوا أريكم إياها فسار معه عدد كثير فلما وصلوها ضرب صندوقا منها بطبنجة فثارت فيه فاشتعلت النار وثارت الصناديق وكانت مملوعة بارودا ورصاصا فأهلكت خلائق كثيرة وفيها مناخ المربع أو المربع بين مطير وأتباعهم وبين عنزه وأتباعهم والمربع أو المربع ماء معروف من مياه الشرب قرب بلد المذنب ورئيس مطير إذ ذاك محمد بن فيصل الدويش المكنى أبو عمر وأخوه الحميدي واجتمعت قبائل مطير ومعهم بنو سالم من حرب وقائدهم ذياب بن غانب بن ضيان وسلطان بن ربيعان وأتباعه من أتيبة وغازي ابن ضبيان وأتباعه من الدهامشة من عنزه ومزيد ابن هلهل ابن هذال ومعه قطعة من آل حبلان من عنزه هؤلاء أتباع مطير ويشربون من عين السوينة وأما عنزه وأتباعهم فرئيسهم المقوم لهذا الأمر زيد ابن غيلي ابن هذال ومعه قبيلة من آل حبلان وقاعد ابن مجلاد وقبيلته من الدهامشة والغضاورة من ولد سليمان وابن أضيحان وقبيلته من الصقور وصحن أدريعي بن شعلان وقبائله من الرولة هؤلاء قبائل عنزه ومعهم من غيرهم بنو علي من حرب ورئيسهم الغرم والبرازان من طير ورئيسهم حسين أبو شويربات وعدوان ابن طوالة وقبيلته من شمر هؤلاء مقابلون لضدهم على ثليم علماء المعروف وإنما بصت عدهم وتسميتهم لأن هذا المناخ جمع العربان وتنافرت فيه القرابات كل له شأن فوقع بينهم الحرب الشديد الذي يشيب من هوله الوليد وتبارزت فيه فرسانهم وتعانقت شجعانهم وعملوا لأهل البنادق المتارس فعلى دخان البارود بينهم ودام كل لضده حارس وعقلوا إبلهم في هذا المناخ حتى أكلت الدمن وغل الطعام حتى بيع عندهم بأوفر ثمن واستمر هذا المناخ والقتال نحو أربعين حاشية كذا في الأصل ولعله أربعين يوما انتهت الحاشية ثم ولت بعد ذلك قبائل عنزه من هزمين وذلك أنه ركب من طير وأتباعهم أربعمائة فارس مدرعين ومطوسين بعدما تناشبت الحرب ذلك اليوم واشتعلت ناره وطار شره وشراره فكرت على بعض جمع عنزه فكسروه ثم حمل جمع الدوشان على من يليهم وساقوا عليهم الإبل فوطعوه فولت قبائل عنزه مدبرين لا يلوي أحد على أحد ولم يبقى راكب ولا راجل إلا شرد وتركوا محلهم وبعض أغنامهم وشيئا من إبلهم وذلك أن عنزه لما رأوا وجه الهزيمة أهزموا الإبل قبلهم وبعض الأغنام وأخذ عدوهم ما تركوه وشيئا مما أدركوه وقتل في هذه الوقعة من مشاهير مطير مطلق بن ضويح الدويش وولد إسماعيل الدويش وقتل من عنزه عدة قتلى هذا والإمام تركي مشغول بأمر مشاري ومشغول بتجهيز غزوان نجد مع ابنه فيصل لناحية الشرق كما يأتي فمن أجل ذلك ترك هؤلاء العربان يضخن بعضهم بعضا وفي هذه الأيام توفي علي بمجتل أو بمجتل أمير عسير وألمع وكان في الغاية من الشجاعة والديانة واستخلف ابن أخيه عائض طب مرعي وفيها أمر تركي على جميع رعاياه بالمغزة مع ابنه فيصل التراكب من الرياض بغزوهم ونزل برمحية الماء المعروف في العرمة وأقام عليها أياما حتى اجتمع إليه آل النواحي فرحل منها وقصد القطيف وذلك أنه بلغه أن أهل جزيرة العماير قطعوا السبل عن أهل القطيف وأن بينهم وبين عبد الله بن غانم رئيس القطيف محاربات فلما وصل إلى ذلك المكان شن الغارة عليهم وأخذ كثيرا من أثاثهم وقتل منهم رجالا وانهزم شريدتهم ونزل قريبا من سيهات وكان ابن عبد الرحيم رئيسها بينه وبين بن خليفة اتفاق على محاربة فيصل فرماهم فيصل بالمدافع وحاصرهم حصارا شديدا وقطع شيئا من نخيلهم هذا وآل خليفة يمدون أهل سيهات بما يحتاجونه للحصار فلما رأى فيصل اتفاقهم على الحرب واتبى الحصون التي في القطيف فجعل محمد بن سيف العجاجي في بلد دارين وسليمان بن سحيم في بلد تارود ومعه مرابطة فيه ومحمد بن نصار المعروف بالدعم في قصد تارود وأبو مسمار غلام سعود في الفرضة ثم بلغه قتل أبيه رحمه الله فرحل من القطيف قافلا ولم يشعر بذلك أحد من المسلمين ورحل معه بعبد الله بن غانم رئيس القطيف مقتل الإمام تركي بن عبد الله وأخذ ابنه الإمام فيصل بثأره وفي هذه السنة في يوم الجمعة آخر ذي الحجة قتل الإمام الشهيد ذو الشجاعة والرأي السديد الذي ليس له مماثل في الرأي والسياسة الجامع بين العفو والحلم والإناءة والرئاسة والوافي بالعقود تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وذلك أن مشاري بن عبد الرحمن بن سعود حاشية هو مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود خاله وابن عمه الإمام تركي كان مشاري مع من نقلهم إبراهيم باشا من آل سعود إلى مصر ولم يزل خاله الإمام تركي رحمه الله يراسله بالقصائد في مصر يستحطه على القدوم عليه فقدم عليه من مصر سنة 1241 هجرية فأكرمه خاله وأنعم عليه ولكن بطانة الشر وجلساء السوء زينوا لمشاري الغدر فحصل منه ما حصل كما ذكره المؤلف هنا وهو قتل الإمام تركي فرحم الله الإمام تركي فإنه استطاع ببطولته وبسالته أن يعيد حكم آل سعود بعد ذهابه فهو بحق منشئ دولة آل سعود الثانية ومنقض ملكهم ومعيد مجدهم وبولايته انتقل الحكم من سلالة عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى سلالة أخيه عبد الله بن محمد بن سعود وبقي فيهم إلى هذا اليوم خلد الله ملكهم وأدى معزهم فإنهم لا شك أنصار الإسلام وحمات الدين والتوحيد انتهت الحاشية وذلك أن مشار بن عبد الرحمن بن سعود من الذين نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر فشرد منها سنة اثنتين وأربعين ومائتين وألب قدم على خاله بن عمه الإمام تركي بن عبد الله وقد استقام له الأمر على نجي كلها فقام له قاله أتم القيام وأكرمه وزاده في الإكرام وأعطاه خيلا وركابا وسلاحا وجميع ما يحتاج إليه من فرش وغيرها واستعمله أميرا في منفوحة ولم يعلم ما في طي الغيب من الأقدار وربك يخلق ما يشاء ويختار فلما كان في سنة خمس وأربعين وشابه واش عند خاله تركي رحمه الله تعالى أنه اجتمع بأناس مولاة الرعية وعاقدهم على قتله فوقع في نفس تركي على أناس من أجل هذه الشبهة شيء فعزل منهم من عزل عن ولايته وعفى عن من عفى منهم ولم يرفع في الأمر رأس وزاد في إكرام مشاري إلا أنه عزله عن أمارة منفوحة فحقد في نفسه فلما غزى تركي للشمال كما تقدم خرج مشاري من الرياض مغاضبا لخاله كما قدمناه فلما رجع إليه مع أهل المذنب كما سبق جعله تركي في بيت عند أهله وعياله وقام بجميع حوائجه ولا جعل عليه داخلا من الناس خوفا من الفتنة فلبس عليه رجال من أهل الديوان الذين ضعف في قلوبهم الإيمان مع ما عنده من تسويل الشيطان وقالوا له إنك أولى بالحق وأنت الشجاع المقدم وقد انتقص وخذلك فهو أحق بالقتل ولم يعلموا بما قاله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ولكن إذا جاء القبر عمي البصر فزاد إغراءهم وحشة المكان واستطالة الزمان هذا والإمام تركي رحمه الله كثير الحلم والإعراض عن من نم ولم يسنح في خلده صدقة لمودته له وقرابته من وكثرة الإحسان إليه وقد قيل له ذلك فقال هذا قول لا معول عليه ولم يرفع بذلك رأسا لأن الأجل قد حضر بذلك ورسا فعزم مشاري على إظهار ما أبطن وجرد سيفه لإثارة الكتن وذلك بمساعدة رجال أساف من القدام الأراضم وتواعدوا عليه بعد صراط الجمعة إذا خرج من المسجد فلما صلى الجمعة وصلى سنتها التي بعدها خرج على عادته من الباب الذي جنوب المحراب وكان قد أعد هذا الباب في قبلة المسجد لدخوله وخروجه ولدخول الإمام عن تخطي رقاب الناس وكان قد وقف له البغاد بين الدكاكين وبين القصر والمسجد وبيده مكتوب يقرأه وإلى جنبه رجل على يساره فاعترضه منهم عبد خادم يقال له إبراهيم بن حمزة فأدخل الطبنجة معه معكم الإمام تركي وهو غافل فثورها فيه فوقع ميتا وإذا مشاري قد خرج من المسجد فشهر سيفه وتهدد الناس وتوعدهم وشهر معه أناس سيوفهم فعلم الناس أن الأمر قد قضي بليل فلما رأى زويد العبد المشهور مملوك تركي عمه صريعا شهر سيفه وجرح رجلا من خدام مشاري فلما لم يجد مساعدا هرب إلى القصر ثم إن مشاري ومن معه دخلوا القصر وحبسوا زويدا وجلس مشاري للناس يدعوهم إلى البيعة فلما علم آل الشيخ وقوع هذا العمر جلسوا في المسجد فأرسل إليهم مشاري فعبوا أن يخرجوا إلا بالأمان فكتب إليهم بالأمان فأتوا إليه وبايعوا ثم نقل تركي من موضعه ذلك وأدخلوه في بيت زويد فجهز وصلى عليه المسلمون بعد صلاة العصر ودفن في مقبرة الرياض آخر ساعة من يوم الجمعة رحمه الله تعالى وعفى عنه ثم أمر مشاري على نساء تركي وعياله ونساء فيصل وعياله أن يخرجوا من القصر فأخرجوهم واستولى على ما في الخزائن من الأموال والسلاح فقسم السلاح على خدامه وأعوانه وفرق شيئا كثيرا من الدراهم والكسوة بايعه أهل البلدان وهم في بلدانهم أمر من يأخذ له البيعة منهم لأنه قد تيقن أن فيصل لا يجسر على حربه ولا يقدم على بأسه وصولته ولا يساعده أحد من دولته وهذا هو المتردد بينه وبين أهل مشورته ولكن الله تعالى هو الحكيم الفعال والبغي مصرعه الرجال وقد وعد بذلك مكون الأقوان فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ثم إن زويد هرب من الرياض وقصد فيصلا فوافاه في الأحساء وعما فيصل فإنه لما بلغه الخبر في القطيف أخفاه عن الناس ورحل قافلا وقصد الأحساء وكان الأمير فيه من جهة أبي عمر بن محمد بن فيصان فلما قدم الأحساء فشى ذلك في الناس وكان معه رؤساء المسلمين وأعيانهم منهم الأمير عبدالله بن علي بن رشيد رئيس جبل شمر وكان ذا رأي وشجاعة وعبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن حسن رئيس بريدة وتركي الهزاني رئيس الحريق وحمد بن يحيى بن غيهب أمير الوشم وغيرهم رجال من رؤساء العربان فأرسل إليهم فيصل وأحضرهم عنده ومعهم عمر بن فيصان فأخبرهم بالأمر وأنه لا بد من أخذه الثاب فلما سمعوا كلامه أولئك الجماعة قاموا كلهم وبايعوه على السمع والطاعة فكانت بإذن الله كلمة مجتمعة على المسير والحرب معا ثم رحل من مكانه ودخل الأحسى وساعده بن فيصان فيما أراد فأمر بالتزود للمسير بالزهاب والزهبة والسلاح والدراهم العداد ثم رحل من الأحسى بجنوده ورفع رايته وبنوده وأعمى الله أخباره عن الباغين فلم يعلموا فدوره ولا وروده فلما كانت ليلة الثلاثة تاسع عشر من المحرم نزل قريبا من بلد الرياض وثوروا بالبارود حتى كان له رعد عظيم وانقضاض ومع ذلك فالباغي لا يسمعه ولا يشعر به ولا خطر على باله ولا تحدث به ويرسل الرسل ليأتوه بالخبر فيرجعوا إليه لا عين ولا أثر ثم أمر على من كان معه من أهل الرياض يدخلون البلد في الليل ويمسكون البروج والبيوت المقابل أهل القصر وأمر على رجال من غيرهم ممن يثق بهم يسيرون معهم فلما وصلوا إلى البلد وجدوا بروجها مملوئة من الرجال جعلهم مشاري فيها فلما رأوهم وعرفوهم سكتوا عنهم وأدخلوهم البلد وكل ذلك تقدمة لما قضاه رب العالمين فدخلوا البيوت والبروج وضبطوها فلما حاطوا به عن مدارك الفرار شب النار بالبنادق وصاحوا بالتأر فلم يفجأ مشاري وذويه إلا أصوات تلك الرجال وبنادقهم يثأرون عليه وإذا بهم وسط البيوت يعشرون ويثأرون بدم الإمام ويرمون فلما رأى ذلك بهت وسقط في يديه ونزل الدعر والرعب عليه وعلم أنها داهية شاقة وحادثة حاقة فأغلقوا الأبواب وصعدوا بروجهم للحرب وهم يعلمون أن ليس لهم بذلك من طاقة ولكن أضرموا الحرب ليرموا أسباب الهرب والخروج واب الله إلا الانتقام ممن غدر بالدمام ولما كان بعد صلاة الصبح ركب فيصل من مكانه بالمسلمين ودخل الرياض ونزل البيت وفرق المسلمين في البيوت وفي بروج البلد وشب الحرب على من من في القصر وكان الذي فيه مع مشاري نحو ماءه وأربعين رجلا منهم سويد بن علي رئيس جلاجل وتابع الحرب عليهم في الليل والنهار ورماهم بالمدافع الكبار فلما كان ليلة التلاثة تاسع صفر نزل من القصر رجال من سبيع وغيرهم وأخبروا أنهم قد تخاذلوا ووقع في قلوبهم الرعب فأتى رجال من أعيانهم إلى سويد وطلبوا منه أن يأخذ لهم أمانا من فيصل هذا وهم في حصن حصين وعندهم من السلاح والات الحرب كمين فوق كمين وعندهم من الأزواد وفواكه المطاعم ما لو حاربوا ما أدسنه لكفاهم ولكنه كما قيل سمين الغصب مهزول ووالي الغدر معزول ولما كان ليلة الخميس حادي عشر صفر أرسل سويد إلى فيصل وطلب منه الأمان على نفسه وماله ومن كان عنده في القصر من الرجال سوى من باشر قتل الإمام أو ساعد في قتله فشاور فيصل ورؤساء المسلمين فأشاروا عليه أن يعطيهم الأمان لأجل ما في القصر من بيت المال والخزانات وخاف إن أخذوه عنوة يصير بين الناس أشتاد فأعطاهم الأمان على الصعود إليهم للقتال فأتوا إلى القصر فرموا لهم الحبال فصعدوا إليهم وهم أربعون من الرجال مع الليث الشجاع والصارم القطاع عبدالله بن علي بن رشيد رئيس بلد شمر وابداح رئيس آل حبيش من العجمان والشجاع المقدام عبدالله بن خميس رضيع الإمام فتولوا عليهم في وسط القصر وقصدوا مشاري وأعوانه في مكانهم فقتلوهم وهم ستة رجال وأخرجوا جسد مشاري ورأسه خارج القصر ليعرف وينظر إليه رحمه الله تعالى وعفى عنه فإن القصاص يكفر الله به عن الجاني ومغفرته أوسع من الذنوب العمد منها والزلل ورحمته أرجع من الإجتهاد في العمل وهو الجواد الكريم الغفور الرحيم ولما قتل مشاري ودخل فيصل القصر وسكنت الحروب وانفصل الأمر كتب إلي صاحبنا الشيخ محمد بن براهيم بن سيف رحمه الله يصف ما جرى لهم وعليهم من الحرب والحصار وانتصار الإمام فيصل وأخذه للتار ما صورته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن براهيم بن سيف إلى جناب الأخ المحب عثمان بن عبد الله بن بشر أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة وصرف عنه كل سوء برحمته آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فموجب الخط إبلاغك السلام على التوال والسؤال عن الأحوال الغوال وإن خطر المحب بالبال وصورتموه بمرآة الخيال فإنه في أحسن حال وأنعم بال يحمد الله إليكم على ما أولي من النعم وصرف من النقم سيما ما يسره الله تعالى من إهلاك أولي البغي والفساد وإراحة البلاد منهم والعباد فسبحان المتصرف في أحوال عباده بخوارق العادة الجارية على أقداره بما اقتضاه مرادة فإنه لما كان يوم الثلاثة التاسع منذ الخير حاشية وجدير بالذكر أن عبد الله بن علي بن رشيد هذا هو والد الأمير محمد بن عبد الله الرشيد الذي صفت له ولاية نجد من سنة ألف وثلاثمائة وثمانية هجرية إلى أن توفي سنة ألف وثلاثمائة وخمستعشر هجرية انتهت الحاشية التاسع منذ الخير نزل من القصر انثنى والجلاد فلما كان يوم الأربعاء نزل من القصر أحد عشر شخصا معا فلما رأوا الحال كذلك زاد ما بهم من الرعب حتى ظن كل منهم أنه الهالك فلما جن الليل الحالك من ليلة الخميس الحادي عشر منذ الخير صفر أخذ سويد الأمان على من في القصر سوى من قتل أو أمر أو ما لا علاقة للإمام أو حضر وبقي موقظ الفتنة وثلاثة معه في جوف القصر لا يدرون وخفيت عليهم خيانة جندهم حتى أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فلما تنبه الباغي ومن ذكر معه في الخيانة تيقن أن البغي صرعه وخانه فكلما صعد مربعة من القصر رجاء أن يدخلوه قالوا له ارجع أزكى لك بل طردوه فلما أسلمه أصحابه ذهبوا من معه إلى أذل مكان في القصر وتخبأ به فأصعد جنده الذين في المرابع قوما من جند المظلوم فهبطوا عليه ليقتلوه فلم يزالوا بالحرب والضرب يساجلوه فقتلوا أصحابه قبله فلما استراحوا منهم توجهوا إليه وجعلوه قبله فلما أثخنوه بالجراح المزعجة تخبأ في بيت الدرجة وطلب مواجهة ابن عمه فأبوا عليه ثم طلب شربة ماء فلم يجيبوا إليه فخرج عليهم مصروعا بالبغي فأججوا فيه الملح والرصاص وأخذوا التأر واستوفوا بالبيض القصاص نسأل الله تعالى العافية وأن يشملنا بلطائف بره الوافية وجملة من قتل معه وبعده ستة رجال ونزل فيصل القص واجتمع المسلمون عليه والله تعالى أسأل أن يجعله هاديا مهديا محسنا إليه والمحب لكم كثير الدعاء والشوق لجنابكم والثناء نسأل الله تعالى أن يمن بالتلاق السار ويحجب عنا وعنكم الأسوى والمضار والحال كما قال إذا تحققتم ما عند صاحبكم من الوداد فذاك القدر يكفيه أنتم سكنتم في فؤادي وهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه فكتبت إليه جواب كتابه من الفقير إلى الله تعالى عثمان بن عبدالله بن بشر إلى الأخ المحب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن سيف أمده الله تعالى بعنايته وأفاض عليه سوابغ فضله وكرامته آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فورد مشرفكم الشريف وخطابكم العالي المنيف بهذا النصر العظيم لإمام المسلمين فالحمد لله رب العالمين وما ذكرت من إهلاك أولي البغي والفساد وإراحة العباد منهم والبلاد فهذه سنة الله في الباغين وانتصاره للمظلومين خصوصا من سفك الدم الحرام سيما إن كان في الإمام وقصص الأولين مواعظ للآخرين وهذا الإمام قدس الله روحه وعشيرته هم الذين أعاد الله بهم الإسلام بعد غربته وفرج الله بهم عن كل مظلوم كربته فلما أمضى الله عليهم القدر ووهى الإسلام بعدهم ودتر وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمرت في حال الصلاة المجالس وهجرت المجامع والمدار وسل سيف الفتنة بين الأنام حتى أن الرجل في جوف بيته لا ينام أظهر الله من بيتهم هذا الإمام الهمام فبذل جهده في نصر هذا الدين واجتماع شمل المسلمين وجالد عليه بالسيف والسنان وصبر على مقاسات أهل الطغيان من عساكر الترك والروم ومن وازرهم من أعوانهم من القوم حتى خمدت الفتنة وطفيت نارها وتقشع دخانها وعبارها فاجتمعت به الأمة بعد افتراقها وحقنت به الدماء بعد إهراقها وهابه الأقصى في حجازها وعراقها وهو مع ذلك في تواضعه كرجل من عامة المسلمين يلبس مثلهم في اللباس ومثلهم على الراحلة إذا ركب في الناس أبوابه لا ترد وحجابه لا ترد ويكافحه الجافي فيرد عليه أحسن رد وتوقف المرأة والضعيف للحاجة فيقف ولا يصد فصار المسلمون به مبتهجون وبأخلاقه مسرورون وفي أوطانهم آمنون ثم جاء هذا من مصر وحيد وليس معه خدم ولا عبيد فقام له الإمام أتم القيام وأنعم عليه أحسن الإنعام وعطاه الخيل والسلاح وخال فيه الصلاح واستعمله أميرا على بعض رأيته ثم لم يكفه إلا أن أراد الفتك به فكف الله عنه يده وخرج مستصرخا من بلده ثم رجع إلى الإمام لما يعلم منه من عدم الانتقام والصف عن أهل الإجرام فوافاه بالصفح الجميل وأعطاه العطاء الجزيل وهو مع ذلك يحفز لوثبه ويؤلب أعوانه وحزبه فلما آثر الحياة الدنيا وظن أن القصر هو المأوى وثب على الإمام وسفك الدم الحرام فلما أسلمه للمنون أخرج من قصره أرحامه الأدنون حاشية كذا في الأصل وصوبه الأدنين انتهت الحاشية وجعل مكانهم ما تعلمون أيحق لمن هذه أفعاله أن ينصر أو يكون واليا على هذا المنكر كلا والله وقد قال الله من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف في القتل إنه كان منصورا قال ابن كثير رحمه الله ينصر شرعا وقدرا وفي الحديث ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وقال الحكماء من سل سيف العدوان أغمد في رأسه وقيل مجتمع الملك والبغي في سرير إلا خلا وقيل لكل عاثر من راحم إلا البغي فإن القلوب مطبقة على الشماتة فيه بمصرعه وما أعطى البغي أحدا شيئا إلا أخذ منه أضعافه ولما أتان الخبر بقتل الإمام ونحن قادمون بلد القويعية راجعين من الحج ما جناس بعضهم في بعض وضاقت بما رحبت عليهم الأرض وبلغت القلوب الحناجر وظن أنه يقع بين الناس التشاجر فقلت لهم والله ليلين النفيصل وليجعلن الله له سلطانا كما وعد به سبحانه وأنزل به قرآن وبعد ما ألفين البلد وكثر الهرج ذكرنا لهم سنة الله في الأولين ثم أقسمت لهم على نصره تصديقا لرب العالمين فالحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وليس يا أخير أعظم من هذا النازل ولا مصاب أعظم من هذا الخطب الهائل الذي صدع عشار القلوب وأفاض الدموع من القرب بمصاب الإمام الشهيد أسكنه الله غرف الجنان وأفاض عليه شآبيب المغفرة والرضوان فيا له من إمام ما أوفى ذمامه وقائم بنصر الإسلام ما أحسن قيامه لكن على الموت سلفت الأمم وجرى بمحتومه القلم فما مات أحد قبل أجله الذي قدر له وما تقدم عنه وما تأخر وزن خردلة ولو كان من الحمام ملجأ أوز لكان أولى بذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم فإنه كان جرى من العيون عيون عند حدوث الحادث فقد قرت الأعين عند انتصار الوارث جعل الله هذه هي خاتمة الفجائع وجعل نجله السعيد في أمان من الحدثان وجنى بمزيد لا يشوبه نقصان والسلام وكان الشيخ محمد بن سيف هذا المذكور له معرفة ودراية قرأ في جملة من العلوم وأكثر قراءته على الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقرأ على عبي في التفسير والحديث ثم سافر إلى مصر في حدود سنة أربع وخمسين ومائتين وقرأ فيه فيما ذكر جملة من فنون العلم ثم رجع واستعمله الإمام قاضيا في جبل شمر عند الأمير عبد الله بن رشيد وتوفي هناك سنة خمس وستين ومائتين وألف رحمه الله تعالى رجعنا إلى ما نحن بصدده وكان تركي رحمه الله شجاعا مقداما مجاهدا في سبيل الله افتتح قرى نجد واستولى عليها بالحرب والصل بعد أن كان بعضهم يضرب رقاب بعض وكان كل بلد أميرها شاهرا سيفه لمحاربة البلد التي تليه فجاهد حق الجهاد حتى أطاعت له البلاد والعباد وصاروا كلهم جماعة وبايعوه على السمع والطاعة وكان لما أخذ ابراهيم باشا بلد الدرعية هرب منها في الليل وقصد آل شامر من بادية العجمان وأقام عندهم وتزوج بنت غيدان ابن جازع ابن علي فولد له ولدا أسماه جلوي حاشية عن جبل الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود أربعة أبناء هم فهد بن تركي والإمام فيصل بن تركي وجلوي بن تركي وعبدالله بن تركي فأما فهد بن تركي فقتل في حرب الدرعية سنة 1233 هجرية وليس له عقب وأما الإمام فيصل بن تركي فهو جد آل عبد الرحمن بن فيصل وآل سعود بن فيصل وأما جلوي بن تركي آل جلوي وإليه أشار المؤلف هنا وأما عبدالله بن تركي فتعرف دريته اليوم بآل تركي نسبة إلى جد الجميع الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود وقد اشتهرت درية عبدالله بن تركي بهذه النسبة دون غيرهم من أحفاد الإمام تركي بن عبدالله انتهت الحاشية لأنه ولد له في جلوته من بلده ثم إنه لم يزل ينتقل في العربان والبلدان ونزل بلد الحلوة المعروفة في الفرع فلما أراد الله إتمام نعمته على المسلمين وحقن دمائهم وجمع شملهم رحل بشردمة رجال من الحلوة وقصد بلد عرقه وحارب الترك كما مر وكان ذا رأي وشجاعة وفطنة وبراعة وحلم وأناءة وله من ذلك ما ليس لغيره من الملوك والصلاطين بل له الحظ الوافر حتى لا يقاس به في زمانه قرين مع تواضعه لليتامى والمساكين في هيبة جعلها الله عليه ومحبة في القلوب مصروفة إليه وعاد الله به أبهة هذا الملك فعمر ابنه المجد والمكارم ورفع شرف آبائه وأعمامه الخضارم وكانت اليتامى من كل بلد عنده في قصره وكل أرملة ومنقطع يحسن إليه ويبره وهو الذي يتولى إلباسهم كسوتهم بيده تواضعا ولا يقدم إليهم الطعام إلا بحضرته وكان لا يخل بمجامع الدروس واجتماع المسلمين وفي كل يوم خميس وإثنين يخرج من قصره فيجتمع الناس لذلك أجمعين وكان العالم المقدم في ذلك المجلس الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكانت القراءة عليه في ذلك المجلس تارة في تفسير ابن جليل وتارة في كتب الحديث وأما سيرته في مغازيه فإنه إذا أراد الغزو كتب لأمراء البلدان ورؤساء العربان وواعدهم يوما معلوما من شهر معلوم ثم يخرج زهابه وزهبته ومدافعه إن كانت ولا تضيفه وعليق خيله قبل خروجه بنحو خمسة عشر يوما ثم بعد ذلك يظهر الراية فتوضع قريبا من باب قصره قدر يومين أو ثلاثة ثم يخرج يوم الخميس أو يوم الأثنين من قصره وقد وقف له الفرسان من بنيه وعشيرته ورجاله على خيولهم وتقف له الرجال والأطفال والأرامل والمساكين فيدعون له ويودعونه فيبدل لهم العطايا ثم تنهض الغزاه بعده فيسير للمكان الذي وعد المسلمين أن يجتمعوا فيه فيسير بهم وكان ينزل في المنزل قبل غروب الشمس ويرحل منه قبل شروقها ويقيل الهاجرة ولا يرحل حتى يصلي صلاتي الجمع الظهر والعصر فإذا وصل إلى عدوه شن عليه مغارة فإذا رأوه نزموا لما جعل الله في قلوبهم من الرعب منه وإذا استولى على عدو قتل المقاتلة وترك النساء والأطفال والشيوخ وأخذ الأموال ولم يقتل أحدا صبرا فإن لم يكن قصد عدوا نزل في موضع بالمسلمين وأقام فيه على حسب ما قصده من المصالح للمسلمين وكل أهل ناحية يخطون لهم مسجدا ويجتمعون لصلاة الجماعة على الإمام الراتب وبعد فراغه يصلي إمام تاني بالمتخلفين عند المتاع ولا يصلي أحد منفردا وكان يجتمع المسلمون عنده للدرس فيعظهم ويذكرهم العالم الذي معه وأكثر القراءة عنده في ذلك المجلس في كتب التفسير والسير وبعض الأوقات في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتب الحديد وفي موضعه ذلك تأتي إليه وفود العربان ويفرق العمال لتقبض الزكاة فيأخذونها على الوجه المشروع من أهلها فإذا فرغ من مقاصده رجع قافلا وأدن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم ومن لطيف سيرته أن يكون للضعيف في الغاية من التلطف والإكرام ولين الكلام وإطعام الطعام وأما خيله وعبيده وخدمه وآلات حربه فشيء كثير وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كثير النصائح لرعيته وقد رأيت أن أورد رسالة من نصائحه لرعيته لأعلم من سمعها أنه من الدائين إلى الله المجاهدين في سبيل الله قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم من ترك بن عبد الله إلى من يراه من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد موجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن أحوالكم والنصيحة لكم والشفقة عليكم والمعذرة من الله الذي ولاني أمركم والله المسؤول أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر والله تعالى منعم يحب الشاكرين ووعدهم على ذلك المزيد قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالذي أنصيكم به تقوى الله في السر والعلانية قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وجماع التقوى أداء مفترض الله وترك ما حرم الله وعظم فرائض الله بعد التوحيد الصلاة ولا يخفاكم ما وقع من الخلل بها والاستخفاف بشأنها وهي عمود الإسلام الفارقة بعد الكفر والإيمان من أقامها فقد أقام دينه ومن ضيعها فهو بما سواها أضيع وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر وصية كل نبي لقومه وهي آخر ما يذهب من الدين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وبعض الناس يسيء في صلاته واحدا يتخلف عن الجماعة ويصلي وحده أو في نخله هو ورجاجي لهو المسجد جار لهو في الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وهذه أمور ما يخفاكم وجوبها لكن الكبرى عدم إنكار المنكر وتزيين الشيطان لبعض الناس إن كلا ذنبه على جنبه وفي الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرأ أو ليعمنكم الله بعقابه وكذلك الزكاة بعض الناس يبخل بها أو يستخف بها ويجعلها وقاية دون ماله والعياذ بالله وأنتم تعلمون أنها من أركان الإسلام قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله منها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين علف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ثم ذكر عقوبة مانعها من الإبل والغنم وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه ونصاب الزكاة تفهمونه وعروض التجارة مثل الزرع الذي يدخره صاحبه ولو كان من زرع قد زكى إذا حال عليه الحول وهو معد للتجارة وجبت فيه الزكاة أو تمرا أو أثمانهما كلما أعدت للتجارة تجب فيه عند الحول ويزكي صاحبه والله تعالى يبتل الغني بالفقير وطلب منكم اليسير فمن أداها فنرجو أن الله يقبلها منه ويخلفها عليه ومن مكر بها فالله خير الماكرين وكذلك الرباء تفهمونه أنه من أكبر الكبائر وأن مرتكبه محارب الله ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الرباء وموكله وكاتبه وشاهديه فلعنهم سوا فدل هذا الحديث أن الرضا بالمعصية معصية وأن من لم ينكر على المعاصي كالمرابي فهو مثله وفي حديث آخر الرباء سبعون بابا أيسرها مثل من ينكح أمه وفي الحديث أيضا أربعة حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نائمها مدمن الخمر وأكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه وفي حديث آخر ما ظهر الرباء والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها ومن أنواع الرباء بيع الطعام بالطعام إلى أجل وبيع الملح بالطعام قبل القب وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والتفرق قبل القب وفي الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد وزنا بوزن كيلا بكيل فمن زاد واستزاد فقد أرباء الآخذ والمعطي فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ومنه القرض الذي يجر منفعه وفي الحديث كل قرض جر نفعا فهو رباء وكذلك قلب الدين بالدين على المعسر إذا كان في ذمته دراهم فعجز عن وفائها أسلمها عليه بطعام وهذا يشبه ربى الجاهلية إما أن تقضى وإما أن تربى وكذلك بيع العينة وهي حرام إذا كان عند رجل سلعف فاشتراها منه إنسان إلى أجل ثم اشتراها منه صاحبها الذي باعها بدون ثمنها وأنواع الرباء ما يمكن حصرها فيلزم المسلم الذي له معاملة أن يفهم أنواع الرباء ودقائقه لألا يقع فيه والجاهل يسأل العالم والخطر عظيم يسخط الرب ويمحق المال فاستعينوا بالله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكذلك المكايل والموازين وأنا ملزم كل أمير أن يحضر مكايل بلده وموازينها وينظر فيها عن الخلل وتكون على مكيال واحد وميزان واحد وتفقد الناس في كل شهر ولا يحل بخص المكيال والميزان ولو كانت المعاملة مع ذمي كما في الحديث أدّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقم من خانك وكذلك تفقد الناس عن المعاشر الردية والذين يجتمعون على شرب التتن والنشوق به وكل أهل بلد يرتبون مجالس للدرس في المجامع فإن كانت خاربة يعمرونها والذي يعرف بالتخلف عن المجالس الدكر يرفعونه لنا وأنا آذن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا كان عن علم ينصح أولا ويؤدب ثانيا ومن عارضه من خاص أو عام فأدبه الجلاء من وطنه وهذا من ذمتي في ذمة من يخالف الله واليوم الآخر وأنا أشهد الله عليكم أني بريء من ظلم من ظلمكم وأنا نصرة لكل صاحب حق وعون لكل مظلوم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وأعزكم بعد الذلة وجمعكم بعد الفرقة وكثركم بعد القلة وأمنكم بعد الخوف وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم والسلام فانظر أيها الإنسان إلى هذه النصيحة وما اجتمدت عليه من الأحكام والدعوة إلى الله والشفقة على عباد الله وهذه وما في معناها صفة مراسلاته بالنصائح لرعيته التي يبعث بها في كل سنة إلى كل ناحية وهذه عادته وعادة ابنه فيصل ولو ذكرت نصائحهما لرعيتهما المتضمنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله لبلغت مجلدا وقدرتاه الشيخ عثمان بن منصور بقصيدة طويلة أولها أبرق بتا من جانب الشرق يكشفوا يذكر آلافا وللدمع ينشفوا وبالجملة فمناقبه وما كارمه مأثورة وفضائله ووقائعه مشهورة ولو ذكرت ما مدح به من الشعر والنفر لطال غاية ولكن فيما ذكرنا كفاية وكان أميره على الأحساء عمر بن محمد بن عفيصان وعلى القطيف عبدالله بن غانم وعلى عمان سلطان بن سقر رئيس القواسم وعلى وادي الدواسر عبدالله بن براهيم الحصين ثم أنه استعفى فجعل مكانه محمد بن عبدالله بن جلاجل وعلى سدير محمد بن الأمير صاحب ضرمة ثم عزله وجعل مكانه محمد بن عبدان من أهل الأحساء فلما توفي صار مكانه أحمد بن ناصر الصانع وصار وكيلا أيضا على بيت المال وعلى عنيذة يحيى بن سليمان بن زامل ثم عزله وجعل مكانه محمد بن ناهض وعلى بريد عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن حسن وباقي القصيم تحت يده وعلى جبل شمر صالح بن عبد المحسن بن علي وعلى الوشم حمد بن يحيى بن غيهب ثم جعله أميرا في سدير وجعل مكانه في الوشم محمد بن عبدالكريم البواردي وعلى الخرج علي بن محمد بن عفيصان وعلى المحمل يحيى بن ساري ثم عزله وجعل مكانه عبدالله بن دخيل وكان قاضي في الرياضة الشيخ عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعلى الخرج الشيخ العالم الفقيح عبدالرحمن بن حسين ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وكان ذا علم وحلم وورع وعلى حوطة بني تميم سعد العجيري فلما توفي جعل مكانه الشيخ علي بن حسين ثم رجع إلى الرياض وجعل مكانه الشيخ عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى وادي الدواسر جمعان بن ناصر وعلى المحمل الشيخ محمد بن مقرن وعلى الأحصى الشيخ عبد الله الوهيبي إلى أن توفي سنة ثلاث وستين رحمه الله وكان في الغاية من الديانة والعفاف والسخاء والكرم وعلى الوشم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين وعلى سدير الشيخ عبد الله بن سليمان بن عبيد فلما توفي صار بعده الشيخ عبد الله بابطين يأتي إليه نحو شهرين ثم يرجع إلى الوشم ثم بعد ذلك جعل فيه الشيخ عبد الرحمن بن حمد التميري وعلى منيخ والغاط والزلفي عثمان بن عبد الجبار بن شبانة فلما توفي صار مكانه ابن عبد العزيز وعلى القصيم قرناس صاحب الرس وعلى القطيف محمود الفارسي وكان يبعث إلى جبل شمر وعمان والقطيف قضات فيقيمون عندهم سنة أو نحوها ثم يأذن لهم في الرجوع إلى أهلهم أحداث السنة الخمسين بعد مئتين وألف إلى السنة الرابعة والخمسين بعد مئتين وألف من الهجرة ثم دخلت سنة خمسين ومائتين وألف ولما قتل مشاري وأعوانه وتفرق شملهم بأمر الله سبحانه دخل الإمام فيصل القصر وقارنه العز والتمكين والنصر وجلس على سرير الملك والشرف وأعلن بالحمد والشكر لباريه واعترف وأطلع الله شمس سعادتي مشرقة الأنوار ولبست الدنيا من حلل سيادته ملابس الافتخار وسر بولايته الأوطان والأقطار أخذ الملك لا من كلاله وأتاه مستبشرا يجر أذياله فلم يكن يصلح إلا له شعر أتته الإمامة منقادة إليه تجر جر أذيالها فلم تك تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها وكان الإمام فيصل متع الله به له مع ربه سرا يلتجي في الشدائد إليه وثقة به في كل نازلة يرجوه ويعول عليه وقد كان حفظ القرآن على ظهر قلبه وهو صغير وحافظ على تلاوته والتهجد به شاب وكبير وكان له حظ من الليل والقيام فيه كثير التضرع والابتهال لخالقه وباريه فكم حامت عليه حوائم الخطوب والآفات وكم وقع في عظائم المهلكات يدخل فيه اليأس على الأتقياء والأكياس فضلا عن أهل الولايات ورؤساء الناس فيجعل الله له من ذلك فرجا قريبا ويجعل الله له مخرجا عجيبا فمن ذلك مخرجه من حبس الترك المرة الأولى ولطف الله به في خروجه من مصر وفي سفره في البر والبحر فلما وصل إلى أبيه استبشر به أعظم بشرى فترقت به الأحوال وبلغ غاية الآمال المخرج الثاني هذه الحادثة الكبيرة والفعلة الشهيرة وهي قتل أبيه وقاتله ابن أخته وابن أخيه فأطبق أهل نجد وكاتبوه والأكثر منهم أطاعوا له وبايعوه وساعده على ذلك أبطال الرجال مع قوة عظيمة من السلاح والعدد والأموال فسل فيصل حسامه وشهره والتجع إلى ربه فنصره فأخذ التأر وجرعهم ريب المنون وأوقع بهم ما تعلمون المخرج الثالث وهو الخطب العظيم الذي وقع منه اليأس والفوت وظن الناس كلهم أن الذي وقع به شراك الموت وقالوا هذا رجل من الترك شارد فأوثقوا في شراكهم الصائد وقد قاتلهم وأساء إليهم ووقع في قضة أيديهم فهذه المرة لا يسلمونه أو يجعلون عليه من العساكر مسلطين يحفظونه فأنزله الله تعالى بقدرته من رأس القاهرة الكبرى وأعمى أعينهم عن يمنة ويسرى فأوصله إلى بلاده محفوظا حتى أجلسه على وساده وكان ملكه قد أخذه من عشيرته شجاع قتال وجمع عنده كثيرا من الخيل والسلاح وآلات الحرب والرجال والأموال فداخله الدل والرعب حين سمع به ورآه فلم يثبت له بل هرب منه حتى حصره وساعده من الله نصرا وأخذ الملك منه قصرا أو قهرا المخرج الرابع وهو أعظمها عندي وهي عصيان أهل القصيم عليه ونبدهم العهد واستعدادهم له بالحرب وجمعهم له من العدة والعدد واتفاقهم أنهم لا يعطون الدنيا للإمام فسار القدر بسرية قليلة مع عبد الله بن الإمام قاصدين فرقانا من البدل قد قطعوا الزمام فنهض إليهم شجعان أهل القصيم وأبطالهم وتعاهدوا على قتلهم وقتالهم وأنهم لا يبقون على واحد من رجالهم فالتقى الفئتان وتصادمت الفريقان فوقع الله الرعب في قلوبهم فمنحوهم الأكتاف وجرى عليهم من القتل والسلب ما لا جرى على غيرهم من الأسلاف فوقع الرعب في قلوب قادتهم بلا قتال وهربوا من بلدانهم وتركوا رعيتهم بلا وال فدخل الإمام بلدانهم واستولى على أوطانهم وخافوا من تنكيل ونكال فصفح عن الرجال والأموال وستقف على ذلك كله عند ذكره في محله من هذا الكتاب وبالجملة فخوارق العادات لهذا الإمام كثيرة معلومة شهيرة بين الناس مفهومة أصلح الله له دريته وأعطاه فيهم أمنيته فحافظوا القرآن على صدورهم ودأبوا في تحصيل علم الأدب في آصالهم وبكورهم ولهم معرفة في العلوم الشرعية والآثار السلفية وجمعوا كتبا كثيرة بالشراء والاستكتاب من حديث وتفسير وكتب الأصحاب وكان ابنه محمد في الغاية من الديانة والعفاف وكذلك عبد الله فإنه فوق ما قلنا فيه وأما سعود حاشية أنجب الإمام فيصل بن تركي رحمه الله أربعة أبناءهم الإمام عبد الله بن فيصل ومحمد بن فيصل وسعود بن فيصل والإمام عبد الرحمن بن فيصل وإنما يذكر المؤلف الإمام عبد الرحمن بن فيصل عند ذكر إخوته الثلاثة لأن الإمام عبد الرحمن لم يولد إلا بعد ما ذكر المؤلف هؤلاء الإخوة الثلاثة في هذا الكتاب بأربعة عشر عاما حيث ولد الإمام عبد الرحمن سنة 1264 هجرية إذا عرف هذا فلا يفوتنا أن نذكر أن الإمام عبد الله بن فيصل توفي ببلدة الرياض في ربيع الثاني سنة 1307 هجرية وقد أنجب ابن اسمه تركي ومات قبل وفاة والده بأشهر في بلد حائل وليس لعبد الله بن فيصل اليوم إلا ابنه لا تزال موجودة إلى هذا التاريخ وأما محمد بن فيصل فإنه توفي سنة 1311 هجرية في بلدة الرياض وليس له عق وأما سعود بن فيصل فإنه توفي قبلهما سنة 1291 هجرية وله اليوم أحفاد يعرفون بآل سعود بن فيصل وأما الإمام عبد الرحمن بن فيصل فأنجب تسعة أبناء هم الأمير فيصل بن عبد الرحمن توفي قديما سنة 1307 وجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله والأمير محمد بن عبد الرحمن رحمه الله والأمير سعد بن عبد الرحمن رحمه الله والأمير سعود بن عبد الرحمن رحمه الله والأمير عبد الله بن عبد الرحمن حفظه الله والأمير أحمد بن عبد الرحمن والأمير سعد بن عبد الرحمن والأمير سعد بن عبد الرحمن الثاني سمي على أخي سعد الأول بعد استشهاده سنة 1333 هجرية وقد بارك الله في أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأحفاده فبلغوا عددا وفيرا وقد توفي الإمام عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله تعالى في 13 ذي الحجة سنة 1346 هجرية في مدينة الرياض ودفن في جبانة العود انتهت الحاشية وأما سعود فظهرت فيه علامات السيادة والسعادة وهو صغير ملتف في مهادة واستعمله الإمام أبو أميرا في ناحية الخرج وكان له كرم وعطايا كثيرة واشتهر جوده في هذه الجزيرة وساعده التقدير وكان له شأن كبير فالله سبحانه المسؤول أن يمنحهم من السعادة والسيادة الحظ الوافر العظيم ويهديهم إلى صراطه المستقيم ولما جلس فيصل على سرير الملك بتدبير مالك الملك الذي سخر الفلك والفلك وعظ الناس وحظهم على طاعة الله تعالى والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكتب إلى قضاته يقدمون عليه فقدم إليه الشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو إذ ذاك قاضي حوطة بني تميم وأخوه الشيخ عبد الرحمن بن حسين قاضي بلدان الخرج والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وهو إذ ذاك قاضي الوشم فألزمه بالجلوس عنده حتى فرغ من غز الدمام وقدم إليه الشيخ محمد بن مقرن قاضي بلدان اللهزوم فحضروا عنده مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهنأوه بما بلغه الله تعالى من أخذ الثار والمعافات للمسلمين من الفتن الكبار وكان يحب العلماء ومجالستهم فأقاموا عنده أكثر من شهر وأظهر إكرامهم وتوقيرهم واحترامهم وكان على طريقة آبائه في تعاهد الرعية بالنصيحة فمن ذلك ما كتبه لرعيته بسم الله الرحمن الرحيم من فيصل بن تركي إلى من يراه من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فموجب الخط إبلاغكم السلام لازلتم في خير وعافية والذي أوصيكم به تقوى الله تعالى في الغيب والشهادة والعمل بما يرضيه وتجنب معاصيه والمعادات والموالات فيه قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الآية وأهم الأمور تعلموا ما فرض الله سبحانه من معرفة أصل دين الإسلام وأركانه وواجباته ومعرفة شرائعه ومعرفة ذلك بالكتاب والسنة وقوام ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلابد في كل ناحية من طائفة متصدين لهذا الأمر كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الآية وَأَنَا مُلْزِمُ كُلُّ مَنْ يَخَافُ الله سبحانه وتعالى ويرغب في الفلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يكون الآمر مراعيا للشروط في ذلك بأن يكون عليما فيما يأمر به عليما فيما ينهى عنه وألزم كل أمير أن يكون عونا لهم وهم خاصته في الحقيقة عونا له على ما حمله الله من الأمانة ويكون لديكم معلوما أني واضع الجوائز حاشية الجوائز جائزة وهي ما يأخذه الحاكم من الرعاية غير الزكاة الشرعية واضع الجوائز عن المسلمين الحادر منهم والظاهر إذا كانوا معروفين بأداء الزكاة من أموالهم الظاهرة والباطنة وهي راجعة إليهم على الوجه المشروع إن شاء الله تعالى والمطلوب منكم الاستقامة على هذا الدين والاجتماع عليه وقد رأيتم ما في الجماعة من المصالح العامة والخاصة وما في التفرق من الشر في أمر الدين والدنيا أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول والعفو العافية في الدنيا والآخرة ثم بعد ذلك وفد عليه أمراء البلدان ورؤساء العربان فهنأوه وبايعوه فأقرهم وأعطاهم وحباهم وكساهم وأقر القضاة على أعمالهم وأذن لهم في الرجوع إلى بلدانهم وأمر على العمال أن يخرجوا مع الرؤساء لقبض زكاة عربانهم فركب مع كل رئيس قبيلة عاملة وفي هذه السنة وقع بين أهل وادي الدواسر اختلاف بينهم فأمر الإمام على جميع بلدان نجد بالمغزة فاجتمعوا عنده في الرياض فاستعمل فيهم أميرا حمد بن عبدالله بن عياف حاشية من ذرية عياف بن مقرن بن مرخان انتهت الحاشية فاستعمل فيهم أميرا حمد بن عبدالله بن عياف فسار بهم إلى الوادي وقصدوا بلد اللدام فحصل بينهم مناوشة قتال وسار بعض الغزو إلى بلاد الوداعين وقاتلوهم وقاموا في الوادي أكثر من شهر ثم رجعوا إلى أوطانهم فأقبل رؤساء أهل الوادي وافدين إلى فيصل وبايعوه كما يأتي وفيها سار الإمام فيصل بجنود المسلمين ومعه الشيخ ابراهيم بن سيف فأغار على فريق من الدواسر وهم في أرض العرمة فأخذهم وقتل منهم عدة رجال ثم نزل قرب بلد تمير حتى اجتمع إليه باقي غزوانه فرحل بهم ونزل الشعر وأقام فيها نحو أربعين يوما وأمر على المسلمين أن يجتمعوا عنده بعد صلاة العصر للدرس والمذاكرة ثم بعث عماله إلى العربان يقبضون منهم الزكاة وهو في منزله ذلك فبلغه أن ابن الدجمى وعربانه من قحطان هربوا من العمال وامتنعوا من أداء الزكاة فحشد بالمسلمين عليهم ودهمهم في مكانهم وقتل منهم نحو ستين رجلا وغنم المسلمون كثيرا من أموالهم من الإبل والغنم والأثاث ثم رجع إلى منزله في بلد الشعر ووفد عليه رؤساء العربان محمد بن فيصل الدويش رئيس مطير ومحمد بن قرملة رئيس كحطان وغيرهما وفي أثناء هذه الغزوة أتى إليه وفد أهل وادي الدواسر وهو في منزله ذلك وطلبوا منه العفو والصفح عما جرى منهم فعفى عنهم وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وأرسل معهم أميرا ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين وألف والإمام فيصل إذ ذاك في بلد الشعر وفي هذه السنة في أولها والإمام في ذلك المنزل عزل صالح بن عبد المحسن بن علي عن إمارة الجبل واستعمل فيه أميرا عبد الله بن علي بن رشيد وبعث معه قاضيا الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار وأقام عنده نحو ثلاثة أشهر حتى انقض الموسم ثم أذن له ورجع إلى بلده وفيها قتل صالح بن علي ومن معه من آل علي وذلك أنه لما وصل عبد الله بن رشيد إلى حائل أميرا كثر القال والقيل بينه وبين صالح آل علي وأعوانه فحصل بينهم مجاولة في المسجد يوم الجمعة وشهرت السيوف فقام الناس فحجزوهم في المسجد فخرج صالح وهدم قصرهم وأخرجهم من بلدان الجبل فقصدوا إلى بلد بريدة وكتب عبد الله إلى الإمام فيصل يقبره بالأمر وأنهم الذين بدأوه بالشر فصدقه الإمام ثم أنه أدركهم بعد ذلك في بلدان القصيم وقتلهم وفي هذه السنة سارت العساكر المصرية من مكة المشرفة ومعهم أحمد باشا وشريف مكة أحمد بن عون حاشية أحمد بن عون كذا في الأصل وصوابهم حمد بن عبد المعين بن عون انتهت الحاشية لمحاربة عصير في بلدان اليمل فملأوا السهل والجبل فلما وصلوا إلى اليمن أرسلوا إليهم أنهم ما يريدون منهم إلا رسم الطاعة فأطاعوا لهم فلما تمكنوا من بلادهم وملو ثغورها بالعساكر طلبوا منهم أموالا ونساء فأجمع رأي عصير أي يجمعوا شوكتهم وعدتهم فينفرون لحربهم ويسيرون معهم بنسائهم وأبنائهم حتى لا يفروا وخدعوا بذلك العسكر لأنهم لا يعلمون أنهم جاءوا لحربهم وإنما جاءوا يلعبون ويرمون عندهم فقامت العساكر تنظر إليهم وهم مقبلون يغنون ويلعبون وهم يضحكون منهم فلما قربوا منهم حملوا عليهم حملة واحدة صادقة ووضعوا فيهم السلاح فولت العساكر منهزمة وقتلوا فيهم قتلا ذريعا وأخذوا خيامهم ومدافعهم وأموالهم قيل أنه لم يبق منهم إلا نحو ماء وخمسين رجلا وقصد ابن عون وأحمد باشا مكة بشردمة قليلة وأرسل أهل عسير إلى فيصل بشيء كثير من سلاحهم وخيلهم فلما جرت هذه الوقعة انتدب أهل كل بلد من عسير على من عندهم من العسكر في بلدهم فقتلوهم وفيها في ربيع الآخر بعث الإمام فيصل زويدا العبد ومعه ما أتمطيه إلى ناحية القطيف فأمر فيه ونهى وعزل رجالا وأثبت رجالا ووفد ولد أمير القطيف بن غانم وبن عبد الرحيم أمير سيهاد على الإمام فبايعاه على السمع والطاعة وفيها أرسل محمد علي باشا مصر إلى شريف مكة محمد ابن عون حاشية محمد ابن عون هو الشريف محمد ابن عبد المعين ابن عون ابن محسن ابن عبد الله بن حسين ابن عبد الله بن حسن ابن أبي نمي الثاني وصل من مصر في جماد الأول سنة 1243 هجرية وتولى إمارة مكة للمرة الأولى ثم عاد إلى مصر كما ذكر المؤلف هنا ولكن المؤلف ذكر ذلك في سنة 51 والصحيح أنه عاد إليها في سنة 1253 هجرية وذلك على أثر نزاع قام بينه وبين محافظ مكة أحمد باشا الذي أشار إليه المؤلف هنا ولما حصل الاتفاق بين العثمانيين ومحمد علي باشا على التخلي عن ممالك الدولة العثمانية سنة 1256 هجرية صدر الأمر السلطاني بإعادة محمد ابن عبد المعين ابن عون المذكور إلى مكة فعاد من مصر ووصل مكة في السنة المذكورة أي سنة 1256 هجرية وقد سبقه ابنه عبد الله إليها وقام بشؤون إمارتها نيابة عن والده ولما قدم والده ظل أميرا بمكة من السنة المذكورة إلى عام 1267 هجرية حيث صدر الأمر السلطاني بترحيله وجميع أبنائه إلى تركيا وغادروا مكة إلى تركيا وبذلك انتهت إمارة محمد ابن عبد المعين ابن عون للمرة الثانية بعد أن أقام في المرتين 24 سنة ثم عاد من تركيا إلى مكة المكرمة في شعبان عام 1271 هجرية وبقي أميرا بمكة حتى توفي بها في ثالث شعبان سنة 1274 هجرية وخلف ستة أبنائهم عبد الله وعلي والد الحسين بن علي وحسين أعون الرفيد وسلطان وعبد الله وتولى إمارة مكة بعده مباشر ابنه عبد الله ثم تعاقبت ذريته على إمارة مكة وكان آخر من تولى منهم إمارة مكة الحسين بن علي انتهت الحاشية وفيها أرسل محمد علي باشا مصر إلى شريف مكة محمد بن عون وأحمد باشا رئيس مكة وأمرهما بالقدوم إليه فقدما عليه في مصر فأمسك الشريف عنده وادنا لأحمد باشا في الرجوع إلى مكة وإنما أرسل إليهما جميعا لألا يرتاب الشريف ويأبى عن القدوم إليه وفيها قدم دوسري بن عبد الوهاب أبو نقطة من عند محمد علي باشا مصر وكان دوسري هذا في مصر من حين نقلهم إبراهيم باشا في وقت حرب الدرعية كما تقدم أرسله محمد علي إلى فيصل يطلب منه مطالب وخراجا وذلك حين أراد أن يجهز العساكر مع خالد بن سعود فأراد ذلك جراءة على ما أراد فأرسل فيصل أخاه جلوي بهدية لرئيس مكة أحمد باشا فوصل إلى مكة وأقام بها إلى وقت الحج ثم رجع وفيها سار فيصل بجنود المسلمين فنزل غوظة التنهات المعروفة عند الدهنة وأقام فيها أكثر من شهرين وذلك أنه بلغه أن بعض العربان فيه ممتناع من أداء الزكاة فوفد إليه رؤساء العربان وأرسل معهم عمال يقبضون الزكاة وقدم إليه أخوه جلوي في موضعه ذلك فقفل راجعا إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وفيها أقبل أولاد عبدالله بن خليفة وافدين على فيصل فأكرمهم ثم أذن لهم بالرجوع إلى بلادهم وفيها بعث الإمام فيصل خادمه خير الله مملوك سعود إلى القصيم ومعه رجال واقام فيه وسعى في قفض الزكاة من عربان عنزه وغيرهم وفيها طلب رؤساء القصيم من الإمام فيصل أن يبعث إليهم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن عبابطين حاشية هو الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشهور بأبي بطين من عائد الضفير ولد بقرية الروضة من بلدان سدير سنة 1194 هجرية ونشأ بها وقرأ على عالمها محمد بن الحاج عبدالله بن طراد ثم رحل إلى شقرى واستوطنها وقرأ على قاضيها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحصين وقرأ على الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن عمر ببلدة الدرعية ولما استولى الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود على الحجاز ولي المترجم له قضاء الطائف وبقي فيها مدة سنتين ثم رجع إلى شقرى وصار قاضيا عليها وعلى جميع بلدان الوشم ولما تولى الإمام فيصل الحكم رغب إليه أهل القصيم أن يبعث إليهم المترجم له قاضيا لهم ومدرسا كما ذكر المؤلف عنهم ذلك هنا فبعثه الإمام فيصل فبقي عندهم فلما كان في سنة الف ومتين وسبعين هجرية رجع من عنيزه إلى شقرى ومكث بها حتى توفي سنة الف ومتين واثنين وثمانين هجرية وقد أخذ عنه العلم بالقصيم وبشقرى خلق كثير رحمه الله وعفا عنه انتهت الحاشية وفيها طلب رؤساء القصيم من الإمام فيصل أن يبعث إليهم الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبو ابطين قاضيا في بلدانهم ومدرسا لطلبة العلم في أوطانهم فأمر إليه الإمام أن يسير إليهم وكان إذاك في بلد شقرى قاضيا لناحية الوشم فسار إليهم وقدم بلد عنيزه وقام عندهم ثم طلبوا منه أن ينقل أولاده وينزل بهم عنده في عنيزه فنقلهم واستوطن عنيزه فأكرموه غاية الإكرام وانتفعوا بعلمه وفيها ظهر نجم له ذنب طويل مع بنات نعش وقت طلوع الفجر وكان يسير كل يوم أكثر من منزله وسار إلى جهة الجنوب ثم توسط القبلة عند العشاء الآخرة ثم غاب وقام أكثر من شهر وكان طلوعه لاثنين عشر ليلة بقيت من جمادة الآخرة من السنة المذكورة وفيها قل المطر وغلت الأسعار وصار سعر البر ستة أصواع وخمسة أصواع بالريال والتمر خمسة عشر وزنه بالريال وأصاب الناس مجاعه وجلا كثير من أهل السدير لزبير والبصرة وكان هذا الغلاء والقحط أوقعه الله بعد قتل الإمام تركي وعلى وجه إقبال عساكر الترك كما يأتي بيانه وكان هذا الغلاء يشبه ما أوقعه الله من الغلاء بعد قتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود فإنه وقع الغلاء والقحط بعده في نجد سبع سنين كما تقدم ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين بعد المائتين والألف وفيها سارت العساكر المصرية مع إسماعيل أغا أمير لواء وخالد بن سعود قاصدين إلى نجد وكان خالد هذا انتقل من الدرعية مع آل سعود حين نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر فلما وصلت العساكر المذكورة إلى الينبع البندر المعروف علم بخبرهم الإمام فيصل وكانوا نحو ألفين ما بين راجل وفارس فأرسل إليهم محمد بن ناهض الحربي رئيس قصر بسام بهدية لهم ويستفحص عن خبرهم فقدم إليهم ورجع إلى فيصل وأخبره بيقين خبرهم ثم أنهم رحلوا إلى المدينة ثم إلى الحناكية فاستشار الإمام رؤساء المسلمين في المسير إليهم أو عدمه وكان الأمير عبد الله بن علي بن رشيد رئيس جبل شمر حاضرا عنده فأشار على فيصل بن نفير والمسير إلى القصيم والنزول فيه قبل وصول العساكر إليه ومتابعة أهل القصيم لهم فاستنفر الإمام رعيته من الأحسى والجنوب والوشم وسدير وغيرهم فراكب من الرياض في آخر شوال ونزل القفيسة الماء المعروف عند الدهنة وأقام فيها أياما إلى أن اجتمعت عليه غزوانه ثم رحل ونزل الصريف الماء المعروف قرب بلد التنومة من ناحية القصيم فقام عليه أكثر من شهر حتى أن خالد بن سعود واسماعيل ومن معهما من العساكر نزلوا بلد الرس فرحل فيصل إلى بلد عنيزة ونزلها واستنفر أهلها فركب معه أميرها يحيى بن سليمان فسار من عنيزة واستنفر أهل بريدة فركب معه الأمير عبد العزيز بغزوه فسار الإمام بمن معه من المسلمين ونزل في رياض الخبرة وذلك في أيام التشريق فقام في ذلك المكان أكثر من عشرين يوما وهو محارب لعساكر الترك ولكن لم يحصل بينهم قتال ثم أن الإمام كاتب أهل بلد إشنانه فطلبوا منه أن يرسل إليهم سرية فأرسل إليهم ما أتمطيه مع زويد العبد فلما وصلوها وجدوا أميرهم في الرس وقال لهم أهل البلد لا نقدر ندخلكم إلا بحضور الأمير فوقع فشل في تلك السرية وانصرفوا إلى فيصل فلما قدموا إليه استشار رؤساء المسلمين في الرحيل والمقام فأشاروا عليه أن يأمر على أهل رحلته وذهابه وعليق خيله وجميع ثقله يرحلون إلى بلد عنيزة ثم يرحل بمن معه من المسلمين فيشن الغارة على بعض فرقان البدو الذين تابعوا العسكر ثم يرجع قافلا إلى عنيزة أو بريدة فأمر الإمام على أهل الرحلة بالرحيل فلما شدت رحالهم ظن أناس من أطراف الغزو أن عليهم هزيمة فشالوا على رواحبهم ووقع في المسلمين فشل فأمر فيصل على رجال من خدامه بتسكينهم وضرب من رحل وانهزم فقاموا عليهم وأدبوا فيهم فسكنوا عند ذلك وباتوا في مكانهم فلما كان بعد طلوع الشمس ركب فيصل بجنوده من ذلك الموضع ووقع بالمسلمين خفة فذقل فيصل وفرسان معه في ساقة جنودهم وقصدوا عنيزة ونزلوها وذلك يوم الخميس لخمس بقين من شهر ذي الحجة وشاور رؤساء المسلمين في المقام أو الرحيل فاقتضى رأيه أن يرحل بعزيزته ويقصد بلده ويقضي الله بتقديره ما أراد من تدبيره فرحل من عنيزة وأدن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وقصد الرياض ومعه أهل الخرج والفرع ومحمد بن قرمله رئيس كحطان وأدن له في الرجوع حين وصل بلد ثابت فلما وصل فيصل بلد الرياض نزل بخيامه وأثقاله خارج البلد ومن معه من أهل الخرج وغيرهم فدخل البلد على خيله فرأى من أهل البلد ما يريبه بل جاهره رجال بالعداوة فأخذ فيصل يهيئ ما في القص من مال وسلاح وأمتعة وغيرها فدخل عليه رجال من أهل الرياض وحدث عليه منهم ما أوقع في قلبه الخوف منهم ثم سار عليه أناس وحصل مجاولات فلما رأى فيصل ذلك افتضى رأيه السديد أن يفت في أعضادهم بالعطاء فبذل الدراهم لكل من حاذر منه لأنه خاف أن يمنعوه أن يخرج من القص بشيء يريدونه لخالد بن سعود ومن معه ومن جاهره بهذا الكلام فلما بذل لهم ذلك سكتوا عنه فأخرج جميع ما كان في القص من كل غال جعله عند رحائله وخيامه خارج البلد مع غزوان أهل الجنوب وأكثر ذلك أخرجه بخفية فلما استكمل ما أراد أخذه من القص وأراد الخروج منه إلى خيامه خاف من رجال منهم على خيله وما معه فأرسل إلى الذين عند خيامه من الرجال خارج البلد وأمرهم أن يرحلوا من مكانهم بجميع ما معهم ثم خرج من القص على خيله دفعة واحدة ووقف دونه رجال من أعوانه حتى خرج من البلد فلحق بماله مسرورا سالما ومعه من الخيل نحو أربع ماء ومن العمانيات النجائب عدد كثير فأنجاه الله تعالى من البغاد وسلمه خالقه وبارئه من الآفات فلما وصل الخرج أقام فيه عشرة أيام ولحقه بعض أهله وشيء من باقي أمتعته ثم رحل إلى الأحسى فلما وصل إليه نزل فرقيقة فخرج إليه ابن عفيصان ورؤساء أهل الأحسى وبايعوه على النصرة والقيام معه وظهر ابن عفيصان من قصر الكوت المعروف ونزله فيصل بإياله وأثقاله وأقام في الأحسى آخر عاشورا وصفر وربيع الأول من سنة الثلاث وخمسين ووفد عليه رؤساء العربان من طير والعجمان والسهول وسبيع وغيرهم رجعنا إلى تمام قصة إسماعيل وخالد ثم أن إسماعيل ومن معه من العساكر لما ارتحل فيصل من أنيزة رحلوا إليها فأغلقت أهلها دونهم الأبواب وحاربوهم ثم أنهم ستصالحوا وخرج إليهم يحيا ورؤساء بلده ثم ركب إليهم عبد العزيز رئيس بريده وتابعهم بقية أهل القصيم ثم دخلت سنة الثلاث وخمسين ومائتين وعل وخالد بن سعود وإسماعيل وعساكر الترك في عنيزة فأمر إسماعيل وخالد على يحيا بن سليمان ورجال معه يركبون إلى جبل شمر مع عيسى بن علي رئيس الجبل في القديم فركب معهم من الترك إلى جبل شمر إبراهيم المعاون في أربعمائة فارس فساروا إلى الجبل يريدون أن يبتغوا عبد الله بن رشيد في بلده ويمسكوا فسبقهم إليه النذير فهرب من بلد حائل قبل قدومهم فدخل عيسى البلد ونزل القصر بمن معه وهرب أناس من أهل الجبل وأخذ منهم المعاون دراهم ولما استقر في الجبل رجع يحيا بن سليمان وإبراهيم المعاون ومن معهما وبقي عند عيسى ماءت رجل من الترك وقدم على خالد رؤساء أهل الرياض في عنيزة وأطاعت له نجد إلا أهل الخرج والفرع وما والاهم وبعث خالد واسماعيل عمالا من العسكر يخرصون ثمار القصيم وأما غير القصيم فخرص ثمارهم رجال منهم فلما كان في آخر عاشورة من هذه السنة رحل اسماعيل وخالد وعساكر الترك من عنيزة وقصدوا الرياض فوصلوه يوم السبت سابع صفر ونزل اسماعيل وخالد في القصر ونزل باقي العسكر خارج البلد وقدم عليهم رؤساء البلدان وتابعوهم وأرسلوا إلى الهزاني وأهل الحوطة يطلبون منهم المتابعة والقدوم إليهم فأبوا عليهم وكتبوا لخالد إن كان الأمر لك ولا يأتينا في ناحيتنا عسكر من الترك فنحن رأية لكم وإن كان الأمر للترك فنحن لهم محاربون فغضب اسماعيل وأتباعه وقالوا لا ترضى إلا بقتلهم ونهب أموالهم ثم أمر اسماعيل على الحدادين يعملون الفوز والفواريع وأمر بالمسير إليهم وكتب خالد إلى أهل النواحي يأمرهم بالنفير لقتال أهل تلك النواحي واستعمل في سدير أميرا أحمد بن محمد سديري وكان أحمد هذا رجلا عاقلا سمحا جوادا محبوبا عند الرؤساء وغيرهم فسار غزو أهل الوشم مع أميرهم حمد بن عبد الكريم الباردي وغزوا أهل المحمل مع أميرهم حمد بن بارك ولم يتخلف إلا أحمد سديري لأن بلدان سدير فيها قحر فعاملهم بالرفق ولم يأتهم إلا بعد انقضاء الأمر ثم إن خالدا استنفر أهل الرياض وخدامه وهم نحو أربعمائة رجل فراكبه وإسماعيل بعساكر الترك وأتباعهم من العرب وساروا من الرياض في أول ربيع الآخر فلما وصلوا إلى الخرج راكب معهم فهد بن عفيصام بغزوهم فلما وصلوا الماء المعروف بالخفط للمشورة فقال إبراهيم المعاون اجمعوا الغرائر وتبنا وترابا وادفنوا حفرهم وكروا عليهم كرة واحدة وكان مضف المريخ رئيس عربان بريده معهم فقال لهم اقصدوا بلد الحلوة وادهموا أهلها وأخرجوهم منها ثم انزلوها فإذا ملقتموها كاتبكم من كان لكم في الحوطة والحريق وأتا إليكم فأجمعوا رأيهم على ذلك فسار من الخفص قيل أنهم نحو سبعة آلاف مقاتل من الترك والعرب فقصدوا بلد الحلوة وكان أهلها قد أخرجوا نساءهم وأبناءهم إلى الحوطة فسارت تلك الجنود وأعماهم الله تعالى عن الطريق السمح وساروا مع طريق آخر ونزلوا في حرة قرب البلد وكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ علي بن حسين والشيخ عبد الملك بن حسين والشيخ حسين بن حمد بن حسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما أقبلت عساكر الترك إلى الرياض هربوا منه وسكنوا بلد الحوطة والحريق فلما صارت تلك الحادثة جعلهم الله سببا لثباتهم وكانوا يعتمرون بأمرهم ولا يقطعون أمرا دون مشورتهم فلما أقبلت عليهم تلك العساكر اجتمع أهل تلك الناحية وتعاهدوا على حرب الدولة وأتباعهم وصار أهل الحريق مع أميرهم تركيا الهزاني وأهل الحوطة مع الفارس الشجاع إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم رئيس آل سعود حاشية آل سعود هؤلاء من بني تميم سكنت الحوطة المعروفة بوادي بريك انتهت الحاشية وفوزان بن محمد رئيس آل مرشد وأهل نعام مع رئيسهم زيد بن هلال وأهل الحلوة مع رئيسهم محمد بن خير فلما نزلت عساكر الترك وأتباعهم ذلك المنزل صعد أهل الحلوة الجبل لقتالهم فوقع بينهم قتال من ارتفاع الشمس إلى بعد الظهر فأتى إليهم مدد من أهل الحريق وأهل الحوطة وغيرهم وحصل مقتلة عظيمة على العسكر وأتباعهم وكانت هذه من مقدمات النص وكانت جنود أهل تلك الناحية ورؤسائهم عند الخندق خوفا من كرات العساكر هذا وأهل الحلوة وأتباعهم في أعظم قتال فوقع فيهم هزيمة قتل فيها من أهل الحلوة 12 رجلا ولم يقفوا إلا عند الجبل الشمالي فأقبل ترك الهزاني بجمع عظيم وقصد يمنة العسكر وفي الخيالة والفرسان وأقبل الفارس الشجاع إبراهيم بن عبد الله بجموعه من أهل الحوطة وقصد مسيرتهم وهم في رأس الجبل وفيه المدافع والعساكر وسار أهل البلد أعني أهل الحلوة ومن معهم على الذين دخلوا البلد وقت الهزيمة فحصل قتال شديد يشيب من هوله الوليد واستول إبراهيم وأتباعه على المدافع ورموها من رأس الجبل فنزل النص من السماء وأول من انهزم الأعراب الذين مع العسكر ثم وقعت الهزيمة على الباقين وهلك أكثر تلك الجنود قتلا وضمأ وتفرقت الخيالة في الشعاب فهلكوا فيها ليس لهم دليل ونجى خالد بنفسه ومن معه من أهل نجد وتبعهم اسماعيل والمعاون وشرذمة من الخيالة وهربت الأعراب على رحائل العسكر وتركوا جميع محلتهم وأمتعتهم وغنم أهل الحوطة جميع ما معهم من الأموال والسلاح والخيام وذلك منتصف ربيع الآخر وكان معهم فهد بن عفيصام بغزو أهل الخرج فهرب في الليل فلما وصل بلده أمرهم أن يخرجوا ليأخذوا ما وجدوا من شريدة العسكر فتلقاهم غزوان أهل نجد وهزموهم إلى بلدهم ونزلوا عندها وحصل بينهم وبين أهل البلد رمي بالبنادق ووافاهم أحمد سديري بغزو أهل سدير فيها ثم رحل خالد وإسماعيل ومن معهما من أدلم وقصدوا الرياض ودخلوها قيل أن الذي نجى مع اسماعيل من الخيالة نحو مائتين وكان اسماعيل لما أراد الخروج من الرياض إلى الحوطة أبقى فيه أكثر ممائتين من الترك والمغاربة في القصد ولما علم فيصل بهزيمة العسكر وقتلهم وهو في الأحسى خرج منه بعدده وعدته من أهل الأحسى وغيرهم وكان معه رجال من عشيرته وخدامه هربوا معه من الرياض فلما وصل بلد الخرج أمر على أهلها بالمسير معه وأرسل إلى أهل الحوطة والحريق والفرع فأتوا إليه ومعهم الشيخ عبد الرحمن بن حسين فرحل من الخرج وقصد الرياض فلما وصل إلى المصانع خرج إليه خالد وأهل الرياض وعساكر الترك فحصل بينهم قتال شديد وكان فيصل قد جعل النجدة من قومه كمينا فلما نشب بينهم الحرب ظهر عليهم الكمين فولوا منهزمين وقتل منهم قتلى كثيره وانهزم من أهل الرياض نحو ماءتين ومعهم عدد من الترك فقصدوا منفوحة لأن المسلمين حالوا بينهم وبين الرياض فحصرهم فيصل فيها فطلبوا منه الأمان عليهم وعلى أهل منفوحة ومن عندهم من الترك فأعطاهم الأمان فخرجوا إليه وصالحه أهل البلد وبايعوا ونازل فيصل أهل الرياض واستدارت جنوده عليها ونزلوا بيوت النخيل وذلك أول يوم من جماد الآخرة ثم إن الإمام استدعى بغزو أهل المحمل واستئر فأتوا إليه مع رؤسائهم وقضاتهم واحتصر خالد وأعوانه في حلة البلد وسدوا بيبانها بالطين ورتبوا أهل الرياض ومقاتلتهم في وسط البلد فجعلوا في كل مربع خمسة وثلاثين رجلا وبين كل مربعتين موقفا فيه خمسة رجال وقوفا بالبنادق وعند كل باب من أبواب الرياض آغى من الترك ومعه عدة رجال وهو رئيس أهل المرابيع التي تليه وجعلوا لكل آغى وقتا معلوما من الليل يدور فيه على أهل المرابيع يحضهم على حفظ أماكنهم إلى الصبح وكان المعاون ومعه رجال من أهل الرياض والترك يدورون في الليل على أهل المواقف والمرابيع إلى الصبح وكل يومين أو ثلاثة يبدلون أهل كل ناحية من المرابيع في ناحية أخرى وينقل أهل الناحية الأخرى إلى مكانهم وينقلون الأغوات من البيبان على هذه الحال وذلك خوفا من وقوع خيانة لفيصل من أهل المرابيع من الترك أو العرب واستمروا على ذلك يجعلون هؤلاء ولا يجعلون لأحد من أهل المرابيع وقتا معلوما يصيرون فيها بل إذا خرج أناس من موضع لا يدرون أين يقصدون حتى يقال لهم أقصد الموضع الفلاني فثبت أهل الرياض هذه المدة الطويلة على الحرب على ما مع فيصل من كثرة الجنود ومع محبته وحسن سيرته وعفافه وكفافه وعطائه لهم وما عندهم من الترك والمغاربة وأهل العداوة والبغضى لهم ولكن كل شيء له أسباب ولكل أجل كتاب وقطع فيصل عنهم السبل وغلية القهوة عندهم حتى قيل إن الصاع منها بيع بثمانية عشر ريالا وأكلوا ما في البلد من الأغنام والإبل والبقر وأكلوا كثيرا من خيل العسكر ثم إن خالد ورؤساء الترك أمروا بهدم البيوت التي لأعوام فيصل فهدموها وأوقدوا بأخشابها فلما كان في أثناء هذا الحرب ضاقت صدور أهل الرياض من كثرة ما عندهم من الناس الذين ليس فيهم نفع لهم في حربهم ففتحوا لهم باب البلد وأخرجوهم منها واستمر الحرب إلى سابع شعبان فرأى الإمام أن المسلمين قد سائموا من ملازمة البلد ومصابرة أهلها فجمع رؤساء المسلمين وشاورهم فأجمع رأيهم أنهم يعلقون السلالم على البلد وينزلون فيها والسالم سالم والعاطب عاطب فعلقوا السلالم على البلد من كل جهة وصعدوا إلى أعلى السور وصاروا يهدمون فيه فحصل قتال عظيم وكاثروهم أهل الرياض فنزلوا عن السور إلى مكانهم وقتل منهم عدة رجال ثم إنه أقبل فيهد السيفي رئيس اسبيع فزعا لخالد ومحاربا لفيصل ونزل على بنبان وحشد معه قاصي ابن عظيم وعربانه من قحطان وشنوا الغارة على فيصل وجنوده يريدون أن يرحلوا عن الرياض فراسلهم فيصل فلم ينجح ذلك فيهم فلما كان آخر الليل ثاني عشر شعبان رحل فيصل من مكانه ونزل عند منفوحه ثم إن خالدا وفيصلا تراسلا في طلب الصلح فلما كان سابع عشر من الشهر المذكور تواعدوا فخرج فيصل من مكانه ذلك وخرج إليه خالد من الرياض وجلس بين البلدين من صلاة الظهر إلى بعد صلاة العصر فلم ينعقد بينهما صلح لأن أهل نجد لا يرضون بولاية الترك ولا أتباعهم فثارت الحرب بينهم وفي آخر شعبان أقبل على بلد الرياض أجلاب من الغنم من عند سبيع وقحطان فأغار عليها فرسان من أصحاب فيصل وظاهر أهل الرياض عليهم محصل قتال قتل فيه عدة قتلى من الفريقين وفي ثاني عشر رمضان خرج أناس من الرياض يحطبون فأغار عليهم أصحاب فيصل وخرج آل الرياض ومعهم خالد والعسكر وفزع فيصل ومن معه فالتحم بينهم القتال فقتل عدة قتلى من الفريقين وممن قتل من أصحاب فيصل إبداح الفارس المشهور من العجمان وفي أواخر رمضان أقبل بن عمران السبيع من القصيم ومعه خمسة عشر مطية عليها رجال من قومه وقوم خالد وكان بن عمران هذا ساعيا للترك من الرياض إلى القصيم وبذل الإمام فيصل الجهد في إمساكه ولا ساعده القدر بذلك وكان معه دراهم كثيرة للعسكر خراجا لهم فلما وصل إلى سبيع وكانوا في أرض عشره البلد المعروفة في سدير ركب معه فهيد الصيفي وقاصي بن عظيب ومعهم ثلاثمائة مطية وخمسة وعشرون خيالا وكان فيصل أرصد لهم أرصادا من الخيل والرجال فلم يظفروا بهم ودخلوا الرياض خامس شوال فأقاموا فيه ستة أيام فتشاور خالد وإسماعيل وأعوانهما في الأمر الذي يأتي إليهم بالعسكر من القصيم وكان قد أقبل هذا العسكر مددا لهم فتحير في أرض القصيم خوفا من فيصل وجنوده أن يصادفوهم قبل وصولهم إلى الرياض فقطعوا رأيهم أن إبراهيم المعاون يسير مع فهيد الصيفي وأصحابه ويرحل مع فهيد بعربانه إلى القصيم ويحملون العسكر الذين فيه إلى الرياض فخرجوا من الرياض وقصدوا عربانهم ورحل الصيفي بعربانه إلى القصيم فلما وصلوا إليه ووافتهم الأخبار بإقبال خرشد باشا مع عبدالله الشريف صاحب الينبع ومعه هدية لفيصل ومراصلات وخدائع له وألزموه يرحل عن حربهم ووعدوه التقرير في ملكه فلما لم يتم للصيفي وأعوانه أمر قصدوا أرض الجبل وقدم الشريف على فيصل في منفوحة بالهدية وذلك في شوال وقام الشريف يتودد إليه ويعده ويمنيه فرحل فيصل من منفوحة في أول ذي القعدة واستظهر جميع ماله في الرياض من خزائنه وغيرها وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وقصد الخرج ونزل بلد دلم ومعه أهل الفرع وعمر بن عفيصان وأتباعه ومحمد بن عبدالله بن عفيصان ورجال من رؤساء المسلمين فلما نزل الدلم كاتب خالد أهل السدير والمحمل وأرسل إليهم عمالا يخرصون العيش في الصيف وفي أول ذي الحجة أرسل فيصل أخاه جلوي إلى خرشد باشا وهو في المدينة بهدية من الخيل والركاب العمانيات والقيلان فقدم عليه في المدينة وأقبل معه إلى القصيم ولما استقر الإمام فيصل فدلم أمر على عمر بن عفيصان أن يقصد الأحساء وأرسل إلى عمان حمد بن يحيى بن غيهب وأمره أن ينظر في التغور وأرسل إلى وادي الدواسر الزهيري أميرا وإلى الأفلاج محمد بن عبدالله بن جلاجل أميرا وفي رجب من هذه السنة سار علي باشا العراق من بغداد بعساكر عظيمة قيل إنهم سبعون ألفا من الترك ومن عقيل حاشية عقيل هم أناس من أهل القصيم يسافرون إلى خارج نجد كالعراق والشام ونحوها ويطلق عليهم اسم عقيل ويطلق على الواحد منهم اسم عقيلي ولا ندري ما أصل هذه التسمية ولا ما هو سببها انتهت الحاشية وقصدوا بلد المحمرة بلد الأرفاض المعروفة عند البصرة وسار معه أهل الزبير فحاصروا المحمرة وأخذوها عنوة ونهبوها فلما رجعوا منها أرسل علي باشا إلى عبدالرحمن بن بارك بن راشد رئيس بلد الزبيد للسلام عليه والزيارة فلما صار عنده أوثقه وعدبه بأنواع العذاب وطلب منه أموالا فعرف عبدالرحمن أنه مقتول فلم يعطيه شيئا فقتله وفي أثناء هذه السنة قبل أن يرحل فيصل من الرياض أقبل عبدالله بن رشيد رئيس الجبل ومعه رجال من أعوانه وعشيرته لمحاربة عيسى بن علي ونزلوا عند بني تميم في بلد قفار حاشية قفار في ناحية جبل طي وفيها أناس كثير من بني تميم انتهت الحاشية وأقاموا عندهم ثم إنهم سطوا على عيسى وأخرجوه من قصره ومن البلد وقتلوا رجالا ونهبوا أموالا وقد اتصل بعض الحوادث من سنة اثنتين وخمسين إلى هذه السنة فكرهت تقطيعها فمن ذلك في سنة اثنتين وخمسين قتل محمد بن براهيم بن ثاقب أبو وطبان قتله متسلم البصرة أحمد آغا وكان محمد هذا من أعظم أهل ناحيته عقلا ومعرفة ودهاء متحفظا على نفسه يعرف الحيل ويخاف منها وكانوا يسمونه البلم يغرق غيره ويسلم ولكن كما في حديث بن عباس يرفعه إذا أراد الله إنفاذ قضائه سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاءه وقدره وكان أبوه ابراهيم أميرا في بلد الزبير فلما مات صار مكانه فحصل بينه وبين أهل حرمة الجالين في الزبير وآل زهير ضغاين حصل بينهم من أسبابها محاربات فأخرجوه من الزبير ثم إن حمود بن ثامر رئيس المنتفق أرسل إلى رؤساء أهل حرمة ويوسف بن زهير وربطهم لأنهم رأية له وقاموا عنده في الحبس مدة أشهر ومات يوسف بن زهير في ذلك الحبس وأطلق حمود الباقين وجعل محمد بن براهيم أميرا عليهم ثم إنه لما قتل جاسر رئيس أهل حرمة وتولى في بلد الزبير علي بيوسف بن زهير ساروا على محمد بن براهيم ثانيا وأخرجوه من البلد بأهله وعياله ونزل بلد الكويت ولما مات علي بن يوسف آل زهير في الطاعون كما سبق وحاصروا المنتفق بلد الزبير قام معهم محمد بن براهيم بن ثاقب المذكور وحرض المنتفق على حصار البلد وسعى محمد بجده وبجهده في قتال أهل الزبير إلى أن أخذوا بلد الزبير وقتلوا آل زهير كما سبق فصار محمد بعد ذلك أميرا فيه واستقل بالولاية وكانت البصرة تحت يده وقوله فيها نافذ ولم يزل على ذلك حتى أنفض الله فيه أمرا وذلك أن المتسلم المذكور أقام مدة يدير رأيه في قتله فلم يقدر على ذلك لكثرة أعوانه وشدة تحفظه على نفسه فاتفق أن المتسلم سافر إلى بغداد وأقبل منه وليس معه ما يريد من عسكر ولا غيره فلما دخل السرايا أرسل إلى محمد بن براهيم وهو بالبصرة أن يأتي عنده للسلام ويأتي برجاله وخدامه ليأرضون ويلعبون ويغنمون فأعد المتسلم عساكره وأعوانه في السرايا في مواضع لا تظهر فيها الريبة وأخفاهم فدخل عليه محمد بعد صلاة العصر ومعه خدامه يلعبون فصعد إلى المتسلم بثلاثة رجال معه ومنعوا الباقين وألهاهم اللعب والغناء ورمي البنادق فلما جلس عنده المتسلم وهو بالقيام رماه واحد من العسكر بقرابينه فكان فيها حتى وقتلوا صاحبيه معه ثم نزعوه ورموه من السرايا على رجاله الذين يلعبون فلما رأوه ميتا هربوا من مكانهم وتفرقوا وظهر أعوان المتسلم إلى الزبير ونهبوا بيوت آل إبراهيم وأعوانهم وهرب باقيهم إلى الكويت وفي هذه السنة أعني سنة اثنتين وخمسين في رمضان أقبلت قافلة من الزبير لأهل السدير وغيرهم فلما كانوا قرب الدهناء رافقهم عربان أسويل مات من عنزة فأخذوا القافلة المذكورة وفيها والغلى والقحط على حاله جلا كثير من أهل السدير إلى البصرة والزبير ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين وألف والغلى والقحط على حاله وخالد وإسماعيل في الرياض ووفد إليهما أهل أضرمى والمحمل وما يليهم وأرسل معهم عمالا يقضبون الزكاة وفيها قدم الرياض عسكر من القصيم أرسله خرشد باشا رئيسهم رجل كردي يقال له ملة سليمان ومعه حسن المعاون فلما قدموا أمروا على إسماعيل أن يرحل بمن بقي معه من العسكر إلى مصر فرحلوا ورحل معهم حسن المذكور وقدموا بلد القصيم ثم رحلوا إلى مصر وفيها أرسل خالد أحمد السديري أميرا في سدير وبعث معه من الترك نحو أربعين فارسا وذلك لأنه خاف عليه من اختلاف أهل السدير عليه من أجل أن رؤساءهم مع فيصل في حرب الرياض فقدم أحمد ومن معه وكان خالد أرسله يريد منهم أموالا نكالا فصارت إمارته من أسباب الدفع عنهم وعن رجالهم وأموالهم وذلك من حسن سيرته ولم يزل يدافع عنهم ويرى العسكر أحوالهم وأنهم في غاية الضعف من شدة الغلاء والقح ويحب العسكر على الرفق بهم فما أخذوا من أهل كل بلد إلا نحو أربعين ريالا أو خمسين ريالا فإذا سألوه أن يحط عنهم من الذي عليهم بذل جهده وجاهد في ذلك فهذا معطيه وهذا واضع عنه وهذا دافعه بكلمة طيبة فهو كما قال الشاعر إن كنت في كل الطباع مركب فأنت إلى كل الأنام حبيب وفي آخر صفر أقبل خرشد باشا من الحناكية حاشية خرشد باشا هو محمد خرشد باشا قائد ألباني مستعرف جاء إلى مصر صغيرا وتعلم في مدارسها المدنية ثم العسكرية وكان في حملة محمد علي باشا التي أرسلها إلى الحجاز ثم أرسله محمد علي هذه المرة الأخيرة تقوية لجانب خالد وإسماعيل آغا الذين أرسلهم محمد علي باشا إلى نجد قبله وقد عينه محمد علي وكيلا للجهادية بمصر ثم عينه مديرا للدهقلية تغفي خرشد هذا بالمنصورة سنة 1265 هجرية الحناكية بلدة تقع بين القصيم والمدينة وهي قريبة من المدينة ويقال والله أعلم أنها هي الربدة التي نفى عثمان بن عفان أبا ذر إليها رضي الله تعالى عنهما والصحيح أنها غير الربدة والله أعلم بمكان الربدة وموقعها انتهت الحاشية وفي آخر صفر أقبل خرشد باشا من الحناكية بعساكره ومعه جلوي بن تركي ونزل بلد أنيزة فتابعوه ووفد عليه كثير من رؤساء العربان وأمراء القصيم فلما كان في ربيع أول فار الحرب بين أهل أنيزة وعسكر خرشد وسبب ذلك أنه سرق لخرشد عمانيتين من ركابه فقيل له أن أناسا من الحرامية عند العسكر في النهار يسألون وفي الليل يسرقون فجعل خرشد حرسا يدورون بالليل خارج العسكر فأمسكوا رجلا من أهل أنيزة خارجا من البلد إلى نخله في الليل فقال لهم أنا من أهل هذه البلد قاصدا نخلي فمشوا معه إلى نخله فلما وصله تكلم لأبيه فجاع إليه فأمسكهم العسكر وذبحوهما ونقلوهما إلى النفود ودفنوهما فيه فلما أصبح أهل النخل ولم يأتي إليهم أبوهم ولا أخوهم تبعوا أثرهما فوجدوهما مدفونين فأخرجوهما فقال يحيا أمير أنيزة أرموهما عند خيمة خرشد وظهر يحيا من البلد وقصد خرشد في خيمته فلما أراد الدخول أخذ سيفه قويس الباشا على العادة أنه لا يدخل عليه بسلاح فهرب خادم يحيا إلى البلد وقال لهم إن أميركم قتل وكان في البلد جملة من العسكر يبيعون ويشترون فنهض عليهم أهل البلد وقتلوا كل من وجدوا من العسكر إلا رجلا دخل بيتا أو دكانا فأخفاه صاحبه فسمع الباشا الصيحة في البلد فقال ليحيا إن بلدكم حدث فيها شمطة وغمض الرجل ليحيا فرمى عباءته وهرب إلى البلد فعارضه في طريقه رجال من العسكر هاربين منها وهو يركض فرموه ببنادقهم فسلمه الله تعالى ودخل بلده فإذا قد قتلوا من العسكر تسعين رجلا ونهض العساكر على من كان خارج البلد من أهل أنيزة ممن كان يحش أو يحطب فقتلوهم وحصروا أهل الضبط وقتلوهم وهم نحوا خمسين رجلا ونهضوا ما في قصر الضبط ودام الحرب ثلاثة أيام ثم وقع الصلح بينهم فلبث خرشد في أنيزة خمسة أشهر وفي مدة مقامه فيها وفد عليه عبدالله بن علي بن رشيد رئيس جبل شمر فأعطاه الباشا وكساه وأكرمه فلما رحل من عنده نزل في الموضع المعروف بالبصيري فأرسل رجالا من أعوانه على ثلاث ركائب إلى بريدة وكان فيها رجل هارب عنه من أهل الجبل خوفا منه لأنه من أعوان آل علي فدخل عليه منهم ثلاثة رجال وقرعوا عليه الباب فخرج إليهم فأمسكوا فصاح ولد له صغير ففزع عليهم أهل البلد وقتلوا منهم رجلين وأخذوا ركائبهم وأمسكوا منهم رجلا فأخبرهم بالأمر وبالموضع الذي فيه عبدالله فأمر عبدالعزيز آل محمد رئيس بريدة على أهل بلده ونهضوا إليهم فوجدوهم في غفلة فبغتوهم بين المغرب والعشاء ومع عبدالله بن رشيد نحو خمس وأربعين مطية وشيء كثير من اللباس والسلاح فأخذوهم وما معهم وقتلوا منهم ستة رجال وهرب عبدالله على ظهر فرسه إلى الباشا فكساه وعطاه ثم رجع إلى بلده وقدم على خرشد في موضعه ذلك محمد أدويش رئيس مطير وفهد الصيفي رئيس اسبيع واستدعى خرشد أحمد سديري فأتى إليه فأكرمه وكساه وبنى له خيمة وأقام عنده وفي مدة مقام خرشد في عنيزة استعذنه جلوي بن تركي أن يقصد بريده لقضاء حاجة فأذن له فلما وصلها هرب إلى أخيه الإمام فيصل وهو في الخرج وذلك أنه علم أن الباشا يقصد حرب أخيه فخاف منه وهرب ثم إنه سعى في بناء قصر الصفاء المعروف في عنيزة فبناه وجعل فيه عسكرا وذخيرا فلما كان في آخر رجب رحل بعساكره من عنيزة ونزل الوشم ثم سار إلى الرياض فراكب معه خالد بأهل العرب وقصدوا بلد الدلم وفيها الإمام فيصل وقد تبت لحربهم فوصلوا انعجان في ثاني عشر شعبان وإذا أهل انعجان قد هربوا بنسائهم وأولادهم إلى الدلم ثم عزل الباشا جنوده من الترك والعرب وأقبلوا إلى الدلم صفا واحدا وجعلوا جب خانهم ورواحلهم ومن معهم من الأعراب خلفهم وذلك خوفا من الهزيمة فخرج إليهم فيصل بجنوده وحصل بينهم قتال شديد وكان الباشا قد جعل كمينا من الخيل والعساكر فظهر عليهم الكمين فحصل على المسلمين هزيمة وقصدوا البلد وقتل منهم عدة رجال منهم عيد بن حمد قاضي الحوطة وعيسى بن عبدالله بن سرحان ومحمد بن ناصر الحكير وحمد بن عيسى بن سرحان قاضي منفوحة وفيصل بن ناصر وعبدالله بن زامن وعبدالعزيز بن سليمان الباهلي رحمهم الله وقتل من العسكر وأتباعهم قتلى كثيرة وتسمى هذه وقعة الخراب ثم نزل الباشا بجنوده في الخراب وهي بلد قديمة قريبة من البلد فأمر الإمام فيصل ببناء سور على البلد وحفر خندق وصار في العسكر جوع عظيم من قلة ما معهم من الطعام فسعوا يقطعون من النخيل ويأكلون جمارها وانقطعت عنهم الرواحل من الرياض حتى أكلوا رواحلهم وبيع عندهم الطعام بأغلى ثمن فلما تم بناء سور البلد وحفر الخندق وبنوا متارس على الماء الذي يشرب منه أهل البلد وهو خارج السور رتب فيصل جنوده فجعل أهل الحوطة شمال الماء وجعل عندهم رجالا من أهل منفوحة وغيرهم وجعل زويد العبد ومعه أهل العارض في سمحة نخل بن زامل وجعل ابراهيم بن معيق الأمير زميقة حاشية زميقة قرية من قرى الخرج بنجد انتهت الحاشية ومعه أهل الحريق ونعام مع رئيسهم سعد بن ترك الهزاني مقابلين نخل سمحة وكل موضع مقابل أهله أكثر منهم من الترك فحصل وقعة عند سمحة بين الهزاني ومن يليه من العسكر قتل من الفريقين عدة قتلى منهم ابراهيم بن معيقل وزويد بن هلال ومن قتل العسكر والداب علي المغربي وبعدها بأيام حصل وقعة بين زويد وأتباعه وأهل القصر هنا حملت عليهم العساكر وقت طلوع الفجر فحصل بينهم قتال شديد وتكاثرت العساكر على زويد وأصحابه فانهزموا عن قصرهم ودخله العسكر وصاروا يرمون من قبالتهم في مروس الماء وقتل عدة قتلا من الفريقين وممن قتل من المسلمين إسليمان بن ياغوت مملوك سعود شجاع مقدام وعبد الرحمن بن حسين من أهل الرياض وقتل الترك ليس لي بهم معرفة ثم إن فيصلا جمع شجعان قومه وأبطالهم وأمرهم أن يحملوا على من في القصر فحمل المسلمون عليهم من كل جانب وحصل قتال شديد يشيب من هوله الوليد فهجم المسلمون عليهم من كل جانب فيه وأخذوه عنوة وقتلوا من الترك نحو خمسة وعشرين رجلا وأسروا منهم اثنين وعشرين رجلا ثم إن الباشا ساق عليهم عساكره وحشد على هذا القصد بغاية الجد والاجتهاد واستبر بينهم القتال والجلاد إلى أن حجز الليل بين الفريقين وستر الظلام بينهم من الأفقين ثم انهزموا عن القصر وتركوه وتبعهم عساكر الترك ودخلوه وانفكت هذه الوقعة عن قتلى وجرحى بين الفريقين وممن قتل من المسلمين صالح بن ريس وابن أخيه ومحمد بن باز ثم إن عمر بن عفيصان أمير الأحسى أقبل بجنود كثيرة من الأحسى ونزل بلد السلمية المعروفة في الخرج وأرسل إلى فيصل يخبره بقدومه وواعده أن يحمل على الترك من جهته ويحمل هو ومن معه عليهم من جهتهم فساروا إلى العسكر من كل جهة وذلك صبيحة الأحد سابع رمضان فحصل في العسكر رهق وخوف وجالوا للهزيمة وبعد ذلك ثبتوا ورويت منهم الهزيمة فطار شرر البنادق عليهم وتكسرت السيوف والخناجر في ظهورهم وبين أيديهم وثارت ميران العزائم القوية ودارت بين الطائفتين كؤوس المنية واستمر ذلك إلى ارتفاع النهار حتى رأى كل من الفريقين في قومه البوار وانفكت هذه الوقعة العظيمة عن قتلى وجرح من الفريقين ورجع بن عفيصان وجنوده إلى بلد السلمية وبعضهم قصد بلد زميقة ثم إن عمر بن عفيصان بلغه خبر قافلة كبيرة أقبلت من الرياض للباشا ومعها عسكر وأناس من أهل المحمل وسدين فسار عمر بجنوده واستفزع أهل الحريق والحوطة وقصدوا الحائر ورصدوا فيه للقافلة فعلم بهم الباشا فأرسل عساكرا تتلقاها فلما أقبلت القافلة ورعى أهلها بن عفيصان وجنوده هموا بالهزيمة فلم يفجأ بن عفيصان ومن معه إلا ظهور العساكر عليهم فرحل وتركها فوصلت إلى الباشا وتقوى بها وقصد بن عفيصان ومن معه بلد زميقة فلما دخلوها وقع فيهم خلل وفشل وتنافس وتخادل فرحل أهل الحوطة إلى بلادهم وتبعهم أهل الحريق فلما رأى ذلك منهم بن عفيصان رحل من زميقة إلى السلمية فأخرج منها أهله وعشيرته ونزل بهم في إسديره الماء المعروف في تلك الناحية فلما رحلت تلك الجنود من زميقة وقع الرعب في قلوب أهلها فهربوا منها بنسائهم وعيالهم وتركوها خاوية على عروشها وفيها من البر والشعير والتمر والأمتعة والمواشي ما لا يحصى فذهب البشير إلى الباشا فأرسل إليها حسين اليازجي ومعه عسكر ورجال من العرب فأخذوا جميع ما فيها ثم إنه وقع في من كان في بلد الدلم خلل وخوف وكاتب أناس منهم الباشا وطلبوا الصلح وكان وصول القافلة إلى العسكر وهروب أهل زميقة رابع عشر رمضان فلما كان في العشر الأواخر منه ركب رجال من آل شريم أهل الحوطة منهم راشد بن حسين وفوزان بن شود ومعهما نحو ثلاثين رجلا وقصدوا الباشا فأعطاهم الأمان وكان في قصر موافق المعروف فدلم من أهل الحوطة نحو ماءت رجل عند فيصل ورئيسهم فوزان بن براهيم ابن عبدالله بن حسين الملقب أبو ظهير فتراسلوا مع جماعتهم الذين عند الباشا فأخذوا لهم منه الأمان فقال لهم فيصل إما إنكم قوموا معنا في الحرب وإلا خرجوا عنا لألا تفتوا في أعضادنا فقالوا قد صالحنا الباشا على أيدي جماعتنا ولا ننقض عهدهم لنا فقال اصبروا حتى نأخذ الأمان على بلدنا وأموالنا فأرسل فيصل إبراهيم أبو ظهير إلى الباشا في الصلح فأجابه إلى كل ما طلب إلا أنه يسافر إلى محمد علي في مصر فيجلس عنده مع عشيرته الذين في مصر فخرج فيصل إلى الباشا وصالحه على دماء أهل الدلم وأموالهم وعلى من كان معه من أهل العارض وغيرهم فدخل فيصل الدلم وقضى حاجاته منها ثم خرج إلى الباشا وقام نحو أربعة أيام فجهز الباشا حسن اليازجي وعسكر فرحلوا بفيصل وأخيه جلوي وابن أخيه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله حاشية عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله هذا هو عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن سعود الملقب بصنيتان وقد غلب هذا اللقب عليه وعلى ذريته من بعده حيث يعرفون بآل صنيتان وقد انقرضت ذريته منذ سنة 1320 هجرية تقريبا رحمهم الله وعفا عنهم انتهت الحاشية وولدي فيصل عبدالله ومحمد وقدموا بهم مصر فأنزلوا فيصلا في بيته وجعلوا عنده حرصا يحفظونه وكان متوجها إلى ربه في مكانه ذلك يحيي غالب الليل بالتهجد والصلاة وفي نهاره بين صلاة وتلاوة قرآن وكان المرضى يأتونه ليقرأ عليهم لما يرون في قراءته من أثر الشفاء وشاع ذلك في مصر وازداد لذلك عندهم تكريما وتعظيما ذكر لي أنه لما خرج من مصر كانوا يترددون إلى مكانه يذورونه ويستشفون به كما هي عادة من لم يحقق التوحيد وإنما تتبعت ما وقع من هذه الحوادث وبصت الكلام فيها ليعلم الواقف على ذلك ما جرى لهذا الإمام وما جرى عليه من الحروب والوقائع وما قضاه الله وقدره عليه من الحوادث والفضائع ليعرف بذلك صدقه وشجاعته وجوده وبذله وبراعته وأنه ما أعطى الدنيا إلا بعد حروب كثيرة ووقائع شهيرة وقتل رجال ونهب أموال وكذلك صدق جنده معه ومحبتهم له حتى أسلمه القدر وأشخصه إلى مصر وفي طي ذلك سر عظيم لا يعلمه إلا العليم الحكيم فيجب التسليم لأمر الحق المبين واصبروا إن الله مع الصابرين وأما عمر بن فيصان فإنه رحل إلى الأحسى فلما كان بعد مصالحة الباشا وأهل الخرج بيومين أرسل الباشا عبد الرحمن الحملي بكتاب لعمر بن فيصان ورؤساء أهل الأحسى وأعطاهم الأمان وأمرهم بالقدوم إليه ويحفظون بيت المال فلما وصل إليهم الحملي قال عمر سمعا وطاع وقام يتجهز بالمسير إلى الباشا وأمر على الرؤساء يتجهزون وقام بجمع ما كان له في الأحساء من الأموال وما كان في بيت المال يدفعه إلى وكيل الباشا فلما فرغ من ذلك أمر على أهل الأحسى بالرقوب فخرجوا من الأحساء قاصدين الباشا فلما صاروا خارج البلد قال لأصحابه ليس قصدي بقصدكم أنتم اقصدوا الباشا واخذوا منه الأمان على أنفسكم وبلدكم وأما أنا فخائف على نفسي وقصد البحرين وأقام عند آل خليفة ثم سار إلى القويت ونزل فيه وأما أهل الأحسى فإنهم قصدوا الباشا وأعطاهم الأمان وأذن لهم أن يرجعوا إلى بلادهم وذلك في آخر شوال ثم أمر الباشا على أحمد سديري حاشية السدارة من قبيلة الدواسر وقبيلة الدواسر قبيلة قحطانية مشهورة انتهت الحاشية ثم أمر الباشا على أحمد سديري أن يقصد الأحسى ويكون أميرا فيه وذلك لما أراد الله أن يسكن روعهم لأنه وقع في الأحسى خوف عظيم من الترك فسار أحمد إليه برجال من أهل سدير وغيرهم وأرسل الباشا معهم معه وثلاثين فارسا من الترك مع أبي خزام المغربي فلما وصلوا الأحسى معنت قلوب أهل الأحسى لما علموا أنه هو الأمير وإلا فلو كان القادم عليهم غير أحمد سديري المذكور لوقع في الأحسى خلل كبير ثم إنه نزل بيت الأمار المعروف في قصر الكوت وفرق العساكر والرجال الذين معه في التغور والقصور فلما كان بعد ذلك بقريب شهر أرسل الباشا إلى الأحسى خمسين رجلا من العسكر والعرب رئيسهم رجل من المغاربة يقال له الفاخري وأمرهم ينزلون في قصر الكوت ثم أمر أحمد بالمدافع التي في القصر فأصلحت ووضعت في مواضعها وزاره علماء الأحسى وقضاتهم وأعيانهم فدعوا له وشكروه وأقر كل رجل منهم على مرتبته وأقر خدام بن عفيصان على مراتبهم فانظر كيف باين الله بين خلقه من رأفة القلوب وقساوتها فإن إبراهيم باشا أرسل رجالا من أهل نج مع العسكر إلى الأحسى فقتلوا القاضي وأئمة المساجد وأخذوا أموالهم فانظر إلى عاقبة أحمد وبنيك كيف ملكهم الله تعالى وجعلهم قادة للإسلام في عمان والأحسى وانظر إلى أولئك المتقدمين ما أبقى الله لهم باقية نسأل الله العافية ثم إنه كتب إلى رؤساء القطيف فقدم إليه علي بن عبد الرحيم أمير سيهاد وسعد بن غانم وأخوه وأبا السعود وبايعوه وركب الكاشف برجال من الترك حفاظا من في القطيف ثم إن الباشا أرسل رجلا من العسكر يقال له أبو ظاهر وجعله رئيسا لعسكر القطيف وأمر أحمد على رجال يخصون الزرع في الأحسى والقطيف فخرصوها من غير تعدي ولا ظلم ولم يزل هذا الإقليم في أمن وأمان حتى قدم محمد أفندي من البحرين وكان الباشا بعد مصالحة أهل الخرج أرسل بمراسلات لآل خليفة ولاتفق بينهم حال فسار إلى فارس واشترى كثيرا من البر والشعير وقدم به الأحسى ثم كاتب الباشا فأمره بالرجوع إلى البحرين فوصل إلى آل خليفة وصالحهم ثم رجع إلى الأحسى وكاتب الباشا فكتب إليه الباشا أن يصير أميرا على الأحسى ويكون أحمد في بيت المال وهذه عادت ولاية الترك أولها مطر وآخرها برد وصواعق فاستقل بالأمر ودبره تدبير حاكم الظالم وأظهر في ذلك الإقليم كثيرا من المظالم ووضع مكوسا عديدة فمن ذلك أنه خرص القتع قيبات وأهل الأحسى يسمون مل الكفين منه عقبة ووضع عليه ميري نحو العشير ووضع على الدكاكين والحاكة والنجارين والنحاسين وغيرهم حتى مجالس أهل البيع والشراء في المواسم كل شهر شيئا معلوما ووضع على كل ما بيع من بعير وحمار وقبقر وغنم وغير ذلك شيئا معلوما ولم تعرف هذه المظالم في ذلك الإقليم قبله ولم تزل المظالمه المتعددة في زيادة حتى أنشده لسان الدهر مرنما بالجواب إذا تم شيء بدى نقصه توقع زوالا إذا قيل تم وطالما صعد إلى السماء دعاء مظلوم لا ناصر له إلا الله فاستجاب له ناصره دعاءه فرمي كما رمي أصحاب الفيل بحجارة من سجيل وأوقعه القادر في حفرة الظالمين وجعله نكالا لغيره من المعتدين فلما كان غرة شعبان من هذه السنة أعني سنة خمس وخمسين أقبل بين العشاءين من عين نجم المعروفة في الأحساء ومعه من أعوانه الشجعان خمسة من الفرسان وغلامه بين يديه ومعه فنرى فيه سراجه وهو يريد بلد الهفوف حاشية الهفوف هي التسمية الصحيحة لهذه المدينة المعروفة بالأحساء قال الشيخ علي بن حبيب الخطي مهلا مهفهفة الهفوف من هجر أنغمت العود دي أم رنة الوتري انتهت الحاشية فرصد له في طريقه ثلاثة رجال معهم ثلاث بنادق فلما أقبل عليهم رموه ببنادقهم فوقعت واحدة في رأسه وواحدة في قلبه وواحدة في الفنر الذي مع الخادم فخر صريعا وسقط على جنبه سريعا وفر عنه أصحابه وتركوه ولا أغنوا عنه ولا نفعوه وهرب الذين قتلوه فرجع إليه بعض خدامه فوجدوه ميتا فحملوه إلى بيته فلما أصبح الصباح خاف أحمد من تهمته فأمر مناديا ينادي في الموسم أنه من أخبرنا بقاتل الأفندي فله خمسمائة ريال فقيل له إن الذي قتله فلان وفلان وفلان ثلاثة من العوازم من أعوان آل عريعر فأرسل إليهم وحبسهم وكان في الأحسى من رؤساء بني خالد برغش بن زيد بن عريعر وابن عمه مشرف بن دويحي بن عريعر وطلال وكانوا قد طلبوا من الباشا ولاية الأحسى فأبى عليهم فسكنوا في الأحسى على غير شيء وكان الفاخر رئيس العسكر عند أعراب العجمان يجمع رحائل فلما بلغه الخبر أقبل مسرعا فلما دخل بيته جاء رؤساء بني خالد يسلمون عليه فحبسهم وأخذ سلاحهم فأقاموا عنده أياما ثم أطلقهم ولما بلغ الباشا بقتل الأفندي جزع جزعا شديدا وأمر على الأفندي عنده اسمه محمد أن يرحل إلى الأحسى بعسكر معه ويكون بدله فقدم الأحسى وجلس فيه بعسكره وأنضوا ما قرره لهم الأفندي الظالم من المظالم وصادروا أهلها كما صادرهم ذلك الظالم فشقي هو بأوزارها وبقي عليه في الدنيا عارها ولما كان في رمضان من السنة الخامسة أرسل الباشا إلى أحمد سديري وأذن له أن يزور أهله وأولاده وأرسل مكانه عيسى بن علي بن فايد رئيس جبل شمر وجعله في بيت المال وقدم أحمد على الباشا في ثرمدة ثم قصد أهله وقد سقت هذه القصة بتمامها لأنها صارت متصلة فكرهت قطعها أحداث السنة الخامسة والخمسين بعد مئتين وألف إلى السنة التاسعة والخمسين بعد مئتين وألف من الهجرة ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائتين وألف وخرشد باشا إذ ذاك في الخرج وكان لما تولاها هرب منها أناس كثير إلى الحوطة والحريق لأنهم أهل منعة ولا يعطون الدنيا للترك فسكن عندهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ علي بن حسين وأخوه عبد الملك وغيرهم وبقي الشيخ عبد الرحمن بن حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضيا في الدلم ولا رآ مكروها وكان الشيخ محمد بن مقر قد عمي عند خالد أنه من أعوان فيصل فأرسل إليه وقدم عليه في الرياض وأنزله في بيت عنده فلما قدم خرشد باشا بلد الرياض ألزم عليه بالمسير معه إلى الخرج فسار معه ولم يزل معه حتى وقع الصلح فأذن له بالرجوع إلى أهله وفي مقام خرشد باشا فدلم أمر على جميع بلدان الخرج والفرع بحمطة كثيرة وتنف فأخذ ذلك منهم وذكر لهم أنه بالثمن وأمر على أسوار بلدانهم فهدمت ثم رحل بعساكره في آخر عشورة من هذه السنة وأبقى في السلمية رجال من المغاربة والطرق وجعلهم في عيون الأسياح يزرعون وقصد بعساكره الرياض وأرسل إلى حسن المعاون وهو في ثرمدا وأمره أن يبعث رجالا من المغاربة يخرصون زروع البلدان فخرصوا جميع الزروع من الأحسى إلى القصيم ثم رحل خرشد من الرياض في ربيع الأول وقصد ثرمدا ونزلها واستوطنها وبنى له فيها قصر ونزلت العساكر خارج البلد ثم أرسل إلى أهل البلدان رجالا من العسكر وأمرهم ينظرون في كل خرص بلد ويأخذون نصفه وذكر لهم أنه بالثمن فأخذوا من كل بلد نصف زرعها من جميع نجد والأحسى وأمر على أهل البلدان بنقله إلى ثرمدا فنقلوه وفي أول هذه السنة ورد على خرشد الخبر أن السلطان محمود بن عبد الحميد توفي وتولى السلطنة بعده ابنه عبد المجيد وفي شعبان منها قدم خالد بن سعود بلد ثرمدا ومعه نساء فيصل وأبناؤه عبد الله ومحمد وذلك أن فيصلا لما استوطن مصر اشتاق إلى رؤية أولاده فطلب من محمد علي أنهم يقدمون إليه فكتب إلى خرشد يأمره بإشخاصهم فرحلوا من ثرمدا إلى مصر وفي آخر رمضان نزل فرقان من عربان السهول في وادي سدير فحصل منهم أذى على الناس وقطعوا السبل فاستنفر عليهم محمد بن أحمد سديري أهل سدير فأخذهم وقتل منهم رجلين وفيها القحت والغلى على حاله لكنه أهون من السنين التي قبل هذه وفيها توفي أحمد بن ناصر الصانع وكيل بيت مال سدير لتركي وابنه فيصل وكان في الغاية من الكرم والسماحة والعقل وكاد أن يستكمل خصال حسن القلق لا يعرف له في زمانه من أمثاله نظير ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتين وألف والباشا في ثرمدا وورد عليه الأمر بالشخوص إلى مصر فانتدب لجمع الرحائل من العربان فمنهم من أطاعه ومنهم من أبى عليه وأرسل إلى محمد بن أحمد سديري فلما قدم عليه أمره أن يركب إلى عبدالله بن علي بن رشيد رئيس بلد شمر يطلب منه رحائل فلما قدم إليه تلقاه بالإكرام وأعطاه سبعمائة بعير فقدم بها على الباشا وفي المحرم أمر الباشا وخالد على بلدان الوشم وسدير والمحمل والعارض بالمغزى فجهز أهل كل بلد غزوهم وسار بهم خالد إلى الخرج ومعه عبدالله بن ثنيان وقاسي بن عضيب وعربانه من قحطان فأغاروا على آل شامر في البياض المعروف عند اليمامة فلم يحصلوا على طائل ورجعوا وجرح فيهم جراحات وفي صفر أمر الباشا على حمد بن بارك رئيس حراملة أن يتجهز إلى الأحسى ويصير فيه أميرة فسار إليه بخدمه وصار فيه أميرة وفيها خرص الباشا الزرع في الصيف وزاد على أهل الوشم والمحمل الربع في الخرص وأما أهل القصيم فلم يؤخذ منهم إلا ثمن زروعهم وأما أهل السدير فلم يزاد عليهم في الخرص ولكنه أخذ منهم الطلث ونقلوه إليه في ثرمدى وأما أهل منيخ وما يليهم فنقلوه إلى الزلفي وفي ربيع الأول سار خرشد باشا من ثرمدى ببعض عساكره ونزل عين ابن قنور وتزوج ابن تصوين على الهتيم قيل إنها إذاك مع زوج وأمر على بكير أغا رئيس العسكر الذين في بلد شقر أن يتبعه بعساكره فركب بكير من شقر ثاني عشر ربيع الآخر وقصد الباشا وأرسل الباشا إلى البصيل وهو إذاك في الزلفي ومعه عسكر فسار إليه ثم رحل الباشا ونزل شنانه وأمر على عربان حرب وغيرهم برحائل تحمل العسكر وأثقاله التي في ثرمدى فلما كان منتصف جمادى الأولى رحلت جميع العساكر من ثرمدى ولم يبق فيها إلا نحو عشرين رجلا وأرسل الباشا وهو فشنانه إلى خالد يأمره بالقدوم إليه فقدم إليه خالد في آخر جماداء الآخر ومعه أكثر مما أتي مطية وقام عنده أياما ثم رجع ودخل بريدة ثم دخل أنيزة ثم قصد الرياض فلما وصل إلى شقر وافاه أمير الجبل عبدالله بالرشيد وافدا عليه ومعه أكثر مما أتي مطية من أهل الجبل وسار معه إلى الرياض ثم قدم عليه بعده أمير بريدة عبدالعزيز بمحمد فحصل بينه وبين أمير الجبل نزاع من أجل إبل أخذها بالرشيد لأهل بريدة وما وقع من عبدالعزيز عليه من الأخ لما رجع من عند الباشا في عنيزة كما تقدم ثم أن كل منهما قصد بلده فلما كان في رمضان أمر خالد على أهل بلدان بالمغزى وأمر على الأمرى بالقدوم إليه فقدم عليه أحمد سديري وجميع أمرى سدير فأنزلهم في بيوته وأمر على الغزو ينزلون خارج البلد ثم دعا أهل سدير فلما حضروا عنده قال إني أريد أن أزيل عنكم المظالم وأنه بلغني أن أحمد سديري ظلمكم وأخذ كثيرا من أموالكم وهذه من خالد والله أعلم غيرة مما رأى من إكرام خرشد لأحمد فتكلم أناس من أهل سدير في سديري وقدحوا فيه وتكلم آخرون بضد ذلك ثم إن خالدا قام من مجلسه وأرسل بلال الحرق مملوك عبد العزيز بن سعود إلى سدير وأمره أن يدخل كل بلد ويكتب كل ما أخذه أحمد منهم فقدم بلال في ذي القعدة بلدان سدير وكتب ما أخرجوه من مغازيهم وما ينوبهم على يد أحمد وابنه محمد وسار إلى الرياض فلما رأى ما مع بلال من التزويرات عزل أحمد عن سدير وعزل أمراء سدير الذي اتهمهم أنهم من أعوانه واستعمل أميرا في غزو أهل سدير والوشم عبد العزيز بن الشيخ عبد الله بابطين وقدم عليه في الرياض عمر بن عفيصان من الكويت فجعله أميرا لهذا الغزو فسار بهم وأغار على آر روك من قحطان وأخذ منهم إبلا وغنما وفي آخر هذه السنة توفي عيسى بن علي في الأحسى رحمه الله تعالى ثم أمر خالد على عبد الله الحصين أن يكون أميرا في سدير وأن يخرج عيال أحمد سديري عن قصر المجمعة ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين وألف وفي صفر منها قدم رؤساء أهل الأحسى موسى الحملي وعبد الرحمن بن مانع ورؤساء السياسب حاشية السياسب قرية من قرى الأحسى تقع في الجهة الغربية منها وسميت باسم بطن من بن عقيل بن عامر أو عقيل بن عامر سكنوها في الزمان الأول انتهت الحاشية على خالد في الرياض ومعهم حمد بن بارك فأقاموا عنده أياما واستعمل الحمل في الأحسى أميرا وبن مانع في بيت المال وبقي حمد بن بارك عنده في الرياض وقعة بقعة على أهل القصيم وفي جمادة الأولى منها جرت الوقعة العظمى والحادثة الكبرى بين أهل القصيم وأتباعهم من عربان أنزة وبين عبد الله بن علي بن رشيد وأتباعه من عربان شمر وحرب وذلك لما رحل عبد العزيز أمير بريده وعبد الله بن رشيد من الرياض وكل قصد بلده كما سبق غار غازي بن طبيان رئيس الدهام شه من أنزة على بن طواله من شمر فأخذهم ومعهم إبل كثيرة لأهل الجبل وكان غازي هذا من أتباع أهل القصيم فأغار عبد الله بن رشيد على غازي وأربانه فأخذ منهم إبلا كثيرة فغضب لهم أمير بريده وانتدب لحرب بن رشيد وكان أهل القصيم متعاقدين على حرب كل عدو يقصدهم بعداوة وأجمعوا على حرب بن رشيد فركب يحيى بن سليمان بجنود كثيرة من أهل عنيزة وأتباعهم وركب عبد العزيز بأهل بريده وجميع بلدان القصيم واجتمعوا على بقيعة نحو ستماية مطية مردوفات ومعهم غازي بن بيان وأتباعه من عنزة وقاعد بن مجلاد وعربانه من عنزة وبن صبر من الصلاطين والصقور من عنزة وسار الجميع من بقيعة فأغاروا على وجعان الرأس من شمر فأخذوا منهم أموالا كثيرة من الإبل والغنم والأتاث وقال يحيى لعبد العزيز دعنا نرجع على هذا العز والنصر فحالف أنه لا يرجع حتى يقاتل بن رشيد في بلده حائل فساروا إلى الجبل ونزلوا بقعة المعروفة في جبل شمر فخرج إليهم أهلها فأمسكوهم عندهم ونزلت عربان عنزة على ساعدة الماء المعروف عند بقعة فلما علم بذلك عبد الله بن رشيد أمر على أخيه عبيد وفرسان معه أن يغيروا على عربان عنزة في ساعدة فشنوا عليهم الغارة قبل الفجر فحصل قتال عظيم بينهم فمرة يهزمونهم العربان ومرة يهزمهم عبيد وأتباعه هذا ويحيى وعبد العزيز في شوكة أهل القصيم في بقعة ينتظرون الغارة إلى طلوع الشمس فلما لم يأتهم أحد والقتال والجلاد راكد على أصحابهم فزع يحيى بخفيف الرجال وأهل الشجاعة على أرجلهم مشاف فلما وصلوهم فإذا عبد الله بن رشيد ومعه باقي جنوده قد ورد عليهم في ساقة أخيه فانهزم عربان أهل القصيم لا يلوي أحد على أحد وتبعتهم خيول شمر يأخذون من العبل والأغنام وتركوا يحيى بن سليمان ومعه في مكانهم لا ماء معهم ولا ركاب فلما رأى عبد العزيز ومن معه ذلك انهزموا وركبوا ركائب يحيى ومن معه وتركوهم ثم وقع القتال بين يحيى ومن معه وبين برشيد وصبروا إلى ارتفاع النهار فأدركهم العطش وكانوا في جمرة القيض فقتلهم بن رشيد إلا قليلهم وأخذ يحيى رجل من شمر وأعطاه فرسه وقال انجو عليها فقال أوصلني إلى عبد الله بن رشيد وأنت صاحب الإحسان وكان بينه وبين عبد الله صحبة قديمة فأوصله إياه وجلس عنده فدخل ولد لعبد الله عليه في خيمته وقال إن عمي قتل فأمر على يحيى وقتل صبرا من أهل القصيم جملة من رؤسائهم وأعيانهم وتجارهم لأن عبد العزيز غصبهم على القروج معه وقتل من أهل بريدة أكثر من سبعين رجلا منهم ولد عبد العزيز وحمد بن عدوان وبن شاية ومن أهل عنيزة نحو ثمانين رجلا منهم أحمد بن فيد الفضلي والأمير يحيى بن سليمان وأخوه وقيل إن الذي قتل من أهل القصيم في هذه الوقعة نحو ثلاثمائة رجل وأخذ بالرشيد كثيرا من الركاب والسلاح وكان عبد الله أخو يحيى عند خالد في الرياض فلما علم بذلك أقبل من الرياض وصار أميرا في عنيزة ثم إن عبد العزيز لما وصل إلى بريدة ركب إلى رؤساء أهل القصيم وتشاوروا على المسير ثانيا فأجمع أمرهم أنهم يجهزون الرجال ويبدلون الأموال في طلب ثارهم فكتبوا إلى جميع بلدان القصيم وقالوا النفير عام على الخاص والعام وساروا بأتباعهم من عربان عنزه وغيرهم قاصدين الجبل وهم نحو أربعة آلاف رجل وذلك في ذي القئدة فلما وصلوا إلى الكهفة رجعوا ولم يحصلوا على طائل وفي هذه السنة هرب عبد الله بن ثنيان من الرياض حاشية عبد الله بن ثنيان هذا هو عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن وجدير بالذكر أنه والد عبد الله باشا الذي توفي باستنبول سمي على والده عبد الله هذا لأن والده توفي وهو حمل انتهت الحاشية وفي هذه السنة هرب عبد الله بن ثنيان من الرياض وقصد المنتفق وذلك أنه لما أراد خالد بن سعود أن يركب إلى خرشد وهو فشنان كما سبق عمر على عبد الله بن ثنيان أن يركب معه فتعلل بأغراض وأمراض فلم يأذن له فحين ركب خالد من الرياض هرب إلى المنتفق وصار عند عيسى بن محمد رئيس المنتفق فلما رجع خالد أرسل إليه وعطاه الأمان فظهر إلى نجد وقدمها في آخر رجب فلما أقبل إلى الرياض أرسل إمامه رجلا من أصحابه إلى خالد يخبره بقدومه ونزل في البنية الموضع المعروف خارج البلد فلما ظهر عليه الرجل من خالد ركب ركابه مسرعا وقصد حائر سبيع وأقام عند راشد بن جفران سبيع وكان بينهما مصاهرة فوعده القيام معه والنصرة له وكتب بن ثنيان إلى أهل الحريق والحوطة والحلوة وذكر لهم أنه يريد إخراج العساكر من نجد وكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعلي بن حسين وعبد الملك بن حسين وبنوهم إذاك في الحوطة والحريق هاربين من الترك فوعدوه النصرة فلما علم بذلك خالد أرسل إلى رؤساء سبيع وقال لهم اذهبوا إلى بن ثنيان وأعطوه الأمان فلما وصلوا إليه أبا عليهم وقال لابد من حربه ثم إنه شمر يدعو الناس إلى القيام معه فقدم عليه رجال من آل شامر وغيرهم فلما علم خالد أنه مصمم على حربه داخله الجبد وكتب إلى أهل النواحي يأمرهم بالغزو فتثاقلوا عليه ولم يأته إلا أهل الخرج وأهل السدير وقليل من أهل المحمل وغيرهم فلما قدموا عليه في الرياض أمر على أهل الرياض ممن كان يحادر منه أن يغزو معه وخرج من الرياض ومعه أمير منفوحه سليمان بن سعيد وخلف في الرياض أميرا حمد بن عياف وعنده عمر بن عفيصان وأبقى جملة من خدامه وجعل فيهم أميرا سعد بن علي بن ضغيثر وعسكر الترك والمغاربة في القصر وقصد الأحسى وذلك في شعبان ثم إن بن ثنيان سار إلى ضرمة ومعه ستون رجلا فأطاع له أهل زاحميات وكان في ضرمة عسكر من الترك فأرسل إلى الأمير علي بن عبد الله بن عبد الرحمن وإلى أهل بلده يدعوهم إلى المتابعة فابوا عليه لأجل ما عندهم من العسكر فسار إليهم وحصل بينهم قتال فعزمهم إلى البلد فاحتصروا فيها ثم وقع الصلح بينهم على أن العسكر يرحلون إلى ثرمدا ودخل البلد واستقر فيها وقتل الصائغ وهو من رؤساء أهل ضرمة وعنده أموال كثيرة فأخذها بن ثنيان وكتب إلى أمير حريملا حمد بن بارك والشيخ محمد بن مقرن وأمير المحمل سعد بن محمد بن يحيا يدعوهم إلى الإقبال إليه فلم يعصوا ولم يطيعوا وأتى إليه أناس من أهل العمارية وأبا الكباش وهو في ضرمة ثم رحل بجنوده من ضرمة وقصد بلد عرقة وكان الأمير حمد بن عياف قد جعل فيها رجالا يحفظونها فلما وصلها بن ثنيان دعا من فيها فابوا عليه وقدم إليه سعد بن تركي الهزاني في سبعين رجلا من أهل الحريق فأمر بن ثنيان من معه أن يزحفوا إلى البلد فزحفوا إليها وأخذوها عنوة ونهبوها إلا أهل الصنع فإنهم امتنعوا على بعض أموالهم فلما تم له هذا الأمر كتب إلى أهل البلدان يدعوهم إلى متابعته ونصرته وأرسل إلى أمير منفوحه وهو إذاك عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد يدعوه إلى المتابعة فأجابه إلى ذلك فأرسل إليها ثلاثين رجلا في الليل مع أمير ضرمة أراشد بن جفران فدخلوها ثم رحل بن ثنيان بجنوده ونزلها وفي هذه المدة وأهل الرياض يتابعون الرسل إلى خالد ويستحفتونه وهو لا يرفع لهم رأسا أتى إليه رؤساء أهل الرياض الذين معه وقالوا له إن هذا الأمر قد وقع في ناحيتنا فإما أن تخرج معنا أو تأذى لنا في الخروج فأمر خالد على زويد العبد أن يسير معهم فساروا من الأحسى في نحو ثلاثمات مطية فقدموا الرياض في شوال ووقع بينهم وبين بن ثنيان القتال ثم إن أهل الرياض ساروا بعساكرهم إلى منفوحة وحصل بينهم وبين بن ثنيان فيها قتال شديد قتل فيه رجال من الفريقين وكتب رؤساء أهل الرياض إلى أهل النواحي يبشرونهم أن بن ثنيان محصور في منفوحة ولكن الله سبحانه قد أراد إظهاره ونصره وإخراج الدولة المصرية على يده من نجد فصلطه عليهم لما لله في ذلك من الحكمة البالغة فقتل الرجال وجمع الأموال ومهد البلاد وكل ذلك توطئة مقدمة للإمام فيصل الذي جمع الله به وبوالده شمل أهل الإسلام فأنزله الله تعالى من أعلى شاهق القاهرة وعساكر الترك على حراسته متظاهرة فسلمه الله تعالى حتى بلغه سالما مسلم وسلم مفاتيحها بيده العظيم الأعظم ولا أهرق فيها دم ولا شرطة محجم وجمع الله له شمله وسدد أحواله وخل له وبلغه غاية أمله ثم أن أهل الرياض لما حصروا بن ثنيان في منفوحة يومهم ذلك وحجز الظلام رجعوا إلى بلدهم فتبعهم بن ثنيان وهم لا يعلمون فلما قرب من جدار الرياض أمر بالصلاة جمعا المغرب والعشاء فلما فرغت الصلاة قال لأصحابه إنكم داخلون البلاد إن شاء الله فعليكم بالصدق في الجلال فساروا فوافاهم رجال من أهل دخنف فأدخلوهم البلد فجعل بن ثنيان أهل العمارية وابا القباش في بيت مساعد بن تركي وجعل أهل منفوحة في بيت بلال الحرق وجعل أهل الحريق في المرابيع هذا ومقاتلة أهل الرياض وعساكرهم ما وضعوا سلاحهم يعرضون ويغنمون ويلعبون ولم يعلموا بدخول بن ثنيان البلد فلم يفجأهم إلا وبن ثنيان شاهر سيفه وقد أقبل إليهم في رجاله من الشجعان فهرب أكثر الناس إلى بيوتهم وفزعت ترك والمغاربة وبعض قدام خالد فباشر بن ثنيان بنفسه القتال وشج وصار بوشه المغربي الكبير المسمى الأبعج فرماه ببندقه فسلم منها وضربه بن ثنيان بسيفه فانقطع لأن الضربة وقعت في البندق فصرخ وانصدع فلما سمعت المغاربة صريخ الصيوف ولوا مدبرين فدخلوا قصرهم فاغلقوا عليهم أجمعين فدخل بن ثنيان بيت إبراهيم بن سيف فبايعه ثم دخل بيت آل عياف وجلس فيه وأتى إليه رؤساء البلد فبايعوه وأرسل إلى بن عفيصان ومن معه فاتوا إليه وأطاعوه ثم أرسل إلى من في القصر من الترك والمغاربة فأعطاهم الأمان وأنهم يرحلون من البلد ولا يبقى فيها منهم أحد فلما كان في اليوم الثاني من ذلك وقع بين رجل من العسكر وبين رجل من خدام بن ثنيان ملاحات فضربه العسكر بطبنجة فسلم منها ودخل العسكر القصر وأغلقوا بابه وثار الرمي من القصر فأرسل بن ثنيان رجالا يمسكون البيوت التي حول القصر ثم أرسل إلى سعد بن دغيثر وزويد العبد ورجلا فقتلهم فلما كان آخر ذلك النهار صالح أهل القصر أنهم يخرجون من ساعتهم إلى خارج البلد فخرجوا منها فسكنت البلاد ووفد عليه أمراء البلدان ورؤساء العربان وأتى إليه آل الشيخ من الحريق ووفد عليه أمراء سدير فحصل من بعضهم بهت وزور من القال والقيل ورموا بعضا منهم بالكذب والأباطيل فأمر بن ثنيان بخمسة من رؤسائهم أن تضرب أعناقهم وهم العفيف الصين وعبد الله بن إبراهيم الحصين وأمير حرمة عبد الله بن عثمان المدلجي وزامل بن خميس بن عمر من رؤساء أهل الرضا وابن حسم من أهل حرمة وناصر بن حمد بن صالح صاحب بيت مالس دير فسلم الله بن حسن وبن صالح وقتل الثلاثة وكان أهل حرمة والمجمعة هدموا قصر المجمعة الذي يسكن فيه أمير صدير فغضب بن ثنيان وأمرهم أن يبنوه وأمسك عنده منهم حمد بن الشيخ عثمان بن عبد الجبار وثلاثة من رؤساء المجمعة إلى أن بنوا القصر وبعث عبد العزيز بن مشار بن عياف ورجالا معه إلى سدير واستعمله أميرا فيه وقدم عليه أهل وادي الدواسر مع أميرهم محمد بن جلاجل فاستعفاهم عن إمارتهم فبعث معهم عبد الرحمن بن عبيكان أميرا وأما خالد فإنه لما رأى الأمر انتقل إلى غيره وهو إذ ذاك في الأحسى أمر على من بقي من رجاله وعساكر الترك وقال لهم نريد أن نعمل قوة للحرب فأتوا بخيلكم وركابكم ثم خرج بهم من الأحسى وهرب وترك شيئا من تقله وخيامه وقصد الدمام المعروف في القطيف فنزل فيه هو مام معه فهرب عنه أكثر خدامه ورجاله فهرب إلى الكويت ومنه إلى القصيم ثم إلى مكة المشرفة حاشية لقد توفي خالد بمدينة جدة في حدود سنة 1265 انتهت الحاشية لقد توفي خالد بمدينة جدة في حدود سنة 1265 انتهت الحاشية ثم دخلت سنة 58 ومائتين وألف وفي المحرم منها أمر بن ثنيان على عبد الله بن بتال طيري أن يسير إلى الأحسى فسار في عشرين رجلا معه وآمرهم يقصدون الأحسى ويكونون عند بن بتال فلما استقروا فيه وضبطوه أمر على عمر بن أفيصان أن يسير أميرا إلى الأحسى فسار إليه في منتصف المحرم ومعه أكثر مما أترجل فدخل الأحسى ونزل قصر الكويت وأتاه رؤسى أهل الأحسى فبايعوه فأمرهم بالوفود إلى عبد الله بن ثنيان فقدموا عليه في الرياض ثم أدن لهم في الرجوع وأبقى عنده أربعة من رؤسائهم وفيها أمر بن ثنيان على أهل نجد بالمغزة فساروا إليه إلى أهل الجبل والقصيم فخرج من الرياض يوم الجمعة منتصف جمادة الأول فنزل بمبان ثم رحل منه ونزل الرمحية الماء المعروف في العرمة فصار الماء قليلا عليهم فأمر على أهل السدير والوشم والمحمل والخرج ينزلون على رماح الماء المعروف ووفد عليه رؤساء العربان وأهدوا إليه خيلا وركابا وأمر على بلال بن سالم الحرك في رجال معه يقصدون القطيف فساروا إليه ثم أمر على فهد بن عبدالله بن عفيصام في رجال معه من أهل الخرج والوشم وسدير يقصدون الأحسى ويكون فهد أميرا فيه نائبا لابن عمه عمر وكتب إلى عمر يسير بمن عنده من الجنود إلى القطيف فسار عمر ومعه فلاح بن حثلين ورجال معه من قومه ومن بني هاجر وآل مره والعماير فلما وصل القطيف أطاعوا له وأمر على علي بن غانم الرافضي رئيس أهل القطيف أن يركب إلى بن ثنيان واستدعى بابن عبد الرحيم رئيس سيهات فأسره وهدم سور سيهات فلما قدم بن غانم على بن ثنيان في الرمحية ناوبه بأشياء وقال إنك تمالي صاحب البحرين على طوارف المسلمين وذكر له أشياء غير ذلك ثم حبسه واخذ منه أموالا عديدة وحبس بمانع صاحب الأحسى وعدبه واخذ جميع أمواله وحبس رجالا واخذ منهم أموالا واخذ من العربان خيلا وركابا وفي جمادة الأولى وقع بين عبد الله بن خليفة رئيس البحرين وابن أخيه محمد حرب عظيم من قتل الرجال وسبي الأطفال والنساء وأخذوا الأموال واستدعى عبد الله بعربان آل مرة فنهبوا البحرين فلما أجهض محمد بن خليفة الحرب هرب من البحرين إلى بن ثنيان وهو إذ ذاك في الرمحية وقام عنده وهرب بن عبد الرحيم إلى البحرين ثم إن بن ثنيان أمر على أحمد سديري أن يسير إلى القطيف أميرة فسار إليه وكتب معه إلى عمر بن عفيصان أن يبعث معه ما أتي رجل من الأحسى ففعل ذلك ورجع بن عفيصان من القطيف إلى الأحسى ورجع فهد ومن معه إلى أوطانهم ثم إن بن ثنيان كسى أمراء البلدان وأمرهم بالرجوع إلى بلدانهم وقفل إلى الرياض وأرسل محمد بن جلاجل بهدية للشريف بن عون وعثمان باشا مكة ثم أرسل إليه الشريف وعثمان هدية مع آغا من الأغوات وأرسل بن ثنيان رجالا إلى بندر العقير فأخرجوا منه الرجال الذين فيه لصاحب البحرين وفيها أقبل حدجان رئيس الرسام من أتيبة من عند بن ثنيان فلما وصل أهله جمع غزوا كثيرا فأغار بهم على غنم بلد المجمعة فأخذوها وذلك في العشر الأواخر من رمضان ثم أغار ثانيا على الرصعان وآله ويمل من السهون وهم في أرض الشمس المعروفة فأخذ أغنامهم ففزعوا عليه وكان قد كمن لهم فخرج عليهم الكمين وأخذوا سلاحهم ومنعوهم على دمائهم وبقي رجل من آله ويمل يقال لهم ساعد بن حسن فأتى إليه حجان على فرسه ليأخذ الرمح الذي معه فقال لهم ساعد ما أغناك ما أخذت من الغنم والسلاح عن الرمحي ثم طعنه به فكان فيها حتفه ومات من ساعته فلما رأوه أصحابه مقتولا عمد كل رجل على منيعه فقتله ولم يسلم من آله ويمل والرصعان إلا رجل أو رجلان وكانت القتلى نحو عشرين رجلا وفي ليلة سبع وعشرين من رمضان أنزل الله الغيث على جميع نواحي نجد ودام المطر أياما وأشفقوا من الغرق وتضرعوا إلى الله من الخوف والغرق فكانت رحمة من الله تعالى للبلاد والعباد وأنقذ الله به من بعد السنين الشداد وكان قد مضى على وادي ستير نحو أربعة عشر سنة ما عم السيل بلدانه وغارت آباره وهلك كثير من نخيله فأخذ وادي منيخ يجري أكثر من خمسة أيام وجرت الأودية كلها بسيل لم يعرف منذ أعوام ونزل على الوشم مطر عظيم لم يعرف له نظير وجرى وادي حنيفة وخرب العامر وخرب السيل في الفرع والخرج والجنوب وجعل كل عامر دامر وعم الضراب والآكام وابتهج به جميع الآنام وهذه المنة الجسيمة كلها في هذه الليلة العظيمة وذلك في أول الوسم لسبع مضين من حلول الشمس برج العقرب وكان الناس في غاية الضعف فأنزل الله البركة وزرعوا الناس الوعر والسهل وأعشبت الأرض وذلك بعد الوقت والقحط الشديد والجدب المبيد وغور الآبار وموت النخيل والأشجار وجلا أهل البلدان إلى البصرة وما حولها من الديار وكان القحط المذكور قد استمر تسع سنين من موت الإمام تركي على رأس الخمسين فخزن الله هذا الغيث لعباده بحكمته البالغة ومراده وجعل نزول هذه النعمة التامة والرحمة العامة مقدمة لقدوم من ملكه الله هذه الجزيرة وعربانها وجعله سراجا منيرا في أركانها وصار لأهل الإسلام حصنا محيطا وظلا مديدا بسيطا فائض الكرم والجود الإمام ابن الإمام فيصل بن تركي بن سعود أسبغ الله عليه ألطافة وأسبل عليه أكنافة وجعل سلسلة إمامته مسلسلة في صالح عقبه إلى انتهاء الزمان رافلا في حلل السعادة والسيادة والرضوان وفيها قتل محمد آل علي بن عرفج شاعر بلد بريدة المشهور قتله بنو عمه في دم بينهم ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين وعلم ولما أراد الذي بيده الحركات والسكون القادر الذي يقول للشيء كن فيكون إخراج الإمام فيصل من حبس اليات وظهور شمسه على الناس وإجابة دعائه ورد ملكه وملك أبيه إليه مع تكاثر العساكر المصرية التي في حصون نجد الكبار وخالد بن سعود يده على تلك الديار وتيقنهم أنها دارهم ومسكنهم وقرارهم بعث الله من عشيرته رجلا شجاعا قتال وساعده النصر والإقبال وصار له صولة وإقدام ونصر من الملك العلام وأنزل الله الرعب في قلب من عداه وانثالت عليه الدنيا من أصدقائه وعداه حتى لم يبق في أهل المملكة له مخالف ولا مشاقق بل كلهم مطيع موافق فلما تم أمره وبلغ ذلك التمهيد أجله أدن الله لصاحب هذا الملك وفكه من الأس وسلم مفاتيحه إليه بتيسير ويسر ووقع الجبن في قلب ذلك الشجاع المطاع وغاب عنه رأيه وتدبيره وضاع حتى أسلم القادر سرير الملك إلى صاحبه فأجلسه عليه ونثر مفاتيحه بين يديه ظهور الإمام فيصل من مصر ففي أول هذه السنة نزل الإمام فيصل من حبسه بحبال حاشية ما ذكره المؤلف هنا من أن الإمام فيصل نزل من حبسه متدليا بالحبال هو الصحيح ويؤيده ما رواه أمين ابن حسن الحلواني في مختصره لتأريخ ابن سند المسمى مطالع السعود حيث ذكر في صفحة 105 من التاريخ المذكور بعدما ذكر قدوم خرشد باشا بالحرف الواحد ما نصه وحاصر فيصلا في بلدة تسمى الخرج وأرسله إلى محمد علي باشا بمصر وبقي محبوسا في قلعة الجبل إلى أن هرب منها متدليا بالحبال سنة 1259 انتهت الحاشية ففي أول هذه السنة نزل الإمام فيصل من حبسه بحبال ولما أكثر التذلل والتضرع عند ربه والابتهال ونزل من رأس القاهرة ومعه أخوه جلوي وابن عمه عبد الله بن براهيم وابنه عبد الله وكانت العساكر رصدا عليهم في مدخلهم ومخرجهم والفرجة التي نزلوا منها عن الأرض أكثر من سبعين ذراعة فحفظهم الله تعالى إلى أن وصلوا إلى الأرض وكانوا قد وعدوا ركائب تحتهم فركبوها وذلك في الليل فساروا إلى جبل شمر وأرسلوا إلى عبد الله بن علي بن رشيد يخبرونه بمجيئهم فتلقاهم بالرجال والرحائل ودخلوا بلده حائل فقابلهم بالتكريم والإكرام وعظمهم غاية الإعظام وقال أبشروا في المال والرجال والمسير معكم والقتال فلما بلغ عبد الله بن تنيان هذا الخبر وصح عنده واستقر أدار الرأي فيه وأبانه لخاصته ظاهره وخافيه فأشاروا بما هو كائن في القضاء عليه وأنه يرسل إلى جميع رعاياه من أقصى ملكه وأدناه ويستنفرهم حاضرهم وباديهم وأنهم إذا سمعوا بخروجك لم يجيبوا لمناديهم فخرج من الرياض يوم الجمعة ومعه غزو أهل العارض فنزل بنبان وأقام فيه أياما وورد عليه من فيصل مراسلات وكان فيصل لما نزل الجبل أرسل رجالا بمراسلات إلى أهل البلدان فأوصلوها خفية إليهم فلما وصلت إلى بنثنيام مراسلات فيصل هرب من قومه رجال إلى فيصل فجعل يدير الرأي فأجمع عمره أنه يرسل هدية إلى فيصل ويستدعيه إليه لعله يصير عنده وبين يديه وكتب إلى رعيته من أهل الرياض يبشرهم بقدومه تسكينا ويرجو به تمكينا ثم أنه أرسل علي بن عبد الله أمير ذرمة بهدية إلى فيصل فقدم بها عليه في الجبل فأخذها ولم يعبأ بقوة صاحبها ثم إن بن ثنيان رحل من الخفص ونزل عرض سدير فوافاه رسول عبد العزيز بن محمد رئيس بريدة يستدعيه إليه ويعطيه العهود والمواثيق على القيام معه والنصرة وسبب ذلك أن بين أهل القصيم وبين برشيد عداوة عظيمة فظن أنهم إذا صاروا يدا واحدة مع هذا الشجاع المطاع أدركوا الثأر ويأبى الله إلا ما أراد وهو رب العباد فرحل بن ثنيان وقصد بريدة فنزل بجنوده خارج البلد فخرج إليه عبد العزيز وبايعه فلما علم بذلك رئيس عنيزة عبد الله بن سليمان بن زامل جمع الرؤساء بلده وشاورهم في هذا الأمر وكان فيهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبطين وابنه عبد العزيز فغلب الرأي منهم أنهم يرسلون عبد العزيز بن الشيخ عبد الله إلى فيصل ويبايعه لهم ويقبل به إليهم فركب إليه عبد العزيز في رجال معه فوافاه في الكهفة وأمره أن يرحل إلى عنيزة وأن أهلها له في السمع والطاعة فرحل من مكانه ذلك وقصد عنيزة وأمر على أخيه جلوي وعبيد بن رشيد ومعهما ماءت رجل يقصدون محمد بن فيصل الدويش وعربانه وينزلون معهم وكانوا إذ ذاك في الحمادة وكان بين الدويش وبين بن ثنيان مخالفة فرحل جلوي وعبيد ومن معهما إلى الدويش وقصد فيصل بلد أنيزة ومعه عبد الله بن رشيد رئيس الجبل ورجال من قومه وعبد العزيز بن الشيخ ورجال معه فلما علم بذلك بن ثنيان نهض بجلوده من بريده وترك خيامه وأثقاله ورصد لهم على طريقهم فعمي عليه الخبر وسار فيصل وأصحابه على غير مصدرهم ودخلوا عنيزة آخر الليل فلم يفجع بن ثنيان وجنوده إلا ضرب المنادق في البلد واللعب والغناء فعلم أن الأمر قد فاته فرجع إلى خيامه وشرد من قومه رجال من رؤساء أهل الجنوب وسدير وغيرهم وقصدوا فيصلا في عنيزة ثم إن بن ثنيان لما وصل بريد أمرهم بالرحيل وذكر لجنوده أنه يريد عنيزة محاربا فرحل وقصد المذنب منهزما إلى الرياض وخاف من جلوي وأتباعه ومن الدويش وأتباعه فواصل الليل بالنهار فلما علم الدويش وأتباعه بذلك وهم إذ ذاك في أسفل الغاط فزعوا عليهم وشد الصعب والذلول ولحقوهم فلم يدركوهم إلا في أرض الوشم وقد تعبت خيلهم وركابهم فلم يأخذوا منهم إلا قليلا ثم أن بن ثنيان لما وصل الوشم تفرقت عنه جنوده وقصد أهل النواحي بلدانهم وهو قصد الرياض ودخله فرحل عبيد بن رشيد وجلوي وأتباعهما وقصدوا بلد ثادب ونزل الدويش وأتباعه قصور ثادق وأرسلوا إلى فيصل يستحثونه وأرسلوا عبد الله بن براهيم بن عم فيصل إلى سدير يدعوهم إلى المتابعة والمسير معهم فقدم بلد المجمعة وأمرهم بالمسير فركب معه الغزو الذين قفلوا مع ابن ثنيان وساروا معه ثم إن ابن ثنيان لما دخل الرياض فرق السلاح والأموال وهدم البيوت التي حول القصر وتأهب للحصار ورتب البلاد ومرى بيعها وجعل في كل موضع رجال وأمر فيهم أميرا وأما فيصل فإنه لما استقر في عنيزة وبايعه أهلها ووفد عليه رجال من بلدان القصيم ورؤساء العربان رحل من عنيزة في ربيع الأول وقصد الوشم ومعه أمير عنيزة عبد الله بن سليمان ومعه نحو ماءتي مطية ونزل فيصل بلد شقرا فبايعه أهلها وأهل الوشم ثم رحل منها وركب معه أمير الوشم محمد بن عبد الكريم الباردي بغزوه وقدم حرهملة وأقام فيها أياما وقدم عليه فيها أمراء سدير بغزوهم واجتمع به أخوه جلوي وبن عمه وعبيد بن رشيد وأتباعهم ووفد عليه رؤساء سهول وسبع والعجمان وغيرهم وكتب إلى عبد الله بن ثنيان يدعوه إلى المصالحة وحقن الدماء بين المسلمين وأنه يخرج من الرياض بما عنده من الخيل والركاب والسلاح والأموال والرجال وليس له معارض وينزل أي بلد شاء في نجد أو غيرها وله مع ذلك من الخراج كل سنة ما يكفيه فأبى ذلك ولم يرضى إلا بالحرب فرحل فيصل من حرهملة ورحل معه أميرها حمد بن بارك والشيخ محمد بن مقرن ونزل بلد سدوس وكتب إلى أمير منفوحة سليمان بن براهيم بن سعيد يطلبه المتابعة والنزول عنده فأجابه إلى ذلك فرحل فيصل من سدوس ونزل منفوحة في الدويدية وهي منزله وقت محاصرته لخالد في الرياض فأقام فيها أياما ولم يقع بينه وبين أهل الرياض حرب والرسل بينه وبين أناس من رؤساء الرياض خفية فلما كان ليلة الخميس لست بقين من ربيع الثاني جهز فيصل رجالا من شجعان قومه مع أخي جلوي وأمرهم يدخلون البلد وذلك بممالات من رؤسائها فأقبل جلوي ومن معه ودخلوا مع باب دخنة وكان بن ثنيان يخرج من القصر برجال معه يدورون في البلد فلما بلغه دخول هؤلاء صرف إلى القصر وذكر لي أنه سقط مرتين أو ثلاثا ثم دخل القصر واحتصر فيه وقصد جلوي وأصحابه البيوت التي تقابل القصر فدخلوا في بيت ساعد بن تركي وبيت بن دغيثر وقاموا يرمون من في القصر فأغلق بن ثنيان وأصحابه باب القصر ثم سدوه بالطين ثم دخل الإمام فيصل الرياض ونزل بيت مشاري بن عبد الرحمن وجعل أهل الحريق في بيت بن ثنيان وأهل القوعية في بيت الشيخ عبد الله بن نصير ونزل جلوي في بيت زويد العبد مملوك سعود فوقع الحرب نحو عشرين يوما وقدم على فيصل أهل الخرج والفرع ومعهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا وجنود فيصل من شمر وغيرهم خارج البلد وليس في البلد إلا المقاتلة من أهل العرب وقدم عليه رؤساء سبيع وذكر لي أن رجالا منهم هموا بالغدر بفيصل ففطن لهم وأبطل الله كيدهم ثم أن بن ثنيان أرسل إلى عبيد الرشيد يطلب المصالحة فأبى إليه عبيد وسعى في الصلح فلم يتفق شيء لما سبق من القضاء ثم أن الله سبحانه لما أراد أن يمضي قضاءه وقدره خرج بن ثنيان من القصر في الليل فوافاه رجال فأمسكوه وأتوا به إلى فيصل فأخذ سلاحه وحبسه وآخذ القصر عنوة وعفى عمّا فيه من الرجال وآخذ جميع أموال بن ثنيان وصار محبوسا في بيت من بيوت القصر وعنده حرس يحفظونه وأطلق فيصل الرجال الذين حبسهم بن ثنيان ورد عليهم ما وجدوا من أموالهم ونزل فيصل وبايعه المسلمون وسكنت الفتنة واستقامت الأمور وأذن لمن معه من الغزوان يرجعون إلى أوطانهم وأمر على عبدالله بن بتال المطيري في رجال معه يركب معه إلى الأحسى أميرة واستعمل بن عثيمين في وادي الدواسر أميرة وأقر كل أمير في بلده وفيها في منتصف جمادة الآخرة يوم الجمعة توفي عبدالله بن ثنيان في الحبس وجهزه الإمام وصلى عليه والمسلمون وظهر مع جنازته ودفن في مقبرة الرياض وكتب نصيحة لأهل البلدان يحضهم على فعل الطاعات وترك المحرمات ويأمرهم بالتمسك بالتوحيد وصورتها بسم الله الرحمن الرحيم من فيصل بن تركي إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن أجمع الوصايا وأنفعها الوصية بتقوى الله تعالى قال تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أن اتقوا الله وتقوى الله أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله ومعظم التقوى والمصحح لأعمالها توحيد الله بالعبادة وهي دين الرسل الذي بعثوا به إلى العالمين وهو مبدأ دعوتهم لأممهم وهو معنى كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله فإن مدلولها نفي الشرك في العبادة والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى فعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقد بيّن الله تعالى معنى هذه الكلمة في كثير من الآيات المحكمات كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهذا معنى لا إله وقوله إلا الذي فطرني فهو معنى إلا الله وقد عبر عنها بمعناها من النفي والإثبات قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية والآيات في بيان توحيد العبادة أكثر من أن تحصر وهذا التوحيد هو الذي جحدته الأمم المكذبة للرسل قال تعالى عن قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا وجحده مشرك العرب ومن ضاها هم من مشركي هذه الأمة قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين قبلكم قوم نوح وعاد وثمود الآية وأما مشرك العرب فأخبر الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إلى قوله إن هذا إلا اختلاق واحتج عليهم تعالى بما أقروا به من توحيد الربوبية فإنه من أقوى الحجج عليهم فيما جحده من توحيد الإلهية كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت إلى قوله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وأكثر الناس في هذه الأزمنة وقبلها وقع منهم ما وقع من أولئك المشركين وهم يقرؤون القرآن فعموا وصموا عن هذا التوحيد وادلته التي هي أبين في قلب المؤمن من الشمس في وقت الظهيرة فيا من يدعي معرفة هذا التوحيد اعرف هذه النعمة وقدرها فإنها أعظم نعمة أنعم الله بها على من عرفها وأحبها وقبلها وعمل بها وألزمها فقابلوها بالشكر ولا تكفروها بالإعراض عنها واحذروا أن يصدكم الشيطان عن ذلك واعلموا أنه قد غلط في هذه طوائف لهم علوم وزهد وورع وعباده فما حصل لهم من العلوم إلا القشور وقد حرموا لبه وذوقه وقلدوا أسلافا قد ظلوا من قبل وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل فيا لها من مصيبة ما أعظمها وخسارة ما أكبرها فلا حول ولا قوة إلا بالله واحذر النفوس الأمارة بالسوء وفتنة الدنيا والهوى فإن الأكثر قد افتتن بذلك وظنوا أنهم قد سلموا وما سلموا وتمنوا النجاة والتمني رأس مال المفلس نعوذ بالله من صخطه وعقابه وأنت ترى أكثر الناس معبوده دنياه لها يوالي وعليها يعادي ولها يحب ويبغض ويقرب ويبعد وقد اشتغل بها عما خلق لأجله يبتهج بها ويفرح وقد ذم الله سبحانه وتعالى ذلك كما قال تعالى عن ذكره قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا والصحيح أنه الإيمان والعمل الصالح والإسلام والقرآن هما النعمتان العظيمتان والفرح بهما محبوب ومحمود إلى الله تعالى قد أوجبه على إباده المؤمنين كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فسر الأول بالإسلام والثاني بالقرآن وقال بعض الصحابة فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلكم من أهله فلا غنى لكم عن تعلم هذا التوحيد وحقوقه من فرائض الله تعالى وواجباته وأن يكون ذلك أكبر همكم ومحصل علمكم ومن أهم ذلك المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادي لها كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون بعدهم ولذلك عمرت المساجد وشرع الآذان فيها كما قال تعالى حافظوا على الصلوات الآية فلا بد في المحافظة من استكمال شروطها وأركانها وواجباتها فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لها لما سواها أضيع والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله كما سبق في الآية ونحوها جعلها الله تعالى طهرة للأنفس والأموال وزيادة وبركة وحجابا من النار فالتزموا بما فرضه الله وشرعه فإن فيه صلاح قلوبكم ودنياكم وأخراكم نسأل الله التوفيق واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين وأركانه قال بعض السلف أركان الإسلام عشرة الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والجماعة والسمع والطاعة وهذه العشرة لا يقوم الإسلام حق القيام إلا بجميعها والقرآن يرشد إلى ذلك جملة وتفصيلا كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير الآية فالله الله عباد الله في مراجعة دينكم الذي نلتم به ما نلتم من النعم وسلمتم به من النقم وقهرتم به من قهرتم فقوموا به حق القيام فجاهدوا في الله حق جهاده وعظموا أمره ونهيه وعملوا بما شرعه وتعطفوا على الفقراء والمساكين وآتوهم مما لله الذي آتاكم كما قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم المستخلفين فيه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولا تكونوا كالذين نصوا الله إلى قوله لعلهم يتفكرون فاقرأوا هذه النصيحة في جميع مساجد البلدان واعيدوا قراءتها في كل شهرين نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير أجمعين وفي أول يوم من صفر منها بعد صلاة المغرب ظهر في وسط القبلة عمود أبيض مستطيل من الأفق إلى وسط السماء مثل المنارة في رأي العين وانزعج الناس لذلك ودام ذلك إلى انسلاخ شهر صفر ولا زال يضمحل شيئا فشيئا وهذا نظير ما ذكره الشيخ مرعي بيوسف الحنبلي في تاريخه قال وفي أول سنة سبع وعشرين وعلف ظهر في الشرق عمود أبيض مستطيل كطول المنارة فأرجف المنجمون بأراجي فوظنوا وقوع أمور مهولة وكذبوا الله ولم يرى المسلمون إلا خيرا وفيها حصل برد في آخر الحميم على أول دخول الذراع مع طلوع المؤخر فمات كل زرع لم يشتد في سنبله وما اشتد في سنبله سلم منه وهذا شيء لم يعهد مثله في مثل هذا الوقت ولما استولى فيصل على تلك الديار وبلغ سيته جميع الأقطار أرسل إليه الأديب النبيل السيد عبد الجليل ابن السيد ياسين الشافعي نزيل البحرين ثم صار في بلد الكويت قصيدة طويلة يمدحه ويهنيه بمجيئه من مصر واستيلائه على رعيته بالعز والنصر وقد مدح الإمام فيصل بقصائد عديدة إلى اللفظ العربي والنبطي تركت إيرادها للاختصار وفي هذه السنة سار الإمام فيصل بجنود المسلمين وقصد جهة القطيف فأغار على المناصير حاشية المناصير عرب الرحل ينسبون إلى منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس ابن عيلان ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ومنازلهم في ظاهرة عمان والبريمي ودبي وقطر ويتوصلون في تنقلاتهم إلى الربع الخالي انتهت الحاشية فأخذهم ثم أغار على آل مرة ورئيسهم ابن نقادان فأخذهم في الرمل على سيف البحر ثم أغار على بني هاجر ورئيسهم بن شعبان فهربوا وتبعهم المسلمون فأخذوا كثيرا من مواشيهم وقتلوا منهم رجالا ثم رحل ونازل قصر الدمام وفيه رؤساء البحرين عبدالله بن خليفة وأولاده فحاصرهم إثنى عشر يوما ثم طلبوا المصالحة فأبى فيصل إلا على إحسانه وإساءته فخرجوا إليه فمن عليهم بدمائهم وأخذ جميع ما في القص وجعل فيهما أترج المرابطة وجعل عندهم جميع ما يحتاجون إليه وكان الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بابطين معه في هذه الغزوة وفي هذه السنة احترق رئيس المنتفق عيسى بن محمد السعدون وسبب ذلك أن بيوتهم التي يؤون إليها من قصب يتخذونها في وقت القيض على شط الفرات إلى وقت الشتاء ثم يكونون في الخيام وبيوت الشعر إلى انسلاخ الشتاء واتفق تلك الليلة أنه نام وعنده فنر مشبوب ونسيت الخادمة أن تطفئه وبقي معلقا في جانب البيت وكان من القصب فعلقت النار فيه وأضرمت وهو نائم مع أهله على سريره فما استيقظ إلا وقد شملت النار جميع البيت وليس له مهرب وفي البيت كثير من الطعام والدهن والفرش وغير ذلك فهرب إلى أسفل البيت وقعد بين صناديق فيه رجاء ينجو أو يأتيه من يخرجه فلما ظهرت النار في البيت ورآها الناس اجتمعوا وأرادوا أن يسطوا عليه ليخرجوه فقال رجل معهم إن الشيخ قد خرج فذهبوا من كل جانب يطلبونه فلم يجدوه فطلبوا الرجل الذي قال لهم ذلك فلم يروه واحتاروا يتساءلون بينهم وإذا يرون نارا خضرا في جانب البيت فظنوا أنها مشتعلة فيه فأطفعوها بالماء فإذا يجدونه قد احترق إلى مجمع فخذيه فأخذوا باقيه ودفنوه وإذا بزوجته نائمة على سريرها قد احترق جانبها الأعلى نسأل الله العفو والعافية وكانت سيرته فيما ظهر غير ما كان عليه أسلافه من محبة أهل السنة والجماعة وكراهة الأرفاض وغيرهم من أهل البدع بل كان عيسى هذا يقرم الأرفاض ويحترمهم ويدنيهم وهو في الظاهر على طريقة أهله وعشيرته فيما يدعي والله أعلم ثم تولى بعده أخوه بندر فأخذ نحو ثلاث سنين ومن ولايته وحكمهم في خلل ثم مات وتولى بعده أخوه فهد فلم تطل مدته ومات بعد نحو سنة ثم مرج حكم المنتفق فتارة في أولاد راشد السعدون وتارة في أولاد عقيل السعدون وتارة في ولد عيسى السعدون يتحاربون ويتقاتلون بينهم حتى هلك منهم أمم يأخذ الواحد منهم مدة قليلة ثم يأتيه المحارب فيخرجه ويتولى مكانه ثم يذهب المخرج فيجمع له قوة ويزيد الحكام خراجا فيجهزون معه عسكرا فيأتي إلى صاحبه ويخرجه ودام ذلك بينهم إلى هذه السنة الموفية السبعين ومائتين وألف وأمرهم في مروج والثابت المستقر في ملكهم في السنة المذكورة ولد راشد بن ثامر السعدون أحداث السنة الستين بعد مائتين وألف إلى السنة الرابعة والستين بعد مائتين وألف من الهجرة ثم دخلت سنة ستين ومائتين وألف والإمام فيصل في تلك الغزوة وأغار العجمان ورئيسه محمد بن جابر الطويل ومعهم أخلاط من سبيع وغيرهم على محمد بن فيصل الدويش وعربان من طير وهم في ديرة بني خالد فكتور بينهم القتال وبرز فهاد الدحام للقتال فقتل سريعا فوقعت الهزيمة على الدويش وعربانه وأخذوا بيته ومحله وبيوت الدويش وكثيرا من إبلهم وسار محمد بن فيصل الدويش بعد هذه الوقعة إلى الإمام فيصل يسترفده وهو في الدمام فأعطاه شيئا من الكسوة والدراهم ولما فرغ الإمام فيصل من الدمام قفل راجعا ونزل الأحسى وأقام فيه نحو أربعين يوما ووفد عليه كثير من رؤساء العربان ورؤساء عمان ووفد عليه بن سويط رئيس الضفير بهدايا كثيرة واستعمل في القطيف أميرا عبدالله بن سعد المداوي وكان فيه شجاعة وشهامة واستعمل في الأحسى أميرا أحمد بن محمد سديري وكان له معرفة ورأي وعقل وشجاعة وبراعة وسخاء ولين وسماحة مع الناس وشدة وقوة على الأنجاس ثم رحل الإمام إلى وطنه وأذن لغزوانه يرجعون إلى أوطانهم ثم إن عبدالله نداوي أحضر علي بن عبدالله بن غانم الرافض رئيس القطيف في السابق فجاوبه بأشياء وضربه حتى مات فغضب الإمام وأرسل إليه غلامه بلال بن سالم الحرك فأشخصه إليه وجلس بلال مكانه فلما قدم على الإمام اعتذر من ضربه لبن غانم وذكر الباعث لذلك فقبل منه ورده إلى القطيف أميرا فقام في محاربة صاحب البحرين ثم وقع بينه وبين العمائر قتال فقتل من العمائر عدة قتلى وفيها بعث الإمام فيصل سرية إلى عمان مع المطيري وأرسل معه قاضي الناصر بن علي العريني وفيها قتل البرد أكثر الصيفي من الزرع وذلك بعدما حصد الربعي منه وذلك وقت طلوع المؤخر مع الفجر أول الذراع الأول ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين وألف وفيها سار الإمام فيصل بجنود المسلمين وقصد الأفلاج لاختلاف ووقع بينهم وقعه الشيخ محمد بن مقرن وأمير بريدة عبد العزيز بن محمد وكان قد غضب عليه الإمام فأرسل إليه وقيده بالحديد وسجنه في بيت عنده مدة أشهر ثم شفع فيه رجال من رؤساء المسلمين فأطلقه وسار معه في هذه الغزوة ثم إن الإمام نزل بلد ليلى وأرسل إلى رؤساء البلدان فأتوا إليه فحبس أهل الخلاف وأخذ منهم نكالا وكان أهل بلد الشطبة قد وقع منهم خلاف فأرسل الإمام إليهم سرية مع سليمان بن منديل وفرحان بن خير الله فهدموا البلد وقطعوا كثيرا من نخيلها ثم رحل قافلا إلى وطنه وأذن لغزوانه يرجعون إلى أوطانهم وفيها غزى الإمام على آل عماير من الدواسر وهم قرب الأفلاج فسبقه النذير إليهم فانهزموا وفيها وقع اختلاف في بلد سيح آل حامد من الدواسر فأمر الإمام على أهل النواحي بالمغزة فقدموا عليه في الرياض فسار بهم إجلوي بن تركي ثم أتبعه ابن أخي عبد الله بن براهيم في سرية ونزلوا بلد السيح فحصل بينهم قتال شديد قتل فيه عدد من الرجال ثم طلبوا الصلح وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة فقفلوا إلى الرياض وقتل في هذه الغزوة الشجاع ابراهيم ابن عبد الله بن براهيم أمير حوطة بني تميم وفي آخر هذه السنة أقبل حاج كثير من الأحسى والبحرين والقطيف والعجم فرصد لهم في الطريق فلاح بن حثلين رئيس العجمان ومعه قومه وأناس من سبيع أخذ بن حثلين لحاج الأحسى وكان أحزام بن حثلين مع الحاج فشنوا عليهم الغارة وأخذ نحو نصفهم وهرب باقيهم إلى الأحسى فلما علم بذلك الإمام فيصل أمر على أهل النواحي بالمغزة وخرج من الرياض آخر ذي القعدة ومعه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ونزل قرب بلد حراملة حتى اجتمعت عنده جنود المسلمين ثم رحل ونزل القضيمة وقدم عليه متعب بن عبد الله بن رشيد رئيس الجبل بغزو أهل الجبل ومعه هدية للإمام اثنتي عشرة فرسا وعدة من الركاب فلما علم بن حثلين بخروج الإمام انهزم إلى ديرة بني خالد ثم رحل فيصل ونزل في مجزل ووفد عليه علماء سدير ومنهم الشيخ القاضي عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار ثم رحل ونزل ربيدة الماء المعروف في ديرة بني خالد فأقبل إليه رؤساء العجمان وسبيع وسألوه ألا يأخذ البريء المطيع في القوي المضيع فدعنا ننسلخ من ابن حثلين ثم شأنك به فعفى عنهم وأمرهم بالانسلاخ منه والخروج من ديرة بني خالد وأمهلهم عشرة أيام وأقام فيصل مكانه وأرسل قافلة إلى الأحسى تأتيه بطعام وانسلخت العربان عن ابن حثلين فهرب إلى محمد بن هادي بن قرملة وكان نازلا على الخفز الماء المعروف في العرمة فلما علم الإمام بذلك رحل وقصده فهرب من عند بن قرملة فقفل الإمام إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وبعد ذلك ظفر به الإمام وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى وفي هذه السنة لثلاث مضين من رمضان وكانت وقعت عبيد بن علي بن رشيد رئيس الجبل على أهل عنيزة وسبب ذلك أن عبد الله بن سليمان بن زامل أمير عنيزة أخذ إبلال بن رشيد فطلب منه الأداة فأبى عليه فسار إليهم عبيد في مائتين وخمسين مطية وخمسين من الخيل فأغار على غنم أهل عنيزة وكان قريبا من البلد ففزع عليهم أهل عنيزة وكان بن رشيد قد جعل لهم كمينا فلما نشب القتال بينهم خرج عليهم الكمين فانهزم أهل عنيزة وقتل عبد الله بن سليمان الأمير وإخوته وبن عمه قتلهم بن رشيد صبرا وأسر منهم رجالا وأرسلهم إلى أخيه عبد الله في الجبل فراكب إليه عبد العزيز ابن الشيخ عبد الله بابطين فلما قدم بلد الجبل طلب منه أن يطلق الأسرى فأطلقهم وكساهم وفيها أكلت دبا الزروع لا سيما في بلدان ستير حاشية الدبا هو صغار الجراد المتولد منه انتهت الحاشية ثم دخلت سنة إثنتين وستين ومائتين وألف والإمام في مغزاه على بن حثلين كما تقدم ولما وصل إلى مجزل كما تقدم ركبت للسلام عليه فأكرمني جزاه الله خيرا وحضرت مجتمعهم للدرس بعد صلاة العصر في صيوان الإمام وكان المتصدي للتدريس الشيخ عبد الرحمن بن حسن والقارئ عليه ابن عمه عبد الله بن حسن بن حسين فقرأ في كتاب السياسة الشرعية للشيخ بن تيمية وأمر الإمام على عبد العزيز بن حمد بن عيبان أن يكون في تلك الغزوة إماما لأهل الوشم وسدير يذكرهم ويذاكرهم ويروحهم بالمواعظ ويباكرهم ففعل ذلك ولما دخل الإمام فيصل بلد الرياض من هذه الغزوة وفد عليه رؤساء العربان فكساهم وكتب لهم عطاء ثم أمر على عبد العزيز بن مشاري بن عياب أن يركب أميرا على وادي الدواسر وكان قبل ذلك أميرا لبن ثنيام في سدير فقام في الوادي نحو أربعة أشهر ثم رجع إلى سدير وأمر على أخي حسن بن مشاري بن عياب أن يركب إلى الأفلاج أميرا وأمر على عبد الله بن بتال طيري في رجال معه يسيرون إلى الأحسى مرابطة عند ححمد سديري وأمر على محمد بن براهيم بن سيف يركب قاضيا عند بن رشيد في الجبل وأمر في أثناء مغزاه المتقدم على الحميدي بن فيصل الدويش أن ينزل بقومه في ديرة بني خالد وأمر على جميع العجمان أن يرحلوا عنها ففعلوا ذلك وقصد السر ثم أن فلاح بن حثلين أدار رأيه في الحيلة التي يدرك بها الرجوع إلى ديرة بني خالد فوقع في نفسه أنه لا يقدر على ذلك إلا بمصافات الدويش فرحل ومعه قطعة قليلة من العجمان فنزل على منديل بن غنيمان رئيس الملاعبة ممطير فطلب منه أن يجيره وأن يجمع بينه وبين الدويش فأبى ذلك وأرسل بن غنيمان يخبر الدويش بذلك فركب الدويش من ساعته إلى بن غنيمان ورحل معه ببن حثلين ومن تبعه وأدخلهم مع عربانه من طير وركب الدويش وافدا على فيصل في رجال من قومه فلما قدموا عليه ذكر لهم فيصل ما فعل بن حثلين بالمسلمين وأنه لا بد من إمساكه وأخذ الثأر منه للمسلمين فلم يقدر الدويش على مخالفة الإمام وأمر الإمام على رجال يركبون مع الدويش ويمسكون بن حثلين فساروا معه وأمسكوا بن حثلين وقصدوا به الأحسى وأدخلوا في قصر الكوت عند أحمد سديري وقتلوه هناك وهذه عادة الله في الباغين وانتقامه من الظالمين فإن مشعان بن هدان لما أخذ الحدرة لم يتمتع بعدها إلا خمسين يوما وكذلك هادي بن مذود لما أخذها لم يحل عليه الحود وقطع الله أصله ونسله وكذلك ما جرى على الدبادبة وقتلهم في مرة واحدة ولما فعلوا بأهل استير ما فعلوا على حفر الباطن وما جرى على عربان أسويل مات من القتل والأخذ لما قطعوا السبل وطرق المسلمين ثم أن رؤساء العجمان طلبوا من فيصل الأمان وأنهم يدفعون ما أخذوا للمسلمين والنكان فأخذ فيصل منهم خمسا وعشرين فرسا ومزقهم الله كل ممزق وأعظم من ذلك ما جرى على حجان رئيس اتيبة لما أخذ غنم أهل المجمعة في رمضان وقد سبق ذلك ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين وألف وفي المحرم منها أرسل عبدالله بالرشيد رئيس الجبل إلى الإمام فيصل يطلبه النصرة على قبائل عنزة وكان قد أوقع بهم عدة وقائع وأخذ غالب أموالهم من الخيل والإبل والأغنام فخرجت قبائل عنزة التي في نقرة الشام لمحاربة بالرشيد نصرة لمن في نجد من قبائل عنزة فأمر الإمام على عبدالعزيز بن مشار بن عياب أمير سدير أن يتجهز بغزو أهل سدير وأرسل إليه من الرياض نحو ماء وخمسين مطية عليها رجال من خدامه فراكب بن عياب بهم وبغزو أهل سدير فنزل الصمان فبلغه أن بن رشيد قد أغار على عدوه وقضى وطره وأرسل إلى بن رشيد يخبره بمكانه وقام في مكانه نحو أربعة عشر يوما يترقب رد الكتاب من بن رشيد فأبطع عليه الخبر فراكب من مكانه وقصد ناحية الكويت يطلب ابن رشيد فبلغه أنه رجع إلى وطنه فقفل راجعا وفي جمادة الأولى من هذه السنة عشية الجمعة توفي هذا الشجاع والسيف القاطع عبدالله بن علي ابن رشيد بعد أن رجع من هذه الغزوة وصار مكانه ابنه طلال أميرا في الجبل وفي هذه السنة والتي قبلها أرخص الله الأسعار وكثر الخصف فلله الحمد والمنة وفيها استعمل الإمام فيصل محمد بن أحمد سديري في ناحية سدير ومنخ والطويرف والزلفي وكان رجلا عاقلا على صغر سنه فاضلا سمحا جوادا كثير الحلم والأناءة وعليه الهيبة والوقار وله مثل أخلاق أبيه وزيادة وفي هذه السنة وريده وسيلة لبغيته ومعه عساكر من الترك وقصد القصيم فقدمه في ربيع الآخر وأطاع له أهل القصيم كلهم ووفد عليه كثير من رؤساء العربان منهم إشقير بن محمد الدويش وكاتبه أناس من رؤساء البلدان فلما علم بذلك فيصل استنفر رأيته من أهل العارض والجنوب والمحمل وسدير وغيرهم وأمر على ابنه عبدالله أن يركب من الرياض وجهز معه الخيل والرجال فخرج منه في جمادة الأولى وقصد ناحية سدير ونزل المجمعة وتكاملت عليه جنوده فيها فلما علم الشريف بذلك داخله الفشل لأن الأعداء زينوا له أنه ما يخرج من مكانه فأرسل الشريف إلى فيصل عبدالله بن لؤي يطلب الصلح فقدم إليه في الرياض وقال له إن الشريف يريد أن يركب إليه واحد من إخوتك بهدية تكسر عنه ظاهر الفشل فجهز أخاه عبدالله ومعه محمد بن عبدالله بن جلاجل في عشرين رجلا ومعهم ثمان إعمانيات وأربع من الخيل فقدموا إليه وهو فعنيزة فأكرمهم وأخذ هديتهم ثم إن أهل الأهواء المشيرين للفتن أشاروا عليه يرد الهدية ليعلم أهل النجد بقوته وأنه لا يعطي الدنيا حتى يكاتبونه ويفدون عليه فأرسل الشريف إلى عبدالله ومحمد بن جلاجل وكسى عبدالله ورد عليهم الهدية وأعطى عبدالله فرسة ثم ركبوا من عنده فلما جاوزوا البلد خلى عبدالله كسوته ورد إليه فرسة وقال للرسول إنه لم يقبل هديتنا ونحن لا نقبل هديته فلما قدموا بلد شقرى تلقاهم أهلها بالإكرام واتفق رأيهم أنهم يرسلون الخبر لفيصل ولا يقدمون عليه فكتبوا له بالخبر فحين قرأ كتابهم أمر بالمسير وكتب إلى ابنه عبدالله أن يرحل بالمسلمين من المجمعة ويقصد بلد شقرى فرحل إليها ونزلها فتلقاه أهلها وأكرموه ثم أن الإمام ركب من الرياض بأهل الخرج والجنوب والعارض من غير غزوهم الذين مع عبدالله ونزل الشمس الماء المعروف قرب الوشم فلما علم الشريف بذلك داخله الفشل وحل به الرعب والوجل وقنع باليسير بعد الكثير وشتم المعين والمشير وأرسل مرسوله ابن لؤي إلى فيصل ثانيا للمصالحة الأبدية والمسالمة المرضية وكان فيصل حفظه الله تعالى من أخلاقه أنه يقبل على من أقبل عليه كثير الشفقة على الرعية سالم القلب من الغش للبرية فكتب إلى الشريف أن لك عندنا الإجلال والسماحة والاحتمال وقولك مقبول وما طلبت فهو مبذول بشرط أنه ليس لك في رعيتنا نهي ولا أمر لا في القصيم ولا في العربان ولا في غيرهم وأنك تدفع إلينا ما وصل إليك من مراسلات أهل نجد فأعطاه ما أراد ولم يزل الشريف يسب من أهواه ومن أشار عليه بسيره وممشاه وأرسل إليه الإمام هدية سنية من الخيل والعمانيات ودراهم ليست بكثيرة فأخذها ورحل من القصيم في النصف من رجب فلما وصل الحيد إذا أن الرخمان من عربان مطير قاطنين عليه فأخذهم وقتل منهم رجالا وأخذ العسكر جملة من نسائهم وكانوا هم أول موفد عليه فجازاهم بما فعل ثم إن الإمام أمر على ابنه عبد الله أن يسير بمن معه من المسلمين ويغير على عربان مجتمعين على البناء الماء المعروف عند القويعية من آل شامر وغيرهم وكان قد كثر منهم الأذى على المسلمين فصبحهم في مكانه وأخذ جميع أموالهم وقتل جملة من رجالهم وقفل الإمام بجنوده إلى الرياض وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وبعث عماله إلى العربان يقبضون منهم الزكاة على الوجه الشرعي وفي آخرها عزل الإمام أولاد سليمان بن زامل عن إمارة عنيزة واستعمل فيها أمير الناصر بن عبد الرحمن السحيمي وفيها وقع من أهل الفرع والحوطة تثاقل في بعض الأمر فأرسل الإمام إليهم سرية مع بعض خدامه فأخذوا إبلهم ثم إن الإمام ركب إلى الخرج وأقام فيه ونظر في العيون ورتب الحصون وجعل ابنه سعودا أميرا في تلك الناحية فنزل قصر الدلم ومعه عدة رجال من الخدام وكان هذا الولد فيه نجابة وشجاعة وشهامة فقام في إصلاح تلك الناحية وعمر ما خرب منها ثم رحل الإمام وقدم الرياض وأغار شعود على قافلة لأهل الفرع مقبلة من الأحسى فأخذها ومعها أموال كثيرة من الهدم والقماش وغير ذلك ثم بعد ذلك وفدوا على الإمام وبايعوه وفيها أرسل الإمام محمد بن جلاجل عاملا في القصيم حتى ينقض الموسم ويقبض من أهل الخرص ويحاسبهم فقام أكثر من شهرين ثم رحل إلى الرياض وسار معه عبد العزيز بن محمد رئيس بريدة وناصر أسحيمي أمير عنيزة ورؤساء بلدان القصيم وافدين على الإمام فيصل فقدموا الرياض وبايعوا الإمام وفيها وفد على الإمام متعب بن عبد الله بن رشيد أمير جبل شمر ومعه هدية من الخيل والركاب وفيها أرسل الإمام سرية إلى عمان أميرهم عبد الرحمن بن براهيم من أهل منفوحة وأمر على الأمير أحمد بن محمد سديري أن يمدهم بعشرين رجلا من الأحسى وأمرهم ينزلون قصر البريمي المعروف في عمان وفي آخرها بعث الإمام سرية مع سليمان بن منديل العمري أو العمري إلى وادي الدواسر لأنه حدث منهم بعض الخلاف فقدم سليمان الوادي وأدب أهل الخلاف وأخذ منهم نكالا ورجع إلى وطنه ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين وألف وفيها سار الإمام فيصل بجنود المسلمين قاصدا عربان الدعاجين من اعتيبة لأنه حدث منهم أحداث على الحاج فلما وصل الأحور أبقى خيامه وأثقاله فيه وعدى عليهم وهم في نفوذ السر متنازلين مع الرجا في ذلك الموضع فصارت الوقع على عربان الرجا وهم يظنهم الدعاجين فأخذهم وانهزم الدعاجين لأن النذير سبقه إليهم فلما علم أنهم الرجا أعطاهم جميع ما أخذ منهم ورجع إلى الأحور ثم رحل منه ونزل العبسة الماء المعروف عند العرض فأقام عليه نحو شهر وقدم عليه في ذلك المكان الحميدي الدويش وهذال ابن بصيص وعدة من رؤساء أمطير وكان الإمام قد نفاهم من نجد فتوجهوا عليه وعاطوه جملة من الخيل والركاب فصفح عنهم وقدم عليه محمد الطويل ومعه عدة من رؤساء العجمان وكان قد وقع في نفسه عليهم لأنهم أغاروا على طائفة من المسلمين فأتوا إليه بخيل وركاب طلبها منهم فأخذها وعفى عنهم وبعث عماله إلى العربان يقبضون منهم الزكاة ثم قفل راجعا إلى وطنه وقعت العانكة في عمان وفيها حصل في عمان اختلاف بسبب تدبير بعض ولاة الرعية فأرسل الإمام إليه سرية مع سعد بن مطلق طيري فساروا إليه فلما بلغ ذلك ابن طحنون وكان هو الذي وقع منه الشر والاختلاف استنفر جميع نواحيه ورصد لهم وأرسل عيونهم يماشونهم فلما علم بذلك مكتوم سلطان بن صقر وكان أهل صدق مع المسلمين كتب إلى انطيري ينذرانه من عدوه وذكر له يقدم إليهما ويسلق طريقا غير الذي رصد له فيه بن طحنون وأرسل الكتاب مع رجل فأراد الله أنه يأتي مع طريق غير طريق المطيري وأصحابه وصار طريق المطيري ومن معه على الطريق الذي رصد لهم فيه بن طحنون فلما وصلوا إليه نهض عليهم بن طحنون بمن معه فحصل على المسلمين هزيمة شنيعة فقتل منهم رجال وهلك منهم أناس ضمع وقصد باقيهم إلى مكتوم في بلد دبي فأكرمهم وشجعهم ثم ساروا إلى سلطان بن صقر في بلد الشارقة واجتمع سلطان ومكتوم ومن مع انطيري من المسلمين وقصدوا بن طحنون وحاصروه في قصر البريمي وأخرجوه منه ثم ساروا في تلك الناحية وأخذوا القصور التي في يد بن طحنون وأتباعه واستردوا منهم جميع ما أخذوه من المسلمين في تلك الوقعة وسموها وقعة العانكة باسم الموضع الذي صارت فيه وممن قتل فيها إمام أهل ثادق عبد الرحمن بن عزاز وهو قاضي الغزو وإمامهم وفيها أنزل الله الغيث على خلقه فامتلع كل وادي بما فيه وضاقت مجاريه وتتابع المطر وخيف منه الغرق فدع الناس ربهم أن يجعله حواليهم ولا عليهم وذلك رابع عشر صفر فصحت السماء فلما كان رابع عشر ربيع الآخر أمر الله السماء على الأرض فجاء السيل الذي ضاقت به الوديان وخرب البلدان وعم جميع بلدان نجد ثم عادهم الحياة على دخول جماداء الآخرة واستمر المطر على جميع بلدان نجد نحو أربعة عشر يوما لم يروا الشمس وصار الماء في وسط المنازل حتى أن الماء نبع في مسجد الجامع في بلد المجمعة وسقط أكثر من تلثه وظهر الماء في المجالس وبطون النخيل وأعشبت الأرض عشبا لم يعرف له نظير وذلك بعد شدة وقنوب فرحم الله العباد والبلاد فله الحمد والشكر أحداث السنة الخامسة والستين بعد مائتين وألف إلى السنة السابعة والستين بعد مائتين وألف من الهجرة ثم دخلت سنة خمس وستين ومائتين وألف وفيها جرت الحادثة العظيمة من رؤساء أهل القصيم بالخروج عن طاعة الإمام ومنابذة أهل الإسلام وذلك أن رؤساء أهل القصيم يحاولون هذا الأمر من قديم فأرادوه بالترك والعساكر المصرية فكلما استوطرت نجد العساكر وتفرق أمر المسلمين وسكن القصور وانقادت لهم الأمور حدث عليهم من أمر الله حادثة أما في نجد من أهلها وإما في بلدانهم فيقذف الله في قلوبهم الرعب ويرحلون عن نجد ويتركونها بلا سلطان ويقدمون فيها الشيطان وكانت حوادث العساكر على نجد ومسيرهم إليها على يد صاحب مصر محمد علي باشا فلما أراد الله موته وهلكه وضعف أمره واختلاف ملكه انقطعت أوامر الترك عن نجد وكفى الله المسلمين شرهم فقام رجال من رؤساء أهل القصيم يحاولون شريف مكة محمد بن عون بالخروج إلى نجد بالعساكر والاستيلاء عليها فظهر بعدده وعدته إلى نجد ونزل القصيم كما تقدم فلما رأى أن نجدا لم تحصل له إلا بحرب شديد رحل من القصيم راجعا إلى بلده وشتمهم ومقتهم ثم بعد ذلك وفد رؤساؤهم على فيصل فغفر خطيئتهم ودمح عظيمتهم ثم أنهم نظروا إلى أنفسهم فعجبهم كثرة الأموال وصناديد الرجال والأبطال والبلدان القوية والقصور الشامخة العلية والسلاح الثمين وغاب عنهم قول النبي الأمين الصحيحة طرق من خرج عن الجماعة قيد شب فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وذلك أنه لما رحل الشريف من بلد عنيزة وقع في نفس فيصل على أميرها إبراهيم بن سليمان بن زامل لأن الشريف لم ينزلها إلا بإذنه فوفد على الإمام ناصر بن عبد الرحمن السحيمي من أهل سوق العقيلية المعروف في عنيزة فقال له أنا وعشيرتي لكم ود قديم وأنا على محبتكم مستقيم فاجعلني في عنيزة أميرا حتى أكون لكم عونا وظهيرا فاستعمله فيصل أميرا فيها وعزل إبراهيم وكتب معه لأهل عنيزة أني استعملته عليكم أميرا فاسمعوا له واطيعوا وحضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات وأنواع الطاعات وأمره أن ينزل القصر فقدم السحيم عنيزة وأخرج آل زامل من القصر وأمر على أخيه مطلق الضرير أن ينزله فنزله وجعل فيه معه عدة رجال فضبطوه واستقام له الأمر وبايعه أهلها كما تقدم ثم أن عبد الله بن يحيى بن سليمان وأعوانه أرادوا الفتك بالسحيمي وقتله فرصدوا له في طريقه ورموه ثلاث رميات أخطأه إثنتان ووقعت فيه الثالثة ولم تكن على مقتل فوصل إلى بيته سالما وأغلق بابه وقصد عبد الله ومن معه القصر فوجدوا أهله قد انتذروا وأغلقوا بابه فلم يحصلوا على طائل فضاقت بهم البلد فهربوا إلى بريده وقاموا عند الأمير عبد العزيز آل محمد فأرسل عبد العزيز إلى فيصل أن هؤلاء الأولاد وقع منهم ما وقع وأنهم صاروا عندي وأنهم ما فعلوا ذلك إلا لأمور حدثت من السحيمي فأرسل الإمام فيصل خادمه فرحان ومعه نحو عشرين رجلا إلى عبد العزيز وأمره أن يدفع إليهم ولد يحيا وأعوان فقام عبد العزيز يردد رسله إلى فيصل ويعتذر عنهم وفرحان ومن معه عنده فألزم فيصل بإقبالهم إليه فساروا إلى الرياض ومعهم له هدية فأنزلهم في بيت وأكرمهم وعفى عنهم وأرسل ناصر السحيمي إلى فيصل يخبره بما وقع وأنهم اعتدوا عليه بلا جرم ولا سبب فرجع رسوله من عند فيصل بخبر جميل وذكر له أن ولد يحيا عندنا وأنت في بلدك لا بأس عليك وننظر في الأمر إن شاء الله تعالى ثم أن الضرير مطلق السحيمي أرسل إلى رجل من أعوان آل زامل فضربه حتى مات ثم أن ناصر بن عبد الرحمن السحيمي لما برئ من جرحه ذلك أمسك إبراهيم بن سليمان بن زامل الأمير وقتله وجرح أخاه علي فهرب إلى المذنب فكتب إلى الإمام ناصر السحيمي يتهدده ويتوعده وألزمه بالقدوم عليه والجلوس مع خصمه عند حاكم الشرع فحكم بديات الرجال والجراحات ثم أن الإمام جهز عبد الله المداوي ورجالا معه إلى عنيزة وأمره بدخول القصر والجلوس فيه وذلك لما رأى من اختلافهم في هذه الفتنة مع ما حدث منهم مع الشريف فركب المداوي ومن معه إلى عنيزة فامتنع مطلق الضرير أخو ناصر من الخروج من القصر فركب المداوي إلى بريدة وأقام فيها ثم إنهم ندموا على إخراجه فأرسلوا إليه فاتا إليهم فأنزلوه في بيت في البلد وكتب المداوي إلى فيصل بذلك ثم أنهم ظهرت منهم العداوة ورفعوا راية الحرب وأغلق أهل عنيزة باب بلدهم بالليل واجتمعوا عنده بأسلحتهم فلما علم فيصل بذلك خاف من تظاهر البلدان واجتماعهم على الحرب فقال له السحيمي إن أطلقتني فأنا المثبت لهذه الفتنة وعاهده على ذلك وقال له تجهز بالمسلمين وانزل أدنى بلدان القصيم لتكون رداء لي فأطلقه الإمام وسار إلى عنيزة وذلك في جمادة الأولى من هذه السنة فلما قدم عنيزة وجدهم مجتمعين على الحرب فدخل فيما دخلوا فيه وأخلف وعده ونقض عهده ثم قال رؤساؤهم إنه ليس لنا في الحرب طاقة حتى ينكث عبد العزيز ميثاقة ونكون في الحرب سواء وكان عبد العزيز إذ ذاك قد غزى بأهل القصيم ونزل على جراب الماء المعروف قرب سدير وأقام عليه نحو شهر يخوف المسلمين فأرسل أهل عنيزة إليه فرحل من مكانه ذلك وقدم عنيزة بغزوه فعاهدهم وعاهدوه ووعدهم ووعدوه وقالوا له أنت الأمير على الجميع وهذا فخر لك يشيع فنقض عهده وأخلف وعده وقال لهم الحرب إلي وعندي والصلح إلي ومني فجمعوا جموعا كثيرة من رجال بلدانهم وممن كان حولهم من عربانهم وكان فيصل قد أمر على رعيته بالغزو فخرج غازيا من الرياض بجنود المسلمين يوم الخميس لثلاث بقين من ربيع الثاني وركب معه ولده عبد الله ومحمد ولحقه ابنه سعود بغزو أهل الخرج وركب معه أخوه جلوي وخواص عشيرته والشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن إماما له وقاضيا وركب معه الشيخ عبدالله بن جبر قاضي بلد منفوحة إماما لابنه عبد الله واستخلف أخاه عبدالله أميرا في الرياض وأمره ألا يخرج من القصر وأمر على الشيخ عبدالعزيز بن عيبان أن يكون عنده إماما مذكرا وسار الإمام فيصل بمن معه من المسلمين ونزل بن بان ثم رحل ونزل الحسي وأقام فيه أياما واجتمع عليه باقي غزوانه ووصلت إليه أخبار أهل القصيم وتحالفهم على حربه ونقضهم لعهده فلما استقر عنده ذلك رحل من الحسي ونزل أرض صدير ثم رحل ونزل المجمعة فركبت للسلام عليه فكان وصولي إلى مخيمه بعد صلاة العصر وإذا بالمسلمين مجتمعين في الصيوان الكبير للدرس فجلس الإمام فيه والمسلمون يمينه وشماله ومن خلفه وبين يديه وجلس الشيخ عبداللطيف إلى جنبه فأمر القارئ بالقراءة عليه فقرأ في كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن عبدالوهاب قدس الله روحا وصدر الباب بقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه الآية ثم ذكر حديث النواس بن سمعان إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث فتكلم الشيخ بكلام جزل وقول صائب عدل بأوضح إشارة وأحسن عبارة فتعجبت من فصاحته وتحقيقه وتبيينه وتدقيقه كأن بين يديه كتاب التفسير كالقرطبي أو ابن جرير أو أبي حيان أو ابن كثير ثم سلمت على الإمام فقابلني بالتوقير والإكرام ورحب بي أبلغ ترحيب وقربني أحسن تقريب ثم سلمت على الشيخين عبداللطيف وعبدالله بن جبر فقمنا جميعا على الإمام ودخلنا معه في خيمته فلما جلسنا ابتدأ الشيخ عبدالله يقرأ على الإمام في سراج الملوك واستمر ذلك المجلس إلى أول الليل فلما كان بعد صلاة الصبح رحل الإمام بجنود المسلمين وأمرهم ينزلون في أعلى وادي المجمعة ثم دخل البلد ومعه أكثر من ثلاث مائة رجل ونزل عند الأمير محمد سديري وسلم على الشيخ عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار ونزل الشيخ عبداللطيف عند الشيخ عبدالعزيز ودخل عبدالله بن فيصل بلد حرمه ومعه الشيخ عبدالله بن جبر ونزل عند محمد بن عبدالله بن جلاجل ثم ركب فيصل بعد صلاة الظهر وبات عند جنوده ثم رحل ونزل قرب بلد الجريفة ثم رحل ونزل أشيقر ومنه إلى السر ثم إلى ساجر وأقام عليه أياما وأمر على أولاد يحيى بن سليمان أن يرحلوا برجال معهم وينزلون العوشزيات عند أرحام لهم فيها لعل يحصل لهم فرصة في البلد ثم رحل إلى المذنب فخرج إليه أهلها وبايعوه فلما علم فيصل أن أهل القصيم قد أجمعوا على حربه وكان يظن منهم غير ذلك لأنه لم يقصدهم بظلم ولا رماهم بجرم أمر على محمد سدير ومن معه من غزوان سدير يرحلون وينزلون العوشزيات ثم استنفر بلدان الوشم سدير والمحمل فنفروا إليه طائعين ثم إن الإمام كتب إلى أهل القصيم وذكر لهم أنهم لا يستقيم دين إلا بجماعة ولا يكون جماعة إلا بالسمع والطاعة وإنكم نبذتم أمرنا وخرجتم عن طاعتنا وقد علمتم أن الحرب نار وقودها الرجال وأنه لا يعز علي قتل رجل من المسلمين فلا تكونوا سببا في إهراق دمائكم وادخلوا فيما دخلتم فيه أنتم وآباؤكم فأرسلوا إليه رجلا من رؤساء أهل بريدة يقال لهم هنى الصالح وذكر للإمام أنه قد جاء يطلب الصلح ولم يزل يتودد إلى الإمام حتى كتب معه أنهم يدفعون الزكاة ويركبون معه غزاة ويدخلون في الجماعة والسمع والطاعة فرجع إليهم الرسول بذلك وتحقق عند الإمام قبولهم لما بلغهم به رسولهم وأنهم قبلوا النصح الذي دعاهم إليه وأطاعوا له واتفقوا عليه ثم إن الإمام بلغه أن عربانا من أنزة من الدهامشة رئيسهم ثلاب الفنتشة نازلين على الطريفة الماء المعروف في القصيم فأمر على ابنه عبد الله أن يركب بجيش من المسلمين ويغير عليهم فركب في نحو ثلاث ماءة مطية عليها رجال من المسلمين فلما أراد الركوب قال له أبوه إن أهل القصيم قد صدر منا لهم أمان فإياك أن تتعرض لهم فركب معه الشيخ عبد الله بن جبر فوافاه في مسيره إبل وقافلة لأهل القصيم فتركها وسبقه النذير إلى العربان فهربوا وتبعهم المسلمون وأخذوا منهم أغنامهم وأثاثا وقتلوا منهم رجالا وهرب بعضهم إلى بلد أنزة فاستصرخ عبد العزيز وجنوده وهم إذ داك فيها فسولت له نفسه انتهاز هذه الفرصة فصاحب قومه وخص على رجال من أهل البلد وقال متى يحصل لنا هؤلاء في فلاة من الأرض فسار من عنيزة بجيش يضيق منه الفضاء ويحقم ما وطأه لولا ما قدره الله وقضاه وتلك الجنود التي معه هي شوكة بلدان القصيم وهم نحو ألف وخمسمائة مقاتل فلما جاوز بريدس تنفرهم وخص على رجال منهم فساروا معه فعارضه بدو من أصحاب عبد الله معهم شيء من أغنام الغنيمة فأخذ الأغنام وأمسك الرجال فقال له عقلاء قومه ارجع بهذه الغنيمة ودع عنك السرية فإن الشر لا يأتي إلا بشر مثله وقال آخرون سر بنا إليهم نقاتلهم ونناجزهم فسار بجنوده ونزل النفود المسماها اليتيمة المعروفة بين الشماسية والطعمة ورصد لهم فيها وقعة اليتيمة وكان عبد الله لما رحل من الطرفية أرسل إلى أبيه يبشره بما أخذ من الآراب فوجد البشير آثار القوم فرجع إلى عبد الله وأخبره بذلك فشاور عبد الله رؤساء قومه وكان فيهم هدى الإبن بصيص رئيس عربان أبريه فقال دعنا نتركهم يمينا أو شمالا فإن لحقونا قاتلناهم وإن تركونا تركناهم فقال عبد الله لا والله لا بد أن يطعهم جيشنا وقام وشجع المسلمين فأتى إليه رجال فأشاروا عليه أنهم يجمعون ما معهم من الغنيمة وتسوقها عليهم الخيل وتكون المقاتلة في أثرهم فأجمع رأيهم على ذلك فركب عبد الله وانتهض وشمر وجال في ميدان الوغي وهلل وكبر وتحركت منه غيرة الغضب واشتعل واهج الحمية في جأشه والتهب وحمل حملة عظيمة بقلب تابت وقوة وعزيمة وحف به المسلمون من كل جانب وربنا معهم ومن كان الله معه فهو الغالب فكروا على أهل القصيم كرة واحدة كأنهم يريدون السلام أو دعوا إلى مائدة فغابت الشمس قبل وقت عيوبها وأظلم بحالك الغبار شمالها وجنوبها فوطعهم المسلمون وطأة شديدة فلما سمعوا ضرب الهمام ولوا منهزمين وعلى وجوههم هاربين وذهل الوالد منهم عن ولده والمنهزم أشفق على السلامة ورماما بيده واستمر الضرب في أقفيتهم بعدما كان في صدورهم وانتقل الطعن من نحورهم إلى ظهورهم وقتل المسلمون فيهم قتلا ذريعا وفتكوا فيهم فتكا شنيعا فكان الواحد من المسلمين يقتل العشرين وأكثر من قتلهم أهل الرياض ورجال فيصل فلما رأى عبد الله أن المسلمين يقتلونهم ولا يرحمونهم وأنهم مستسلمون للقتل دخلته الرحمة وكف عنهم باقي القتل وهرب رئيسهم عبد العزيز وشر ذمة معه إلى قصر الطعمية واحتصروا فيه فأشار بعض القوم على عبد الله أن يحصرهم فيه فقال كفاهم ما وطأهم فتركهم وأخذ المسلمون جميع شيشهم وما معهم من السلاح الثمين ثم إن عبد العزيز ومن معه خرجوا من القصر وهربوا إلى عنيزة وأما شرائد قومه فإنهم قصدوا بريدة ولما وصل خبر هذه الجنود إلى الإمام فيصل وخبر مسيرها إلى ولده قام وقعد وأرسل خيلا إلى ركائب المسلمين تردها من مفاليها فلما جمعت الركائب إذا بفارس قد أقبل يعدوا على فرسه يبشر الإمام بالنصر فلم يلبث حتى جاء الثاني والثالث إلى منزل الإمام فيصل فحمد الله الإمام ومن معه من المسلمين وأرسل إليهم ونهاهم عن الغنى واللعب وقال هذا يوم يجب لله علينا فيه الحمد والشكر فهو الذي أعزنا ونصرنا وقوانا وأظهرنا وكانت هذه الوقعة الشنيعة لا سيما على أهل بريدة فإن النساء خرجن من البيوت حاسرات يستغثن ويستحلفن رب الأرض والسماوات وصار ضجة عظيمة في ذلك اليوم في بلدان القصيم فإنه ما أصيب أحدث مثل مصيبتهم فإنه قتل من أهل القصيم في هذه الوقعة أكثر من معه وكلهم من الرؤساء والأعيان وبعد هذه الوقعة ذلل الله منهم كل صعب وانقادوا للإمام بلا حرب وتسابقوا إليه يطربون العفو والإحسان وكان هذا الإمام أدام الله نصره قد اتخذ الدعاء له سلاحا فكان له في مهماته كفاحا وقد عجل الله له به في كل نازلة فرج فكان له به مخرج أي مخرج وقد فرج الله به عنه كربات فأخرجه من حبس الروم مرات ورد عليه الملك كرات رجعنا إلى إتمام قصة أهل القصيم ولما وصل عبد العزيز بلد أنيزة أمر أصحابه يغنون ويلعبون وشجعهم للحرب والقتال والرعب في قلوبهم أمثال الجبال وقد قيل إن التشجيع بعدل آخر همم الرجال فتقاعس عنه الناس ولا رفعوا لنهيه وأمره رأس وكتب إلى أخيه عبد المحسن وأرسله إليه في بريدة يقول في كتابه إن سعد التواجري وعلي بن ناصر وفلان وفلان تخلفوا عنا في الهزيمة ودخلوا البلد فألزمهم يأتون إلينا فكتب إليه عبد المحسن إني إذا نصحتك أو خالفتك في شيء قلت لي أنت مجنون وهؤلاء الذين عددتهم كلهم في المعركة صرعا هربت ونجوت بنفسك وتركتهم فحقق عليهم بالأمس مضى والآن نفذ فيهم حكم القضاء وحقهم عليك تدفن أجسادهم وتعزي أولادهم وبعد ذلك اختلف عليه رأيه وتدبيره وكثر عاذله ومشيره فتارة يقول دعونا على من كان بالعوشزيات نسير إليهم وتارة يشير بغير ذلك فلم ينفذ لهم أمر ولم يساعد القدر فكان ما يدري ما يفعل فأتى إليه الشيخ عبد الله برطين قاضي القصيم فقال له يا هذا اتق الله واربأ بنفسك فإن البلد ليست لك ولا بيدك وأمرها بيد أهلها وليس لك فيها نهي ولا أمر وهم يريدون إصلاح أنفسهم مع الإمام فإن أردت أن تكون كذلك فافعل فلما رأى حلال الأمر من يده هرب من عنيزة وقصد بلد بريدة وهربت عنه جنوده وهرب السحيم من البلد وقصد برشيد رئيس جبل شمر وهو إذ ذاك في القرارة أتى لنصرة الإمام بجميع جنوده من شمر وغيرهم فبلغه خبر الوقع حين وصل القرارة فأرسل إلى الإمام يخبره بمكانه فأمر عليه الإمام أن يلبث مكانه حتى يأتيه الأمر ثم إن رؤساء أهل نيزة أتوا إلى الشيخ عبد الله وقالوا له إن هذه الأمور التي منا وقعت والحوادث التي قد صدرت لا يصلحها إلا أنت ولا يزيل غضب الإمام ورؤساء المسلمين غيرك فقال لهم إنكم تعلمون أني لست من أهل بلدكم ولا من عشيرتكم ولا يحسن مني الدخول في هذا الشأن الذي ركض فيه الشيطان فاعفوني ودعوني وأرسلوا في هذا الأمر غيري فقالوا له إن هذا الأمر تعين عليك والصلح لا يصلح إلا على يديك فقال لهم إني أخاف من إخلاف وعد أو نكث عهد أو حدوث أمر ثاني أو واحد منكم يغلب على الثاني فيجد علي في نفسه الإمام وأكون مسبة لأهل الإسلام ولا سبيل إلى ذلك إلا بكفالة محمد بن عبد الرحمن بن بسام عن المخالفات وحوادث أهل السفاهات وأن كلما أصلحت لكم عليه فهو تام ليس بعده كلام فأجابوه إلى ذلك وكان بن بن بسام هذا من خيار رؤسائهم مقبول القول فيهم وتدبير حربهم إليه وصلحهم على يديه فركب الشيخ إلى فيصل وهو في المذنب فأكرمه غاية الإكرام وأجابه إلى ما طلب وعفى عن أهل الإجرام وصفح عنهم وعقد لهم ولمن كان تابعهم ثم رحل فيصل بجنود المسلمين من بلد المذنب وأرسل أمامه محمد بن أحمد أسديري في رجال معه وأمرهم يدخلون القصر فدخله فقدم عنيزه ودخلها وضبطها وبنى خيامه خارج البلد ودخلها المسلمون وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وقد كانوا خافوا من تنكيل ونكال وإجلاء حمايل ورجال فقال الإمام زلة مغثورة وخطيئة مستورة ولكم من الأمان ولنا عليكم الإحسان ثم إنه أرسل إلى عبد العزيز يدعوه إلى السلم أو الحرب فأراد الهرب من بلده فأشار عليه إخوته وأولاده ورؤساء قومه وقالوا إن هذا الإمام حليم كريم وعادته العفو الصف فاجلس في بلدك ودعنا نركب إليه ونجلس بين يديه فلعله يعفو عنك ويسمح ويغفر زلتك ويصفح فركبوا إليه وقالوا للإمام إن هذا الرجل قد أسلم واستسلم ووجهه من الفشل تغير وأظلم وضاقت عليه بلده ومقته أهله وولده ونحن حاولناه على القدوم إليك والجلوس بين يديك فقال ليس لي وجه يشاهد المسلمين ولا الإمام ولا أمشي بين تلك الخيام بعد نقط البيعة وتجنيدي عليهم بالجنود ورفعي عليهم الرايات والبنود فإما أن تصلحوا حالي معكم وإلا تركت لكم بلدكم ونحن قد جئناك فيه متوجهين وفي جناياته شافعين فأنت أهل أن تدمج خطيئته وتغفر زلته وترحم انكساره وذلته وقد عفوت عن كثير من جليل وحقير وهذا من خلقك وجبلتك فلا يكون هو المحروم من بين رعيتك فقال إن هذا جرمه لا يماتل جرم غيره من رعيتنا ولابد من قدومه إلينا وأخذ ما بيده من الحلقة والسلاح ولم يزالوا عليه وعلى أولاده يترددون وبرؤساء المسلمين يتشفعون حتى سمح لهم يسكن البلد وضمن للإمام على عبد العزيز جميع المخالفات وبذلوا للإمام السلاح والخيل العتاق وأتبعوا ذلك بالعهد والميثاق فسمح لإخوته وولده وجعله أميرا في بلده وكان عبد العزيز من أوسط عشيرته وليس له قبل ذلك قوة ولا شهرة ولكن الإمام تركي اختاره واستعمله في بريدة أميرا لأن أباه وجده أهل صدق مع المسلمين وقتل جده في وقعة مخيرين كما تقدم وكف تركي عنه وعن عشيرته ومن أقواهم وأنضاهم محمد آل علي الشاعر المشهور أمر عليه الإمام تركي أن يقيم في الرياض فأقام في الرياض مدة حتى قوي عبد العزيز وكثرت أمواله وذلك خوفا منه على عبد العزيز ثم إن محمد آل علي المذكور مدح الإمام بمنظومة وشفع عليه برعساء المسلمين فأدن له في الرجوع إلى بلده وجعل بيده بيت المال لينعم له البال فترقت بعبد العزيز الأحوال وبلغ غاية الآمال هذا وعين تركي من دونه وورائه خوفا عليه من أعدائه فإن عشيرته من أشر العشائر وأقطعها للرحم وأقدمها على اقتحام كبائر الإذم فإنه لما كانت البلدان فلت وزال الحكم عنها وانقلت صاروا من أشر أهل نجد بعضهم على بعض ويسهل عليهم العهد والنقل يتقاطعون العرحام ولا يخافون عواقب الأيام والآثام فمن ذلك أنه صعد أرشيد الحجيلان على عبد الله بن حجيلان في سطح بيته وقتله وكان قد أعطاه قبل ذلك ميثاقا وعهدا ثم أنهم حصلوا أرشيدا هذا في بيته هو ومن معه وأوقدوا عليه النار والبارود حتى ماته ومن معه ثم رصدوا للفارس الشجاع سليمان بن عرفج وقتلوه ثم حربة السنان من محمد آل علي بن عرفج الشاعر أثبتها في فهد بن محمد آل علي المذكور قتلوه عند باب داره وهذا شيء يسير في وقت قصير من سيرة هذه العشيرة والقطيعة بينهم نعود بالله من موجبات سخطه وهذا الرجل ما ترقت به الأحوال ولا نال منه العز ما نال ولا أمن على نفسه وعياله ولا كثرت خزائنه ولا ارتفع سيته في هذه الجزيرة ولا هابه بن الأعمام والعشيرة إلا بالله ثم بإمام المسلمين تركي ثم ابنه فيصل أفيحسن في من كان هذا فضلهما وإحسانهما منابذتهما وعسيانهما وهذا الإمام فيصل عام لهم بالإحسان وعفى وقال يكون عبد العزيز أميرا في بلده وله منا الصف بعدما نقض عهد المسلمين وصار منهما لا يخفى فلذلك أيد الله همم هذا الإمام وعزائمه وأتته الرعية والدنيا وهي راغمة ولا سفك فيها دما حراما ولا نهب شيئا من الحطام ولكن الله سبحانه أمده بالتأييد وأسعده بالتوفيق والتسديد وأقام الإمام في عنيزة قريب شهر ووفدت إليه وفود العربان وأهدوا إليه كثيرا من الخيل والركاب وأمر على أخيه جلوي أن يكون له قصر في عنيزة أميرا على جميع بلدان القصيم وما حولها من العربان فدخل جلوي القصر وضبطه وجعل الإمام معه عدة رجال من أهل الرياض وغيرهم وأمر له بكل ما يحتاجه فصارت تلك الولاية قوة لأهل الإسلام وإذلالا لمن عاداهم من الأنام وذلل الله صعبهم وفل غضبهم وكان الأمر قبل ذلك في أمرائهم والتدبير على اقتضاء رأيهم وهواهم ثم رحل الإمام من القصيم وأتاه رسول طلال بن رشيد يستأذنه في السلام عليه فأذن له فقدم عليه في بلد المذنب بهدايا سنية فأكرمه فيصل وأعطاه عطاء جزيل وكسى رؤساء قومه وأذن لهم في الرجوع إلى بلادهم ثم رحل الإمام إلى الرياض وقدم عليه أهل بلدان الشرق من الأحسى والقطيف وافدين فصدروا منه على الإكرام وحضهم على الاستقامة على دين الإسلام ثم دخلت سنة ست وستين ومائتين وألف وفيها سار الإمام فيصل بجنود المسلمين وقصد جهة الشمال وأغار على عربان اتيبه وهم في أرض جراب فسبقه النذير إليهم فهربوا ونزلوا قبة الماء المعروف وكان عليه بن بصيص وعربانهم من بريه فلما علم الدويش بذلك أقبل فنزل عليهم فرحل الإمام من جراب وعدى عليهم فاعترضه الدويش ورؤساء عربانه وساقوا إليه هدايا وطلبوا منه الصفح والعفو فسمح عنهم ورحل بالمسلمين ونزل أبا الدود الماء المعروف شمال القصيم وقدم عليه أخوه جلوي بغزو أهل القصيم وكان عبد العزيز بن محمد أمير بريدة لما أقبل الإمام بجنود المسلمين داخله الوجل والخوف لأجل ما تقدم منه من النقض والحرب للمسلمين كما سبق فأمر أهل بلده بالتجهيز بالمغزى وتجهز معهم فلما خرجوا قاصدين الإمام صرف ركابه وخيله وقصد الشريف بن عون في مكة وأولاده وترك نساءه وأمواله فلما علم بذلك الإمام رحل بالمسلمين ونزل بلد بريدة واستدعى بإخوة عبد العزيز وقال لهم إن أخاكم هرب من البلد بلا سبب أتاه منا والآن ليس في دمة الإسلام والمسلمين منه شيء فخافوا على أمواله فتلطفوا بالقول للإمام وقالوا عادتك الصفح والإحسان عمن أساء وقد جرت عادة الله لك في من أحسنت إليه وكفر إحسانك إنه لا بد أن يكون في قبضتك فترك الإمام لهم جميع أمواله واستعمل في بريدة أميرا أخا عبد المحسن بن محمد واستعمل في بيت مال القصيم عبد العزيز بن الشيخ عبد الله بابطين ثم قفل إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وأما عبد العزيز فإنه لما وصل إلى الشريف أهدى إليه ما كان معه من خيل وسلاح فوعده ومنى حتى استحصل هداياه فجفاه بعد ذلك وقطع بعض الخراج الذي له أجراه لما بلغه مسير عبد الله بن الإمام إلى الحجاز وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله وفي أول هذه السنة أضب الإمام على سعد بن مطلق طيري لسوء تدبيره في مسيره بالسرية المتقدم ذكرها إلى عمان فعزله وجعل مكانه غيره وجعله نكالا حتى جاءه أجله وفيها أرسل الإمام عماله لخرص التمار وقض الزكاة من العربان فسارت عماله في تلك الجزيرة واستنارت فضائله مثل شمس الظهيرة وفي آخر هذه السنة سار عبد الله بن فيصل بجنود المسلمين من أهل النواحي إلى أهل القصيم فإن الشريف صار يراسل الإمام في عبد العزيز أمير بريدة فأمرهم لا يغزون حتى ينفصل أمره فخرج عبد الله من الرياض يوم الجمعة التاسع عشر من ذي الحجة وسار معه كثير من عربان قحطان وسبيع والسهول وغيرهم ونزل بلد القواعية واجتمع عليه فيها جميع غزوان المسلمين ثم رحل منها ونزل الشبكة ثم ورد ماء المصلوب المعروف في النير ثم رحل إلى الحنائج وعدى على مرزوق الهيضل وعربانه من اعتيبة وهم على التال الماء المعروف في الحزم الراقي فسبقه النظير إليهم فضربوا ونزلوا مع بربيعان ونزل عبد الله على الثعل وقام عليه أياما ثم رحل قافلا وقصد الوشم ونزل بلد شقرا وقام فيها بأمر من أبيه ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين وألف وفيها سار الإمام فيصل من الرياض بمن عنده من جنود المسلمين يوم الجمعة لثمان خلت من عاشورة ونزل الرمحية ومعه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن قاضيا للمسلمين ومذكرا ومدرسا لهم في كل منزل واستدعى بابنه عبد الله ومن معه من جنود المسلمين فرحل من شقرا وقدم على أبيه في ذلك الموضع فسار الإمام بجميع جنود المسلمين إلى جهة الأحسى وورد النجبية الماء المعروف قرب الأحسى ثم رحل ونزل حليوين الماء المعروف بين الأحسى والقطيف واستدعى بغزو الأحسى والقطيف فقدم عليه الأمير أحمد بن محمد سديري بغزو أهل الأحسى وقدم عليه غزو أهل القطيف وقدم عليه شافي بن شعبان وعبدالله بن قادان ومعهما رجال من بني هاجر وقدم عليه علي المرضف رئيس المرة ومعه رجال من قومه وحزام بن حثلين ورؤساء العجمان وقام الإمام على ذلك الماء قريب شهر وكان قد قصد أهل البحرين لأنه بلغه عنهم بعض المخالفة وقطع شيء من الخراج الموضوع عليهم فلما وصل ذلك الماء أرسلوا إليه يطلبون المصالحة والمسامحة عما مضى فلم يقبل منهم ثم رحل من حليوين وقصد ناحية قطر المعروف ونزل القارة الماء المعروف على سيف البحر ثم رحل ونزل عريق سلوة الماء المعروف قرب قطر وكان قصر البدع المعروف في قطر نزله علي بن خليفة أخ رئيس البحرين برجال معه وجعل فيه شيئا كثيرا من الطعام والبارود والرصاص والمدافع وآلات الحصار فأمر الإمام على ابنه عبد الله أن يركب في سرية من المسلمين ويحاصر أهل القصر البدع المذكور فسار عبد الله بمن معه من المسلمين وحاصر أهل ذلك القصر فهرب علي بن خليفة ومن معه من ذلك القصر وركبوا السفن وتركوا ما في القصر من الدخائر فلما علم أهل قطر بذلك طلبوا الأمام من فيصر وادعوا أنهم مغلوبون مغصوبون فقبل الإمام منهم وبايعوه رجعنا إلى تمام قصة عبد العزيز أمير بريدة ثم إنه كان كما ذكرنا عند شريف مكة وهقام مدة أشهر وهو يتودد إليه فقال له شريف إن هذه الجنود التي عندنا لا تسير إلا بدراهم ولا يمشي الرجل إلا بعطاه قبل ممشاه وكان من تقدير الله سبحانه وصول عبد الله بن الإمام قرب ما مران في مغزاه على اعتيبها المتقدم فداخل أهل الحجاز من ذلك الرعب وزاد في أمر عبد العزيز انعكاسا عليه وعرف أن الأمر آل إلى تباب وأنه في رأيه قد أخطأ الصواب فرجع إلى النزعة بعد الفزعة وطلب من الشريف الشفاعة عند فيصل وأنه يرجع إلى بلده يجتمع بأهله وولده وصارت رسل الشريف تتردد إلى فيصل وهو إذ ذاك في قطر ويشفع لعبد العزيز أن يرده أميرا في بلاده ولا عليه بأس ولا له أمر ولا نهي على أحد من الناس فسمح له فيصل بذلك وأنه يركب مع جلوي غازيا إلى قطر فرحل جلوي غازيا بأهل القصيم بعد قدوم عبد العزيز من مكة وسار عبد العزيز معه وذلك في ربيع الأول من هذه السنة فقدم على فيصل في العريق فعاتبه الإمام على ما مضى منه من قطع الذمام ومنابذة جماعة أهل الإسلام فما أجاب إلا بالاعتراف وأن له بما ذكر اعتراف ولكن العفو والمسامحة فعفى عنه وسامحه وأقام حتى قفل من قطر ووفى له بما وعده واستعمله أميرا في بلده رجعنا إلى ما نحن فيه ولما أطاع أهل قطر للإمام وبايعوه على الإسلام والسمع والطاعة والدخول في الجماعة رحل من العريق ونزل مسامير الماء المعروف في قطر على سيف البحر وأرسل أحمد سديري ورجالا معه يحفظون القصر وأمر على السفن التي لأهل قطر وهي نحو ثلاثمائة سفينة أن يهيئوها وجعل فيها رجالا من المسلمين ثم أمر على أولاد عبدالله بن خليفة الجاليم من البحرين يركبون في سفنهم ويقصدون البحرين وكان أهل البحرين قد أرسلوا إلى سعيد بن طحنون رئيس بلدان أبو ظبي المعروف في عمان يستحثونه ويطلبون منه النصرة وكان ذا قوة من الأموال والرجال والسفن فأقبل إليهم في عدد من السفن المشعونة بالرجال فلما أقبل على الجهة التي فيها الإمام فيصل داخله الفشل والوجل فأرسل إلى فيصل يطلب المصالحة لأهل البحرين فأجابه لا ينتظم بيننا وبينهم صلح إلا بقدومك إلينا والجلوس بين يدينا فقال بن طحنون أعطني الأمان على أحمد سديري فأعطاه الأمان مع أحمد سديري فركب بهدايا كثيرة للإمام فلما جلس بين يديه أوقع الله في قلبه الهيبة وأقر أنه من نابذه أو خالفه لم يحصل سوى الخيبة وتودد إليه في عقد المصالحة بينه وبين أهل البحرين فأجابه إلى ذلك على أنهم يؤدون الخراج السابق واللاحق وما طلب منهم من النكال لأجل ما صدر منهم من المخالفة في الأقوال والأفعال فصبروا بما قال ودفعوا إليه ما طلب من الأموال وطفئت نار الحرب وزال الخوف والكرب وكانت الدروس دائمة كل يوم والتذكير لنعم الله اللطيف الخبير على اجتماع أهل الإسلام على إمام وتألف قلوب تلك الأقوام وكان المدرس لهم في سيوان الإمام بعد صلاة العصر الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ثم إن الإمام أمر على المسلمين بالرحيل والقفول إلى بلدانهم وكانوا إذ ذاك في جمرة القيض وطريقهم في غاية الضمأ والماء المالح فصب الله عليهم الغيث حال ارتحالهم من سعمير وصار سيلا عظيما لا يعرف له نظير وتابع الله عليهم عند نزولهم وارتحالهم وغدوهم وآصالهم حتى قدموا الأحساء فأمر الإمام على الأمير أحمد سديري أن ينظر في المصالح الخاصة والعامة من إصلاح التغور ونفي الخبائث والشرور وحظ الناس على الاجتماع للصلوات في المساجد وتأدي بأهل الكسل والاختلاف وكان أحمد هذا هو وبنوه من أحسن الناس سيرة وأصفاهم سريرة ولهم في الولايات مفاخر رفيعة فلذلك استعمل الإمام فيصل أحمد هذا أميرا في الأحساء ثم في ناحية عمان كما يأتي إن شاء الله وابنه تركي بن أحمد بعد أبيه أميرا في الأحساء وابنه محمدا أميرا في سدير ومنيخ وما يليه وعبد المحسن أميرا في بلدهم الغاط فلو نظرت إلى أصغرهم قلت هذا بالأدب قد أحاط وإن نظرت إلى الأكبر رأيت فوق ما يذكر ولم يكن في عصرهم مثلهم للمطيع الصاحب ولا أشد منهم على العدول والمحارب قد خصهم الله ببذل المعروف وسلامة القلب ولم يكن يعرف فيهم شيء من حركات أهل الولايات من المكر والقلب ومع ما منحهم الله من السعادة والسيادة في تلك النواحي الكبار لم يكن أحد منهم يدخر درهما ولا دينار قد جبلهم الله على فعل الخير وإغاثة الملهوف ويبادرون لطاعة الإمام ويقدمونها على مالهم من الدمام فنسأل الله العظيم الذي خصهم بهذه المكارم أن يصرف عنا وعنهم طرق المآثم وأن يفتح بصيرة الإمام وبصره ويرفع منازله إنه جواد كريم ثم إن الإمام أقام في الأحسى نحو عشرين يوما ثم قفل راجعا إلى بلده وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وأرسل عماله على عادته لخرص التمار وقض الزكاة من البلدان والعربان وقدمت عليه الوفود من كل الجهات وأمنة الأوطان والبلدان وحمد الله على كل الحالات اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن ترفع قدر هذا الإمام الذي شددت به عبد الإسلام وأن تجعل يده عالية على الخاص والعام وفي أول هذه السنة توفي العالم الفقيه اليقض النبيه ذو العقل الفائق والرأي الصائب الرائق مفيد الطالبين وأحد القضاة المدرسين من قد اشتهر فضله وسيرته وترجع ملوك عصره إلى مشورته الشيخ محمد بن سند بن علي بن عبد الله بن فطاي الودعان الدوسري رحمه الله تعالى وعفى عنه برحمته وأسكنه ببحبوحة جنته آمين كان رحمه الله تعالى فطنا متيقضا له عقل راجح ورأي صائب ووجه سامح صابح استعمله سعود قاضيا في المحمل وأرسله مرة إلى عمان قاضيا فنفع الله به وأصلح الله أهل عمان على يديه ثم أرسله قاضيا لعبد الوهاب أبو نقطة في اليمن في ناحية عسير ولما كان في ولاية تركي أرسل إليه وأقام عنده وأقره على عمله في القضاء في بلدان المحمل ثم لما قضى الله تعالى بظهور الدولة المصرية ووصل خرشد باشا إلى الرياض وأطاعت له نجد ذكر للباشا وأثنى عليه عنده فأرسل إليه فلما قدم عليه أكرمه غاية الإكرام وألزمه القضاء عنده فتعلل بأعذار فأذن له ورجع إلى وطنه ولما ولي عبد الله بن ثنيان إمامة نجد حضي عنده وكان لا يسلك جهة إلا وهو معه فلما قدم فيصل وذهب الشقاق عن المسلمين أكرمه وأرسله قاضيا في الأحساء في وقت الموسم فعلق من الأحساء بحمى ولم يزل محموما سقيم البدن حتى توفي في هذه السنة رحمه الله تعالى وكان من بيت حسب ونسب يجتمع نسبه مع عشيرته أهل الصفرة في فطاي بن سابق وهم يجتمعون مع أهل بلد الشماسية المعروفة في القصيم في سابق بن حسن ثم هم يجتمعون مع الحمدات أهل بلد العودة المعروفة في ستير الذين يقالوا آل شماس مع أهل الشماس المعروف عند بلد بريدة في القصيم في جد واحد ويجتمع الجميع مع قبيلة الوداعين في غانم بن ناصر ابو ودعان ابن سالم ابن زايد وهو الذي تنسب إليه قبائل آل زايد الدواسر نقلت ذلك من خط الشيخ محمد المذكور بيده قدس الله روحه وكان جده سند ابن علي ذاكرم وخياره يشار إليه في بلده المعروفة بصفرة ملك فيها عقارات كثيرة وخلف سند أولادا منهم مقرن أبو الشيخ محمد وعلي وسلطان وزومان وصار لمقرن أولاد وهم الشيخ محمد وزامل وعبد العزيز وحمد وخلف ابنه علي أولادا وهم حمد ومحمد وعبد الله وخلف ابنه زومان ولدين وهما حمد ومحمد وخلف ابنه سلطان أربعة أولادهم عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وإبراهيم وكل من هؤلاء المذكورين تناسلوا وكثروا ولما كان على رأس الماءتين والألف ظهر أولاد سند في قرية إدقله المعروفة فغرسوها وبنوها بناء محكمة وكان ماءها يغور في الجد فلما نشع الشيخ وكبر وكان له معرفة وفطنة من صغره أشار على بني عمه بغرس قرية القرينة المعروفة عند حريملا فسار إليها هو وعمه سلطان وبنوه وبنو أعمامه علي وزومان وإخوته زامل وعبد العزيز وحمد وذلك في سنة 22 ومائتين وعلف فغرسوها وأحكموها بالبناء فلما كان في سنة أربعين ومائتين وألف غرسوا باقيها وبنوا قصرها وأحكموا سورها ونزلها الشيخ ونزلوها معه وكان هو القاضي في حريملا وتزوج فيها وتأتيه الخصوم من بلدان المحمل فتارة يجلس في بلد حريملا وتارة يجلس في غرسه وعند أهله وذلك في كل أسبوع وكان له مجلس إذا كان في حريملا لتعليم الطلبة ويجلس عنده حلقة في أول النهار ووسط النهار سوى تدريس المجلس العام وانتفع به عدد كثير منهم الشيخ عبد الرحمن بن عدوان والشيخ عبد الرحمن بن عزاز أرسله الإمام قاضيا مع انطير في عمان فقتل في وقعة العانكة كما تقدم وكان له معرفة وفهم خصوصا في الفقه والفرائض وأخذ عنه من ميّل القضاء عدد كثير وكان آخر من أخذ عنه من تلامذته حتى كان أطولهم باعا وأبسطهم دراعا وأرجحهم عقلا وأتمهم حلما وأتقنهم علما وأثبتهم فهما وأفصحهم لسانا وأجرأهم جنانا وأحسنهم بيانا وأكثرهم إحسانا الشاب التقي ذو العنصر الدكي والبيت النقي الشيخ عبد العزيز بن حسن بن يحيا كان ابتداء تعلمه على الشيخ المذكور فقرع عليه كثيرا من كتب المذهب ثم رحل إلى الشيخ المتقن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقرع عليه كثيرا من العلوم النافعة الشرعية خصوصا علم العربية حتى اعتلا فضله ومجده وارتفع في السماء نجم سعده وهو من شجرة لهم سابقة قديمة في الإسلام وهم رؤساء بلد ملهم من جرتومة بنيلام وإنما نوهت بذكرهم نشرا لفضيلة الشيخ حرس الله تعالى عليه نعمته وعفى عن زلله وعثرته وزوده التقوى ووفقه لما يرضى ولما توفي الشيخ محمد رحمه الله تعالى ألزمه الإمام فيصل القضاء في بلدان المحمل فصار على عادة شيخه يكون في بلدهم ملهم وقتا ومعظم الوقت في حريملة يفيد الطالبين ويعظ العام المستمعين ويفصل خصومات الساكنين والقادمين خاتمة الكتاب تم الكتاب بعون الملك الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين قال مؤلفه عفى الله عنه وافق الفراغ من تبييض هذا الكتاب في شعبان من شهور سنة سبع ومائتين وألف من الهجرة النبوية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وافق الفراغ من نسخه وتبييضه عن هذه النسخة المذكورة ثالث محرم الحرام سنة سبع وثمانين وثلاثماء والف بمدينة الرياض المحروسة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على محمد انتهت هذه المادة مع تحيات المكتبة المركزية للكتب الناطقة صندوق بريد ستة واحد سبعة أربعة اثنان الرياض الرمز البريدي واحد واحد خمسة سبعة خمسة رقم الهاتف أربعة سفر اثنان واحد سفر أربعة خمسة رقم الفاكس أربعة سفر اثنان سفر تسعة تسعة سبعة انتهت هذه المادة ولكم تحيات اتوانكم في شبكة بالألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة